بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان وتغطية خاصة بين الأهلي والترجل لقاء الإياب في دور التمانية من دوري أبطال أفريقيا مواجهة صعبة ولكن ليست مستحيلة المستحيل ليس أهلاوي على مدار السنوات الطويلة جدا والمشهور النادي الأهلي الطويل والمليء بالأمجاد والبطولات دائما كانت هناك مواقف صعبة ولكن الأهلي دائما كان قادر على تخطي السعب في البداية طبعا برحب بضيفي ألا كبير كابتن مصر والنادي الأهلي وأيضا باوك اليوناني كابتن مجدي طلبا مساء الخير يا كابتن ومشاء الله الأهلي يكسب نار إن شاء الله بإذن الله كابتن مجدي نادي الأهلي بيواجه فرقة من الهيار التقيل مواجهة كانت لقاء الذهاب في برج العربي الأسكندرية تعادل إيجابي اتنين مقابل أهدفين مقابل أهدفين نهائي مبكر كما كان يطلق عليها البعض كابتن حسام البدري من المدرين الفنيين الأخواء وأيضا كابتن فوزي ألبن زرتي مدير الفني لفريق الترجة التنسي من المدربين اللي عندهم خبرات تقيلة وخاض العديد من التدريب بعض الفرق الرجاء المغربي بعض الفرق الخليجية عنده خبرات كبيرة جدا وبان في طريقة اللعب في زهاب التعادل أهدفين مقابل أهدفين شفت الماتش الأولاني إزاي نادئ الأهلي كان بالي بداية قوية ولكن في الأخير نجح الترجي في أنه يطلع متعدل بسم الله الرحمن الرحيم أنا شفت الأول بحييكو بحيي جمهورك وبحيي جمهورنا للأهلي النهاردة إن شاء الله وبنتمنى التوفيق والفوز ومكسب إن شاء الله بإذن الله لنادينا النهاردة الماتش الأولاني شفته إزاي شفته إنه تيم ترجي تيم جيد تيم قوي إنما عنده نقاط ضعف كنا ممكن نقدر نستغلها حاولنا إن إحنا نشتغل عليها بشكل أو بانت في بعض الأوقات وفي بعض الفرص اللي اتخلقت في بداية المباراة خاصة شفت إنه عندهم بعض المساحات وبعض الأخطاء في التمركز في خط الظهر خاصة شفت إنه عندهم دفاع هجومي هو عايز يشتغل به أو بيحب يشتغل به من أول من أول ما يشتغل مع الترجي وده باين في النتائج بتاعته كلها سواء في المجموعة أو من قبل أو في الأدوار الأولانية كل ده بيباين بيباين شخصية التيم التيم الترجي تيم قوي زيما قلت إنما التيم النادي الأهلي قادر على إنه يتخطى هذا الفريق وبعدين في حاجة تانية إنه التيم النادي الأهلي عدى المواقف دي أكتر من مرة عداها نا بس يا كابت المجدي الآن معنا كوليس طبعا النادي الأهلي ومعسكر الإقامة في تونس بين حالة التركيز بين كان في البداية سعد سمير وبعده أحمد الشناوي وديوليس سليمان وحمودي وحوار خاص لكل مركز طبعا الكلام ده حصري على قناة النادي الأهلي كل لحظة بلحظة كل حاجة تخص فريق النادي الأهلي هتلاقوها على قناتكم قناة النادي القرن الحوارات الجانبية كتير ولكن حالة التركيز كبيرة كابت المجدي طبعا اللعيبة عندها شحنة معنوية ضخمة في الفترة اللي فاتت الجمهور وحضور ملعب لملعب التيتش طبعا ده يوم الأربع آخر تمرينة قبل الصفر كل ده بيدي للعيبة شحنة معنوية كبيرة جدا أكيد وهو ده اللي بيخفف من وطقة الحمل الإعداد النفسي للكوتش حسام حسام ده النهاردة مش مطالب به أنه يحفز اللعيبة أكتر من أنه يهديهم شوية لأنه كل واحد في المباراة اللي زي كده ودي صفات اللعبة النادي الأهلي كنت قلتها بالكده وبقولها على طول صفات اللعبة النادي الأهلي ده من صفاته المهمة أنه بيتحمل مشؤولية فكون أنه هو موجود في الظرف ده أكيد هو عارف بتحديد ضغط ده وفي ابتسامة ابتسامة دي بتعكس حاجات كتير أوكت المجد أكيد أكيد يعني ابتسامته للكاميرا بتعكس نظر التفاؤل بتعكس نظر السقة ودي شريف إكرامي يظهر في الكدر الحاجات دي بتعكس صورة للجمهور اللي بيتفرج بتعكس صورة للعيبة تيم النادي الأهلي تيم كبير أعضاء لعبة النادي الأهلي أعضاء فريق النادي الأهلي لعب أكبار مدرب النادي الأهلي مدرب كبير اسم النادي الأهلي بينعكس على كل اللعبة مهما كانت أحجامهم الصغير بيبقى كبير وكبير بيبقى كبير قوي فده مهم جدا لعبة النادي الأهلي أو تيم النادي الأهلي النادي الأهلي باطل وعنده صفات البطل ومن صفات البطل هي تخطي الصعب إنه مواقف الصعبة اللي بتبقى بيقابلها إنه بيتخطاه بيتخطاهاش بكلام أنا هرجع لي المحطات الصعبة مع الكابتن مجدي ولكن هنذهب إلى تونس وزميلنا أمير إيشام مرئيس القناة النادي الأهلي أمير زيك الأول وطميننا على حالة الفريق أنا أستاذ محصن لملوم سكرتير تحرير الأهرام الرياضي براح بك في البداية أهلا بك يا شهر جامير مباراة صعبة جدا ومهمة جدا بنسبة لنادي الأهلي خصوصا بعد التعادل الإجابي في مصر 2-2 رؤيتك المباراة شايفة زي والله على حزب الوراء بتقول إن المباراة صعبة بأفضلية التعادل للإجابي لفريق الترجي في برج العرب 2-2 لكن الواقع اللي أنا شايفه هنا غير كده تماما بالعكس الضغط اتنقل منع الأهلي وتحطب بكامل برمته على فريق الترجي في معسكر زكاة الأمور أنا شايفها في معسكر نادي الأهلي فيها كثير منصقة يمكن بسبب الخبرات والتاريخ الكبير نادي الأهلي وصابق الأحداث العملها نادي الأهلي في تونس وفرادس وقدام الترجي بالتعديد في المقابل في نادي الترجي في خلانا نتكلم عن الأهلي الأول انت متابعة زينا تدريبات الفريق شايف ممكن التشكيل يكونه أقرب وشايف الروح بالنسبة لعاب نادي الأهلي ازاي والله روح عالية جدا أنا حتى مستغرب منها يعني ده فريق أكن ما فيش اتنين اتنين في المقابلات الزهاب مباراة مفصلة تماما الأهلي داخل ما عندوش هدف ما عندوش غري إلا هدف واحد هو الفوز ولا شاء آخر ما فيش تعادل ما فيش إن شاء الله هزيمة التشكيل يعني كابتن حسام زي ما عراك عرف أنه متكتم عليه شوية يعني ما عتقدش هيخرج كتير عن تشكيل المباراة الأولى اللي كانت من الأسبوع في بروج العرب يمكن كابتن سعد سامير جاهز بالنسبة 80 يمكن 90% هو اللي يشارك لقدر الله مهد عشان كده هم مجهزين الكابتن محمد نجيب وجاهز طبعا محمد نجيب فرموت عليه بسم الله ما شاء الله مش بعيد أو يعني زي لعبة تانية يمكن يكون في بعض التغيرات البسيطة بالنسبة لوليد سليمان مؤمن زكريا غير كده وايا كان بالمناسبة مش هتفرق كتير القوام الأساسي موجود لنا دلالي ده ما فهوش أي مشاكل خالص نحن معسكر في التراج بقى وبرضو كنا بنحاول نتباحهم نشوف أخبارهم معرفنا أن فيه صبتين سواء طهيسين الخنيسي مؤسس بن شريفية آخر أخبار إيه بنسبة والله غالبا خلص معوز بن شريفية غالبا مش هيلعب بنسبة 90% أو حتى اللحظة اللي بكلمك فيه مش هيلعب ده يعتبر فرصة كويسة النادي الأهلي أقول لحراك ليه لسببين أولا الحارس البديل اللي هو علي جمال ما شاركش خالص بأول فترة يمكن حتى عندنا مثلا في النادي الأهلي حمد الشناوي شارك أحمد عدرب أنا مشارك لكن علي جمال ما شاركش خالص فدي طبعا مشكلة بالإضافة أن كان معوز بن شريفية بسقله وخبراته كان بيدعم يغاني صبورت كبير جدا للدفاع الدفاع الترجي بيعاني من تزابزب في الفترة الأخيرة يمكن شوفنا في المرشرة الأخيرة دايما بيستقبل أهداف بسبب الدفاع بس كان كان معوز بن شريفية كان دايما بيعمل صبورت للدفاع غياب معوز بن شريفية هيأمل مشكلة في الدفاع يمكن حتى دايما خل فوز بن زارت اللي هو المدير فن الفريق الترجي يغير منتصر الطالب اللعب الشاب اللي كان تسبب في ضربة الجزاء مع والده زاره في الضرر في المطش الأولاني واستبدله بمحمد علي المشاني اللي هو مدافع زو خبرات كبيرة ممكن يواجه خبرات النادي الاهلي كذلك برضو التغيير التاني اللي عنده طه ياسين خنيسي هو جاهز بس مش بنسبة مية في المية طبعا هو ما أعلنش عن تشكيله لسه ما سمعتوش لحد دلوقتي ولكن من الأرجح أنه هيأعدوا على الدكة لو استعام به أو لو يحتاجه وفي المقابلة هينازل بدلو هياسم الجوين ده مهاجم كويس وممكن يقدر يعمل حاجة بس هي بالمناسبة يعني أحب أقول أن في المعسكر الترجي ما فيش السقة اللي موجودة عند النادي الأهلي بالعكس فيه خوف ولا كانوا متعادلين في تعادل الإجابة في المرش الأولاني إلى ميست ده من الشارع التونسي من المشاجعين الترجي من فريق الترجي نفس الأخبار اللي جاينا من هناك لأنه عندهم تخوف يقد يصل إلى الرعب من السيناريو الأهلاوي المعتاد التأهيل الدفاع بس يتقرر نتمنى تبقى رادس التتش إن شاء الله النهاردة إن شاء الله رقعتك إن شاء الله الأهلي يكسب بإذن الله أمنياتي وليس التوقعاتي الله أعلى شكرا سيد محس لسه مستمرين معاكم مشاهدي متابعي قناة الأهلي في كل مكان أيضا معاي في هذه اللحظات أستاذ محمد رمضان مدير التنفيذ لشركة راعي ملابس النادي الأهلي أستاذ محمد برحب بك في البداية ومتواجد عشان تأذر أكيد الفريق في مباراة صعبة زي أهلا بك عمير وأعلم بكل قناة الأهلي وموجودين طبعا مع النادي الأهلي كان إن شاء الله في المواقف المهمة لزي دي وبإذن الله كل التوفيق النهاردة وللنادي الأهلي وعمل نتيجة إجابية بإذن الله شايف أجواء تفاقولية شوية بنسبة لعبية والجهاز الفني أنتم متواجدين دايما معانا هنا في مقرر الإقامة رؤيتك بشكل عامل الأجواء هنا في معسكر نادي الأهلي قبل المبارا هو في تركيز وده المهم من مطش مهم لنادي الأهلي نتيجة لكاتفة مصر مش أنه نتيجة كويسة ولا بحش أنه مطشات زي بقلي والتراجي كفريتون كبار في الوطن العربي مطشاته ما فيهاش تتكاهم بنتيجة نحن شايف من ساعة ما وصلنا أنه فيه تركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللعيبة وكل الموجودين الفرقة مركزة جدا ومحطوض حتى في الوتيال بعيد عن أي دوشة وإي زحمة وده كويس أجواء عشان تخلي اللعيبة تخش في موض المطش من بدري وندي يعني فريق كبير وبيزينا التوفيق عندك خبرة أكيد كبيرة جدا في المجال الرياضي وفي معلقة أكيد عن مطشات قوية زي دي أنت في رؤيتك شايف إلا مطلوب من لعبة النادي الأهلي في مباراة قوية زي مباراة تطرق المطلوب حاجة واحدة أن أنا بنزل بعمتص حماس جمهير كبير عندك حوالي 45-50 ألف واحد يكون موجودين النهاردة خبرات النادي الأهلي بتخليك تروح دايما أن أنت بترعب أول ربع ساعة هاي أهم ربع ساعة في الجيم بنزل ند بند بالراحة وبأمن وسط الملعب وهام حاجة النهاردة وسط الملعب يكون هو مقفل من ناحية نادي الأهلي ما يديش مفاتيح لعبهم حركة كتير وما سيبش الفرودة تتحرك بقى ريحية وما هو لعب على لفصاية جيم لازم أنا لفصاية جيم بتاعي دايما مش من تحت قوي ولا من فوق بس بقى بطريقة ميدانية في وسط ملعبي أنا عشان برضو أدي فرصة للمدفعين ووسط الملعب ورابين من بعض ما يديش مسحة كبيرة لليل عبت الترجي يتحرك فيه وقعتك أخيرا الأهلي بإذن الله إن شاء الله كل التوفيه وإن شاء الله بإذن الله يعدي النهاردة إن شاء الله شكرا نستمرين معاك وطبعا في بعض الأعضاء المتعدين واللي دايما بيأزروا النادي الأهلي في أي مباراة خارج مصر حاجة أحمد عبدالصاد براحب بك في البداية وطبعا كان معتاد موجود دور الأهلي في كل مكان وده شيء يمكن مميز منك أكيد والحاجة عبدالصاد ودكتور عبدالحميد برضو لكن قولي إحساسك كده قبل الممتش وطوقعاتك ومتفائل كنت موجود أنت في 2012 كنت موجود طبعا مع الأهلي وأنا دايما متفائل مع الأهلي أنا بس أريد أريد أن أقول لك حاجة دي الحاجة الوحيدة المتعة بتاعتي إن أنا أتفرج على الأهلي في الملعب في أي حتة في الملعب في العالم يعني كان في مصر أو في تونس وأنا متفائل جدا 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 إن شاء الله وإن شاء الله يكون المكسب للأهلي بس هما إن شاء الله الحداشر راجل بتوعنا ينزله أهم حاجة التركيز نمترك وسط الملعب ده هيدي ناصقة إن شاء الله يعني هكون النتيجة إيجابية لصالح النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله مطلوب إيه من لعبة النادي الأهلي ومن متوقع إنه يتقلق النهار ده من اللعب عندنا والله هو طبعا أنا مش عارب بس صالح هيبدأ أنا مش هيبدأ أنا أحساسي إن صالح حتى لو نزل الشوت التاني هيتقلق شوية وهيبقى أحد النجوم ويمكن يكون أحد أسباب الفوز زي ما بقولك مطلوب من اللعبة كلها التركيز التركيز ثم التركيز وامتلاك الكورة بأكبر فترة ممكنة النقل طبعا والسيطرة أنا متعرف إن السيطرة على وسط الملعب هي اللي بتدي الدفعة الأولانية للمباراة وهي اللي بتدي الفريق اللي يستحوز على المباراة هي اللي بتديله الأسباقية حتى في التهديف إن شاء الله إن شاء الله شكرا دكتور عبد الحميد طبعا برضو أحد أعضاء النادي الأهلي اللي دايما بيقازر النادي الأهلي في أي مكان برحب بك في البداية وأجواء إن شاء الله تفاعلية ومتفاعلين كلها إن شاء الله النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله وأنا حسس المراد إن المعسكر فيه التزام شديد قوي من اللعيبة وفيه انضباط جامد وتركيز وإن شاء الله ربنا ينصرنا بإذن الله وده حتى يعني بعض الجماهير اللي بنقابلها في الشارع اللي هما بتشجع تراجي خايفين جدا من إن الأهلي يقرر انتصار بتاعه إن شاء الله النهاردة بس أنا حسس ليه مش عارف إن الأهلي هيتعادل اتنين اتنين ونلعب درات جزاء ونفوز إن شاء الله عشان اللعيب عايزة تعوض اللحصة إن شاء الله هنفوز بإذن الله ونتقاهل ونيجب الرحلة الجاية إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم برحب بك كابتن أمير وبرحب بفريع عملك كابتن داكروري وكابتن أحمد وتعملين شغل كبير برحب بكل مشهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وطبعا النجم الكبير وزميلي كابتن محمد فاروق وحشني وكابتن مصر طبعا ونادي الأهلي كابتن مجدي طلبة كان معي في الحج وحشني آيامة كابتن مجدي المباراة مهمة الكل في انتظارها وانت بتكلم مع كابتن ربضان والدكتور عبد الحميد والحج أحمد الكل يتكلم في ثقة لعبة الأهلي العيبة واسقة من نفسها العيبة واسقة من قدراتها أهم عامل اللي احنا كلنا منتظرين النهاردة من وجهة نظري التوفيق ربنا لو التوفيق موجود معنا النهاردة بلغة القرى الحظ لكننا خلينا أقول التوفيق لو التوفيق موجود الأهلي هيكسب وهيكسب براحة وبحرية هيقدموا كل اللي هم عايزينه هيعملوا كل هم عايزينه في الملعب التركيز اللي احنا شفناه واضح على اللعبين في التمرين سواء في القاهرة قبل ما يوصدوا تونس أو في اليومين يوم الخميس في ملعب الجامعة الملعب الفرعي وأمس في ملعب رادس في تركيز في إصرارة عند اللعيبة الجهاز الفني بخيارة الكابتن حسام بدري الشغل اللي باين عنهم في الملعب كابتن حسام لما شفناه بارح في ملعب رادس وبيقف مع اللعيبة لعب لعب وبيتكلم وكذلك كابتن أحمد أيوب وكابتن سيد معوض وجود المهانس محمود طهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كرئيس البعثة بيدي سكة بيدي سكة كبيرة للعيبة في مجلس الإدارة معهم وجود جماهير النادي الأهلي كل النجوم وكل الناس اللي بتحب النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي اللي موجودة من مصر كل ده خلف الجهاز الفني واللعبين أعتقد إن شاء الله أنه هيؤدي إلى المكسب وتحقيق نتيجة إيجابية بإذن الله النهاردة نتيجة كيف؟ أتوقع بإذن الله 2-0 للنادي الأهلي شكرا يا صدر شكرا شكرا أيضا معي في عزيزة لحظات أستاذ سراج زكري أحد طبعا المصريين المتواجدين هنا في تونس أكيد مبرى مهمة عايزة أخذ رؤيتك لي إن شاء الله أولا أنا جاي عشان أقول مخاضرة في الطب لكن قبل ما جي قلت له من لازم تحكيزوني في المنش لشي كلنا نقف على الأهلي ونصبورت الأهلي وده فريق مصر ولازم كلنا نبقى معا إن شاء الله وأنا متفائل أنا شايف فيه تفاول كبير بإذن الله توقعاتك من؟ توقعات الأهلي هيسجل هيسجل لأنا للواء يا رب نسجل بس نكسب برضو نسجل ونكسسل نتقدر الله بس إن شاء الله نكسب النتيجة على الله إحنا بنتمنى وبندعو والنتيجة على الله إن شاء الله وبإذن الله هيعدوا الأهلي يا بها عادة من مأزق كبيرة فأنا متفائل قوي وشايف إن النهاردة إن شاء الله نتفرج على ماتش كويس مين ممكن يتألّك من لابت النديل؟ عبدالله السعيد طبعا ده فنان كبير وإنا مش عارفهم أن نزيلوا من هجوم بس لسه مش عارفين تشكيل طوام ما نعرفوش لحد الحقيقة كنت أتمنى أن أمد متع بينزل لأنه بتاع الموقف الصعبة دي إن شاء الله إن شاء الله مكبورين بإذن الله شكرا شكرا طبعا لسه متواصلين معاكم مشاهدين متابعين قناة الأهلي في كل مكان خلينا أقول لكم أن في هذه اللحظات طبعا لعاب النادي الأهلي بيتحركوا للمحاضرة الأخيرة من كابتن حسام البدري اللاعبين واللي أكيد هيعلن فيها التشكيل اللي هبتدي بالمباراة وأكيد هيعلن فيها شكل التكتيك اللي أكيد حفزه خلاص لعاب النادي الأهلي خلال التدريبات الأخيرة وبتحديد آخر تدربين هنا في تونس بالتالي إن شاء الله كابتن حسام البدري هياLeقي محاضرة وفي هذه اللحظات طبعا اللاعبين في اتجاههم للغرفة أو قاعة الخاصة بالمحاضرات وإن شاء الله نتمنى أن الجميع يكون موفق سواء النادي الأهلي أو طبعا بشكل عام طبعا نادي الأهلي كابتن حسام البدري وللعبين وإزاي ما إحنا شايفين طبعا اللاعبين في هذه اللحظات بيتحركوا عشان يحضروا المحاضرة ألهم جدا من كابتن حسام البدري واللي إن شاء الله يكون كلهم موفقين خلال اليوم دوري أبطال الأفريقية أيضا معي في هذه اللحظات دكتور علاء شاكر طبيب المنتخب السابق دكتور علاء برحب بك أهلا بك أهلا بك أكسران طيبين ونمسي على الناس الموجودة في الاستوديو مباراة شايفها إزاي مباراة أكيد قوية وصعبة مع فريق التراجد الناجي الأهلي تملي بيعودها في الأمود الصعبة أنه بيكون أحسن في حالاته إن شاء الله النهار ده يكون أحسن حالاته إن شاء الله يكون كل اللعب موافقة إن شاء الله نبارك بعد المارس إن شاء الله فرصة أنت معي عايزة أخذ رأيك مثلا في حالة ساعة سامير إحنا عارفين إنه يمكن ساعة سامير بعلم من أو التدريب القابل الأخير بتحديد اشتكى من إجهات في العضلة الضمة بخبرتك كده تنصح بمشاركة ساعة سامير في الحالة دي ولا دي بترجع على حاسب حالة اللعب هي بترجع على حاسب حالة اللعب وحالي بالك فيه جهاز طبيب موجود في حالة الناجي أكيد طبعا فيه جهاز طبيب موجود لحاجب بس أبقى أستفيد بخبرة حالة هم موجودين أضر مني بالحالة فأنا مش قادر أقولي الحالة أنا كنت بس مادرش أقولي الحالة إلا أبقى ملعبش عشان ده أكتر حد يحس بالموضوع ده الدكتور والعيب نفسه ونتمنى إن شاء الله الموت بأكوية ساوى تعجي على خير تعطيك منك إن شاء الله الفورز طبعا إن شاء الله تمالي موجود في في زنقة ربنا بيكرمهم ووقفين على حيلهم وإن شاء الله يكون في حسن حالتهم إن شاء الله بلكنا بسينا كلنا إن شاء الله بعد ماشر شكرا دكتور شكرا مع أسر طبعا دي كانت الأجواء هنا من مقر إقامة النادي الأهلي في تونس قبل المباراة هم جدا أمام فريق الترجي التونسي والأكيد بنتمنى فيها أن النادي الأهلي يكون موفق وإن شاء الله يحقق الفوز ومن سما التأهل للدور قبل النهائي وإن شاء الله حصد هذه البطولة الغالية جدا على كل جمهور النادي الأهلي والغائبة يمكن بقالها فاطلر عن دولاب بطولات النادي الأهلي ده طبعا كانت الأجواء هنا في مقر الإقامة لحظات خلاص أو بعد المحاضرة بتحديد حوالي عشر داقة أو ربع ساعة حيتم تحرك الفريق أو الأوتوبيس الخاص باللعبين في اتجاههم الملعب رادس استعدادا لهذه المباراة الهمة وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي عودة الستودي شكرا زميلنا أميري شام من رأس القناة النادي الأهلي من مقر بعثة النادي الأهلي في تونس ومقر الإقامة زي ما قال الأمير خلاص آخر محاضرة للنادي الأهلي قبل قبل الذهاب إلى ملعب رادس ملعب المباراة كابتن مجدي أعتقد إن في هذه يعني مراجعة لكل شغل الأسبوع مراجعة تانية لليه اللي هيبتدي والأدوار أعتقد إنه هو طبعا كاتر حساب البدري وبعض من اللاعب عارفين الملامح الرئيسية للتشكيل ولكن المراجعة الأخيرة دائما بتبقى مفيدة يعني هي المحاضرة لما بتبقى أخر محاضرة بالنسبة للماتش خلاص هو ما بيعملش أي حاجة غير إنه بيقول للتشكيل وبيعيد بيدي هنتات صغيرة كده على الكلام اللي تقال طول الأسبوع وكلام اللي تشتغلوا عليه طول الأسبوع وممكن لو حصل إنه عرف التشكيل بتاع التيم المنافس قبل ما يدخل المحاضرة يبدأ يعمل برضو بوينتز كده صغيرة على كم حد معين الجداد لو حد دخل جديد أو أو ما بتبقاش أكتر من كده يعني طب كابتن مجدي هنرجع تاني للقاء الزهاب كابتن حسام البدري في البداية كان النادي الأهلي شكله أكتر من رائع نجاح وسجل هدف ثم عاد الترجي من ضربة سبتة ضربة ركنية هو بيجيدوا ضربات السبتة بشكل كبير جدا وعملوها ويسجلوا منها هدف التعادل بداية الشوت التاني النادي الأهلي جات له صدمة من برضو الضربة السبتة اللي دخلت في مرمع النادي الأهلي وكان من خطأ الحارس ثم عدل الكابتن حسام البدري وعمل تغييرات غيرت طريقة اللعب وغيرت طريقة الأداء غير أحمد الشيخ ونزول وليد ونزول صالح جمعة مسك نص الملعب على الترجل نادي الأهلي أعضاء على العديد من الفرص وأحرز هدف التعادل أنا أعتقد أن التشكيل الأمثل أو كانت البداية الأمثل لنادي الأهلي هي اللي نهى بيها ده كان من وجهة نظر أنا كنت منتظر كده إنه بغض النظر هو دايما كل كوتش حسب الشعور بتاعه أو الإحساس بتاعه بالمنافس أو إحساس بتاعه بلعبته في اللحظة اللي بيعمل فيها التشكيل بتاعه تيم الترجي زي ما قلت لك أولا أنت قلت النقطة مهمة جدا إنه الجول الأولاني جاي من ضربة سابتة من ضربة ركنية تيم الترجي بيتميز أو مش تيم الترجي لوحده كل فرق تونس بما فيه منتخب تونس بيتميزوا باللعب في الدربات السابتة والقرارات الهوائية عندهم أطوال كويسة جدا وعندهم تايمين كويس جدا فده لازم يتقابل بشكل إيجابي ولازم يتقابل بنفس القوة ونفس التركيز ما تحاولش إن إحنا بقدر المستطاع إن إحنا نحاول نقلل الأخطاء اللي حوالين منطقة الجزاء المناطق الخطرة اللي ممكن يتعامل منها القرارات السابتة أو ممكن يتعامل منها المشاكل علينا دي مهمة جدا إنما في نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك إنه هو عنده مشكلة في المسافات أو المساحات اللي ما بين خط الظهر وبعضه وبين خط الظهر بالنسبة للتراجي وبين خط الظهر وص الملعب عنده مشاكل في الحتة دي لازم نستغلها كويس جدا كنت شايفه في الماتش الأولان إن إحنا زي ما بيقولوا اليونانين كده كان عندنا دايما الباصات بتاعتنا فيها يعني فيها تأخير شوية الفنش الباص الأخير الأسست الأخير للمهاجم القبل ما بيوديه على الجول دايما كان فيه تأخير لحظات اللحظات دي مهمة جدا إنها تبقى موجودة ما تبقاش موجودة النهاردة لازم يبقى الباصنج بتاعنا يبقى في الان تايم لأنه غير كده هم بيجيدوا اللعب بالمسات تسالح عشان تضربه لازم يبقى فيه تايمينج مزبوط جدا وأعتقد إنه هم إحنا عندنا القدرات اللي تقدر تخلينا نشتغل ده طيب أنا عايز أسألك كابتن مجدي وحضرتك فترة من الفترات المهمة كنت فيه نادي الأهلي وسط التسعينات دائما النادي الأهلي بيخش فيه موقف صعب يعني الدنيا ما بتبقى سهلة لنادي الأهلي وبيبقاش البصات كده مفروش عشان نادي الأهلي ياخد بطولة كيف يواجه كابتن حسين البدري هذا الموقف تعادل إجابة فيه القاهرة النادي الأهلي في 2012 نفس الشيء تعادل إجابة فيه القاهرة وما لعبش أبورتريكا وما لعبش بركات وما لعبش سيد معوض نادي الأهلي استطاع أنه يحصل على الفوز وأيضا محمد بركات لم يلعب هذا اللقاء رباعي كان في منتهى القوة النادي الأهلي في هذا اللقاء برضو مواجهة صعبة بداية غير موفقة في مطش الزهاب على مدار تاريخك النادي الأهلي دائما كان قادر أنه يعود يا كابتن دي سمات البطل زي ما قلت على حضرتك أنا أول موسم دخلت فيه النادي الأهلي كان صعب أول موسم بالنسبة لي كان صعب جدا فرق 9 بنت وبعدين وصل 11 بنت بينك وبين المنافس الزمانك في الوقت دوت كل اللي بيحصل أن القوة بتتكاتف وتتجامع وبعدين النظرة بتتوحد هنا هنا قوة النادي الأهلي هنا أنه بيوحد النظرة ما فيش اختلاف في وجهات النظرة خلاص إحنا كلنا بنبص من النظرة واحدة كتيم كجهاز فني كإدارة إحنا ما عندناش دلوقتي وأنا يعني أنا أحب دايما نعب المتشات اللي ما تحتملش غل نتيجة واحدة ليه؟ خلاص الهدف اتحدد مسبقا ما عنديش حتة إن أنا أكسب لأ تبقى تعادل تبقى حاول لأ ده أنا خلاص ده أنا أخد قراري إن أنا هكسب فحتة إن أنت تبقى أخد قرارك إن أنت تكسب دي دي موجودة في النادي الأهلي من زمان على مدار التاريخ على مدار تاريخ النادي الأهلي شوف دايما في الديئة تسعين أو بعد الديئة تسعين شوف كم مرة النادي الأهلي بيبقى خسران وبيرجع كم مرة بيبقى بيتعادل في الماتش الأولاني وبيكسب في الماتش التاني اللي بيبقى برما لعبه ده علشان حاجتين مهمين جدا نمرة واحد اللي بيبقى فيه تركيز كويس جدا نمرة اتنين بيبقى فيه استعداد دايما للمساعدة وللمساندة من كل التيم ودي من المميزات المهمة جدا بتبقى موجودة في نادي الأهلي اللي بيبقى تورسها الجيل بعد الجيل ولعيب من اللعيب ده أهم نقطتين هبقوا موجودين في نادي الأهلي احنا نستعرض مع حضراتكو تاريخ بقى المواجهات للأهلي والتراجي دائما الفوارق ما تبقاش بعيدة هو لقاء واحد بس اللي كان فيه 2015 في كونفدرالية ولكن انا هابتدي بداية بقى مشوار نادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وايضا هستعرض لحضراتكو نتائج فريق التراجي في دوري أبطال أفريقيا دور التميدي النادي الأهلي لعب بيتفست من جنوب أفريقيا وفاز بهدف مقابل إلى شيء ثم تعادل في جنوب أفريقيا بدون أهداف ده كان بداية الدور التميدي النادي الأهلي دخل في دوري المجموعات وجه زناكو الزنبي وتعادل بدون أهداف طيب احنا هنستعدد مع حضراتكو نتائج الدور الربع النهائي فريفيارو الموزنبيكي تعادل مع التحاد العاصمة الجزائري أو التحاد الجزائري بهدف مقابل هدف والنادي الأهلي تعادل مع التراجي التونسي بهدفين مقابل هدفين ده اللقاء اللي أقيم في برج العرب سانداونز على الجبهة الأخرى الجنوب أفريقي تغلب على الوداد المغربي بهدف مقابل أشيء في سوبر ستيديوم في جنوب أفريقيا ثم الأهلي ترابلس الأهلي الليبي تعادل في مصر على ملعب برج العرب أمام النجم الساحدي التونسي بدون أهداف ويبدو أن فرق تونس كانت موفقة في التعادل على ملعب برج العرب النتائج بقى طبعا أو المواجهات القادمة هو التحاد الجزائر مع فيروفيارو ساعة السبعة والنصف على ملعب عمر حمادي في الجزائر تراجي الرياضي التونسي والنادي الأهلي المصري الساعة الثامنة بإذن الله على ملعب رادس والوداد المغربي وسانداونز الجنوب أفريقي على المركز الرياضي طبعا في ملعب محمد الخامس في المغرب ده مواجهات اللي هتكون في إياب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا النجم الساحلي التونسي أيضا أمام الأهلي الليبي أو أهلي ترابلس على الملعب الأولمبي في سوسا في تونس ده كل الموجهات هتكون الساعة السبعة والنصف أكمل مع حضراتكم بقية مشوار النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ونروح بقى لدوري المجموعات النادي الأهلي تعادل مع زناكو الزنبي في البداية بدون أهداف ثم واجه الكتن الكاميروني وفاز في الكاميرون بهدفين مقابل لشيء ثم ذهب إلى الوداد الرياضي المغربي فاز في برج العرب بهدفين مقابل لشيء قبل أن يهزم في المغرب بهدفين مقابل لشيء أمام الوداد المغربي ثم التعادل أمام زناكو في زنبيا بدون أهداف يتقرر مرة أخرى ثم يخطف بطاقة التأهل بثلاثة أهداف أمام القتن الكاميروني مقابل هدف في برج العرب في القاهرة قبل أن يواجه الترجي ويتعادل معه بهدفين مقابل هدفين ده كانت مشوار أو ده كان مشوار النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا نروح لمشوار الترجي ترجي الرياضي التونسي ابتدأ أمام حرية الغيني وفاز بثلاث أهداف مقابل هدف ثم هزم أمام حرية الغيني بهدفين مقابل هدف وده كانت من هزائم القليلة للترجي التونسي فاز في دور المجموعات على فيتا كلوب الكونجولي بثلاث أهداف مقابل هدف ثم تعادل بدون أهداف أمام سان جورج الإثيوبي في إثيوبيا ثم تفوق على سانداونز الجنوب الأفريقي في جنوب أفريقيا بدون أهداف وتعادل معه في تونس بدون أهداف قبل أن يتعادل مرة أخرى مع فيتا كلوب يتعادل مع فيتا كلوب بهدفين مقابل هدفين ويتفوق على تانزوج الإثيوبي بأربع هدف مقابل لشي ثم يتعادل مع النادي الآلي ده كان مشوار الفرقين في دوري أبطال أفريقيا إلى حد ما في تقارب بعض الشيء في تاريخ المواجهات الـ 15 مباراة اللي واجهوا فيها الفرقين أمام بعض خمسة فوز للنادي الآلي أربعة فوز للتراجي بقول لحراركو النتائج متقربة إلى حد كبير تعادل ست مرات والهزيمة طبعا التراجي خمس مرات والنادي الآلي أربع مرات 16 هدف أحرزه من النادي الآلي 10 أهداف بيحرزهم التراجي التونسي النادي الآلي دائما على مدار تاريخه تبقى كورته هجومية تونس على مدار تاريخها بتبقى إلى حد ما متحفز أكبر نتيجة زي ما قلت حراركو في نسخة 2015 النادي الآلي فاز بتلت أهداف مقابل شيء ده كان على ملعب الجيش بي اس ويس وكان عبدالله سعيد أحرز هدفين ومؤمن ذكرية أحرز هدف وبالنسبة للتراجي أفضل النتيجة حققها هي 1-0 في 2011 حسام عشور أكتر لعيبة مشاركة بيه 11 مباريات وسامح أدربالي التونسي شارك فيه 3 مباريات طبعا هنا تاني مجموعة الرابعة 11 نقطة النادي الآلي كتعاهل لهذه المقابلة وأول المجموعة التانية 12 نقطة حتى فارق النقاط كابتن مجدي مش كبير مواجهات كتيرة جدا ما بين النادي الآلي وما بين التراجي التونسي النادي الآلي نجح في التفوق بس فرق مرة واحدة في التفوق ودائما الأهداف ما فيش غير مرة واحدة النادي الآلي كسب تتصف عشان كده المواجهة تبقى صعبة من هنا تتيجي صعوبة المواقف عشان كده المباراة النهاردة هتبقى فيه نقطة مهمة جدا هتبقى في صالح التوانسة أو في صالح فوز بن زبتي إنه داخل المباراة وفي ذهنه التاريخ القريب للنادي الأهلي مع الفرق التونسية وخاصة مع فرق الترجي والنجم فهو حتى في المؤتمر الصحفي النهاردة بتاعه بيقول قبل المباراة أنه مشقع في فخ النادي الأهلي فخ النادي الأهلي اللي هو بيتكلم فيه اللي هو وقع فيه قبل كده منه الترجي برضو والنجم الصحيلي أو مدربين تانين فهو بيتكلم من إيه هو الفخ بتاع النادي الأهلي فخ بتاع النادي الأهلي أنه هو بيبقى جاي وعنده ممكن بعض الشعور بأن المباراة تنتهت أو على الرغم من التعادل في القاهرة فبيبقى عنده أريحية شوية بالزبط أو أنه هو الماتش هيبقى في أول ربع ساعة بالذات هيبقى فيه منافسة جديدة جداً ما بين أخد ورد لمين اللي ياخد زمام المبادرة في زمام المبادرة هنا أعتقد أنه لازم يحصل مفاجأة هنا من كل كوتش للتاني المفاجأة تبقى عن طريق الفورميشن بقى أو تبقى عن طريق لعيب معين بيبدأ به التاني ما بقاش عامل حسابه أو عن طريق تريكة ممكن تبقى نشتغل بيها في وسط الجيم أو في وسط الرغم الساعة الأولانية اللي بيها تقدر تمسك أنت الجيم لأنه هيبقى فيه شد وجذب خلينا نقول التصريحات الجانب التونسي من الصحافة التونسية اللي جريدة الصحافة اليوم قالت أن ما بين الأستاذ التونسي فوزي البنزارتي والمعلم المصري كابتن حسام البدري مواجهة قوية جداً جريدة الفجر أبرزت تشكيلة التراج التونسي وقالت أن طاها يسين الخنيسي جاهز أنه يبتدي اللقاء وأيضاً قالت أن معز بن شريفية من الممكن أن يلحق اللقاء على الرغم من أن البنزارتي تلع في المؤتمر الصحي بتحدث عن علي الجمل الحارس البديل جريدة المغرب التونسية قالت أن الترجي الرياضي التونسي فرض سرية تم على معسكره وعلى طريق تدريباته والمغرب التونسية تقول الترجي الرياضي الأهلي المصري المواجهة بناء باب سويقة في امتحان تأجيد الجدارة إذن حتى الصحافة التونسية تعترف بقوة نادي الأهلي المصري ودي نقطة إيجابية جداً لأنه ده هيتصدر ده أكيد بتصدر لعبة نادي الترجي وهم عاشوا فيه بعض منهم عاش الفترة دي وعاش المواجهة الموقف ده تحديداً والظروف دي تحديداً قدام النادي الأهلي هنا أنت عندك نقطة إيجابية ممكن أن أنت تشتغل عليها وتصدير القلق للتيم المنافس على ملعبه لازم تخليه دايماً شعر بهذا القلق طول المباراة دي هتيجي منين؟ هتيجي من بداية المباراة هتيجي من أخذ زمام المباراة من البداية خالص أنك تحطه دايماً تحت ضغط ودايماً تحت قلق ده مفروض مهم جداً بالتأكيد كابتن مجد احنا نتكلم في ناحية الفنية ولكن نطلع نشوف رأي الصحفيين المصريين في مواجهة الأهلي والتراجي ونرجع ونكمل كلامنا الفن خلينا نقول في الأول أن كرة القدم لا تعرفش المستحيل النتيجة طبعاً صعبة جداً على الأهلي كان المفروض أن هو يعني يحافظ على شباك نظيفة تسجل في مرمى جونين ده صعب المهم جداً بس معروف عن نادي الأهلي دايماً أن هو دايماً يعني الأهلي بيلعب دايماً المتشاط الصعبة هو بتاع المتشاط الصعبة هو اللي بيخلص المتشاط الصعبة ودايماً بيفوز في المتشاط دي الأهلي بدأ يتعامل الفترة اللي فاتت شوفنا كابتن الحسام فيه وجوه جديدة وفيه لعيبة جديدة ممكن تغير قاله راح يلعب على المكسب أعتقد أنه هو برضو نفس المبدأ اللي المفروض كان يعمله هنا يمشي به اللي هو يحافظ على مرمى وممكن لو كسب واحد سفر يسعد يعني لازم يحافظ على مرمى جداً ولازم يخلي باله وأعتقد حتة التعادل يعني أحسن من الهزيمة يعني هو محتاج بس اللي هو يعني يكسب بأي نتيجة هو طبعاً ممتش من السهل تلقنا على النادي الأهلي خصوصاً النادي الأهلي تعادل 2-2 نتيجة مش في صلاح النادي الأهلي يعني الترجل أو تعادل هناك 0-0-1-1 بتأكيد سعد ماتشي مرسى أهلي خالص على حسام البدري بس حسام البدري قادر على الصعود عنده تجربة قبل كده الأهلي مر بزرور زي دي قبل كده فرادس عدم منها في مراتين على ما أعتقد على ما أعتقد النادي الأهلي ممكن يكسب الماتش ده 1-0 وهو أجون واحد بس يحسم الماتش الله أكيد الماتش هيبة صعبة قوي وكمان أكيد يعني الصعبة هنا أكتر بعد النتيجة الغير متوقعة هنا النتيجة تعادل 2-2 لكن إن شاء الله الأهلي قادروا اللعبت الأهلي قادرين إن هم يعوضوا ويكسبوا إن شاء الله هناك ويعملوا نهجية كويسة نقدر حتى لو نقدر نختف جون ونكسب إن شاء الله أو ممكن كمان نلعب ويقدر إن شاء الله ربنا نجلب أكتر من هدف كمان ونقدر إن شاء الله نعدي والأهلي مش جيدة عليه يعني الأهلي عمل كده قبل كده مرتين في تونس وصعد وقبل كده خدم النهاية إن شاء الله قادرين طبعا مباراة صعبة خلينا نقول يعني إن هي مباراة صعبة لكن المستحيل في كرة القدم غير موجود الأهلي لا يعرف المستحيل في مباراة كرة القدم في حاجات كتير جدا المنتدى الأهلوية أنا متأكد إن شاء الله الأهلي بعد ما يعود بفوز العالم كله هيتكلم عنها العالم كله تكلم على الرمونتادة بتاعت برشلونة مع بارستان جيرمان مرة واحدة في التاريخ الأهلي هيعمل الرمونتادة دي لرابع مرة في التاريخ لأن يثبت إن النادي الأهلي نادي المواقف الصعبة نادي بطولات نادي كبير بيظهر في الشراء ترجمة نانسي قنقر من هنا كانت البداية المصريين للبطولة راجعين 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 الأروحنا دون ديكم الكاس الله يخليكم يحط الكورة لناجي جده هو جده في المرمدون فعلوها الرجال أولاد الرجال الأهلي يرسم بسمة في عيون المصريين صراحة ذكريات جميلة جدا ترجع حضراتكو كده المستحيل ليس أهلاوي نادي الأهلي قادر 90 ديئة أمام الترجي 90 ديئة حياة قد تمتد 120 ديئة ولكن النادي الأهلي دائما وأبدا قادر أن يقهر المستحيل كابتن مجدي هنخش في طريقة اللعب والتشكيل المتوقع على النادي الأهلي النادي الأهلي كان فيه كلام على موضوع إصابة سعد السمير حتى دكتور علاء شاكر تحدث وقال أنا مش متابع أوي آخر إحداثيات إصابة سعد ولكن موضوع العضلة الضمة قد يربك حسابات كابتن حسام البدري على الرغم أن أيضا الجانب الآخر عنده سبطين طيسين الخنيسي الراجل المهاجم وأيضا حارس المرمى معيز بن شريف يا خلينا ناخد كده نستعرض مع حضرتك التشكيل المتوقع للنادي الأهلي شريف إكرامي في حراس المرمى رمي ربيع محمد نجيب علي معلول أحمد فتحي محمد نجيب طبعا في حالة عدم جاهزات سعد سمير حسام عشور عمر السلية عبدالله السعيد جونيور أجيي وليد سليمان وليد أزارو ده تشكيل متوقع إلى حد جدير أن النادي الأهلي قد يبدأ به في هذا اللقاء أكيد يا كابتن مجدي لك تعقيب أنا مش تعقيب أقدم أنه أقول أنه أنا بفضل أن محمد نجيب هو اللي يبدأ عن سعد سمير لو فيه شخوك حوالي سعد سمير لأن المباراة اللي زي كده ما بتحتاجش مخاطرات حتى من أول دي لازم من أول دي لازم التيم كله يبقى سليم دي نمرة واحد نمرة اتنين التيم ده بس هو وليد أزاره اللي ممكن استخدمه كحل بديل ودخل مؤمن زكريا ويبقى أجايه هو اللي بيلعب نمرة تسعة يلعب راس حربة لسبب بسيط آه كنت زيما أن أهلي الأهلي لعب أمام الزمالك أمام زناك والفرق الكبيرة كان دايما بيلعب بأجايه راس حربة أنا هقول لسبب بسيط جدا نمرة واحد أجايه عنده قدرة واستطاع جيدة جدا على حمل التيم وصعوده من الخلش الأمام محطة جيدة جدا في سند الكورة واستلام الكورة والحفاظ عليها دي نمرة واحد نمرة اتنين آه وليد أزاره آه عنده سرعات جيدة بس استخدامه ساعة استنفاذ بعض الطاقة من تيم الترجي هيبقى أفضل بكتير من أن استخدامه وديه الترجي لسه فريش دي من وجهة نظر نمرة ثلاثة مؤمن وليد سليمان خادوا مبارات زي كده كتير فيستطيعوا أن هم يشتغلوا أو فيه تفاهم حتة الربط هنا النهاردة تحديدا حتة الربط والتفاهم اللي بين وسط الملعب وخط الهجوم مهمة جدا جدا لأن ممكن ما تبقاش الفرص بشكل كبير الفرص ممكن تبقى محدودة وفي أوقات ممكن تبقى صعبة فلازم استغلالها بشكل جيد جدا استغلالها بشكل جيد جدا هيبقى عن طريق أن يبقى فيه تفاهم ما بين لعبة فرص الملعب وخط الهجوم وأعتقد أنه مؤمن وليد مع أجايي وعبدالله السعيد فيه تفاهم كبير وانسجام كبير جدا الحاجة تالتة أنه فرص الملعب أفضل أنه مايلعبش اتنين وقدامهم واحد عبدالله السعيد بيلعب عشرة تحت راس الحربة لا أنا أفضل بيلعب ثلاث فرص بمحور واحد بأحسام عشور وعمر السلاي وعبدالله السعيد على يمينه وشماله هيديني أفضلية كتير جدا في الاحتفاظ بالكورة والاستحواز اللي حاكم في رتن المباراة اللي احنا عاوزينه نعم ده اللي احنا عايزين نبدأ المباراة نبدأ أن احنا نتحكم وناخد زمان البدرة زي ما قلت لك ونحن ننسوء الجيم نحن نقوده نحن ننوديه نتحكم في الرتن التحكم في الإقاع مهم جدا 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 بالنسبة لنا في المواجهات الصعبة طب كات المجدي الاهلي هيلعب به الزي الأزرق هنروح الزي الاحتياطي قلة بديلة هنروح نشوف تقرير على النادي الاهلي وروح الفانيلا أيضا الزرق نطلع نسوف ونرجع ونكمل كلامنا الثاني روح الفانيلا الحمراء شعار رددته جماهير الاهلي في جميع المحافل الدولية لكنه ربما يتغير اليوم لهتاف روح الفانيلا الزرق تلك التي يرتديها لاعب المارد الأحمر في مباراتهم اليوم أمام الترج الرياضي التونسي مساء السبت بمنافسة بدور الثمانية لرابطة دور أبطال أفريقيا نسخة 2017 بملعب رادس ويلجأ الأهل لارتداء زيه الاحتياطي بناء على اللوائح التي تنص على ارتداء الفريق الضيف طاقمه الاحتياطي حال تشابه ألوانه مع ألوان طاقم الفريق المصطديف للمباراة وتأيمنا بالزي الأزرق الذي سيرتديه الفريق الأهلوي في موقع ترابس اليوم فإنها وش السعادة حيث حقق الأهل سبع انتصارات تاريخية خلال ارتدائه القميس الأزرق والبداية كانت مع الزيب قيمة بركات وتحديدا أمام اتحاد العاصم الجزائري بملعبه بذهاب دور 16 لرابطة دور أبطال أفريقيا نسخة 2005 ليعود بطل مصر بفوز غالي من الجزائر ثم عزف الأهل سيمفونية كروية ممتعة بملعب رادس أيضا ولقن الترق التونسي درسا في فنون كرة القدم ويتوق بطل مصر بلقب رابط الدور أبطال أفريقيا نسخة 2012 على حسابه بهدفين مقابل هدف حمل توقيع وليد سليمان ومحمد ناجي جدو ويخطف الأهل انتصارا ثمئنا على حساب القطن الكاميروني بملعبه بمدينة جاروة في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2014 ليخطو بطل مصر خطوة كبيرة نحو تحقيق أول لقب بالمسابقة في تاريخ الأندية المصرية ثم كرر الأهل انتصاره على الترج الرياضي التونسي بمنافسات الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2015 فعقب ثلاثية النظيفة أمطر بها المارض الأحمر شباك نظيره التونسي بمنعب السويس عاد ليفوز عليه في رادس في إطار دور المجموعات للمسابقة وذلك بهدف دون رد سجله الغاني جون عن طوي وسبق وفاز الأهل بهدفين دون رد على حساب مولدية وهران الجزائري بالجولة الثالثة والأخيرة لبطولة النخبة العربية والتي أقمت في تونس عام 98 عن طريق أحمد فليكس وهدي خشبة ليحسم بطل مصر الأقبة العربي عقبة عصر الأفريقي التونسي أمام الشباب السعودي في اللقاء الآخر بالجولة نفسها كل التوفيق للمعرض الأحمر في تخطي عقبة الترق اليوم والتأهل لنصف نهاي دور الأبطال بالزي الأزرق عنوان التفاؤل أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نهاي الحلم نهاي الشامبيون التراج الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الآلي في تار اللي قال يابا السيجند من أجل الشوكيون سليجة الإفريقي سيد حمبي خطيرة جدا السيد حمبي والهدف الأول والهدف الأول نادي الأهلي عن طريق ناجي جده وطورة خطيرة وطورة من وليد سليمان والهدف الثاني مبروك لنادي الأهلي كاس السابعة في السيجلات الأهلوية نروح لطريقة لعب الترجي التونسي ونتكلم مع كابتن مجدي طلبة كابتن مصر النادي الأهلي وباوك اليوناني كابتن مجدي الترجي التونسي عنده قوته في سلاسي خط وسط عنده أطراف على الأجناب أنيس البدري ومن الممكن أنه يبدأ بفخر الدين بن يوسف وسلاسي فرجاني ساسي كوليبالي فرانك كومب دول القوة الضربة الموجودة ممكن نستعرض مع المشاهدين التشكيل المتوقع للترجي التونسي وعايز أسأل حضرتك كيف يضرب النادي الأهلي ويتحكم في خط وسط الترجي التونسي بعدما نستعرض مع مشاهدين تشكيل الترجي التونسي في حراس المرمى طبعا حتى الآن لسه مش عارفين الدين الزوادي وهل هيبقى علي اللمشاني مكان منتصر التربي خليل شمام زهير أيسر إيهاب لنباركي زهير أيمن السلاسي فرجاني ساسي فرانك كوليبالي فرانك كومب وفصيني عفا كوليبالي وأنيس البدري غيلان شعلالي أو فخر الدين بن يوسف وطاها ياسين الخنيسي ده في حالك إذا كان يعني جاهز أنه يلعب اللقاء إزاي كابتن مجدي يستطيع نادي الأهلي التحكم على هذا التشكير الوقت يوموا بيعابوا 4-2 بالشكل الفورميشن الموجود قدامي ده بيعابوا 4-2-3-1 4-2-3-1 في مشكلة بتبقى في وسط الملعب تحت الاتنين الديفندرات لأنه بيبقى العمق ما بين الديفندر الديفندر ستوى وسط الملعب والاتنين المساكين بيبقى فاضي نعم مسافة كبيرة كثير جدا عبدالله السعيد في وراهم استلم أكتر من مرة أو كان أي حد ما كان بيدخل وراهم في الحتة دي كان بيستلم حتى صالح لما نزل وصالح كان عامل مشكلة في الحتة دي أو لما نزل في الحتة دي فإحنا إنما أنا بعتقد أنه ممكن يبدأ بفخر الدين يوسف ما يقعدوش لأنه هو في الأول وفي آخر عارف أن علي معلول بيهاجم كويس جدا وعارف أن أحمد فتحي بيهاجم بشكل كويس جدا وشكل إيجابي جدا فممكن يكون من التاكتك بتاعه أو الاستراتيجية بتاعته إنه يوقف الاتنين دول عن طريق المبادرة في الهجوم إنه يبدأ ضغط من البداية خالص عارف أن كابتن حسين بدري بيدرب الدفنس بالبكات زي ما حارك قلت فيبدر كابتن حسين بدري عايز من المحاضرة والذهاب إلى ملعب اللقاء كل التوفيق للأبطال كل الأمنيات على رجال النادي الأهلي دائما قادرون على حمل المسئولية لواء نادي القرن ما هوش حاجة سهلة ولكن كل نجوم النادي الأهلي عبر التاريخ كانوا قادرين على حمل هذه المسئولية وإن شاء الله يفرحوا الملايين والملايين من عشاء النادي الأهلي عبر مصر والعي إن شاء الله بإذن الله كامل كابتن ماجيو كنا نتكلم على التشكيل أقول أه ممكن إنه يبدأ بالمبادرة بتاعته إنه يبادر ويبغت النادي الأهلي بالهجوم من البداية خالص إنه يحسس إن الاثنين الأطراف علي معلول وإحمد فاتح إنه النهاردة ملكو الشغل على قدام النهاردة يبقى مؤمنتكم صعبة جدا ده مش هيهمنا أنا أوي أو مش هيفرق معنا قوي قد ما إني أتحكم كويس جدا في فوسينيكو ليبالي وفرانكو كوم لأن الاثنين دول عندهم قدرة جيدة جدا في التمسك بالزمام بالأمور في وسط الملعب يعني بيجي بدافعوا كويس جدا بدافعوا كويس جدا وبيمرر كويس جدا في التوقيت بتاعه بيحافظوا على كورته كويس جدا تحت ضغط بيحافظوا على كورة تحت ضغط كويس جدا فدي لازم يتعمل عليهم سؤالك هابتنمجي اللي حريك كنت هتقوله أضغط عليهم ما سبهمش رياحية في أن هو يسلم ويسلم ده لازم عشان كده أنا قلت في البداية من شوية قلت لحضرتك أنه أول ربع ساعة هيبقى فيه أخده رده وهيبقى أنا بتوقع كده أنه هو يبقى عايز يعمل ده عشان يوقف أحمد فتحي يوقف علي معلول وفي نفس الوقت أنا هبقى ضغط عليه في نص الملعب علشان أنا اللي أخد وصل الملعب رئيس النادي الأهلي المهندس محمود طاهر وكان داعا كبير جدا لبعث التفريق النادي الأهلي في تونس وحضر التمرين وكان دائما يحفز اللعبة تصرحاته كانت في منتهى التوازن تأكيد شيء إيجابي جدا إن شاء الله ينعكس على روح النادي الأهلي فيه وتركزهم في هذا اللقاء إذن كابتن مجدي أنت ترى أن كابتن حسام البادري عليه أنه يدي بتعليمات لفريق ترجل تونسي كوليبالي وفرانكوم بالضبط كده مع دخول لعيب المدافع العكسي الوسط الملعب مع الجناح بتاعه عشان نعمل كسافة عدد دي في وسط الملعب يعني الكرة لو ما نحي تليمين ببقى علي معلول بيبقى داخل دوم جوه وسط الملعب مع مقم زاكرية أو وطفر اللي هيشتغل من على الطرف إذا كان أجايزة ما محدود هنا أو وليد سليمان لازم يخش نعمل كسافة في وسط الملعب بشكل كبير جدا اللي بيها نقدر نستطيع إن احنا نستخلص الكرة بأسرع وقت ممكن ومنها بعد كده نبدأ نشتغل بتاعنا الشغل بتاعنا لاستحواز أنا ما يهمنيش الشغل بتاع الكاونتر أتاك في البداية قد ما يهمني أنا كماجدي دي بالوقت بأكلم كماجدي قد ما يهمني إن أنا أستنفذ طاقة كبيرة جدا من تيم نادي التراجي أنا عايز أستنفذ أكبر كمية ممكنة منطقته على مدار التسعين دي عشان يبقى عندي سهولة بعد كده في ضربه نعم عشان عايز تعمل أنه أنا أسيطر على سيطر على مجرات الجيم وافتح صغرات عايز أسيطر على مجرات الجيم وعايز أصدر له إحباط إن النهاردة مش يومك النهاردة يومي أنا ده هيبقى عن طريق أنت عارف ده الفلوسفية دي بتتاخد حتى من الدايرة وانت بتتمرن نعم بتاعب خمسة ضد اتنين نعم لو أملت عشرين نقلة خمسة وعشرين نقلة بيبدأ الاتنين اللي جهوا الملعب بيحبطوا بيتعصب على سميل وبيتدايق بيحصل بيخرج عن شبه أنا عايز أصدر له ده كمان عايز تعمل زيادة في الوسط الملعب الملعب عشان أعمل كسافة ويبقى أنا قريب من منطقة جزاء أو منطقة الملنافسة أو منطقة الخطر اللي في تيم التراجي يبقى عندي مسافات تبقى قريبة يبقى الجاري بتاعي أو نسمة الجاري بتاعتي ومساحات الجاري بتاعتي للمنافس هتبقى أقصر بكتير من أن أرجع من تحت وأعمل الزوم بتاعي وأعمل أطول المسافة لو أسلنا المباراة إلى ثلاث سيناريوهات السيناريو أول البداية أول عشرين دي حضرتك ترى أن دي يبدأ ضاغط ثم يستحوز على الكرة ويبتدي يتحكم في مجردات الأمور بالتمرير الكتير ثم الضرب على دي بالضبط التمرير الكتير هو يعني هو هو هيخلق قدام لعبة النادي الأهلي مساحات وهيخلق قدام لعبة النادي الأهلي فرص اللي بيها أولا خلي بقى لك أن إحنا عندنا لعبة بتتميز برؤية جيدة جوه الملعب يعني وليد سليمان عند رؤية جيدة عبدالله السعيد عند رؤية جيدة من تحت في رامي ربيعة عنده رؤية جيدة بتشوف رامي ربيعة أحيانا بيعمل يعمل بس كويس جدا في ضهر فتيم النادي الأهلي عنده دي أو معظم لعبة النادي الأهلي عنده الرؤية دي فوانس إنه هو يبدأ يحافظ يعمل الاستحواز خلاص هو عن طريق الرؤية اللي موجودة مع الاستحواز هيشوف المكان المناسب اللي يقدر اشتغل المكان المناسب كتن ماجدي كان أنا هاخب برضه من كلام حضرتك كان دايماً وليد أزارو بيجري وراء اللاعب خليل شمام ظهير الأيصر لفريق التراجي وحتى استطاع أنه يحصل على ضرب الجزاء وأيضاً عملها في مع كوليبالي على إيهاب لنباركي وضيع فرصة كانت انفرادة اللي مرت بجوار المرمى هللا هيلعب على نفس السيناريو كابتو حسان البدري لو بدأ بوليد أزارو هيشتغل كده لو لو اشتغل بوليد أزارو في البداية هيشتغل كده أو يعني بداية التشكيل بتاعته هتبين لنا إذا كان حسام هيشتغل ضغط من قدام من فوق من البداية خالص ولا عايز يعمل الاستحواز الأول بداية التشكيل لو عايز يعمل الاستحواز الأول وشغل الأول يبقى هيشتغل بأجيه كرس حربة إنما لو عايز يعمل الراشنج ويعمل البرسنج من فوق يعمل الضغط العالي يبقى هيشتغل بوليد أزارو من كرس حربة ويشتغل ويجري وراء ديفنسات فريق التراجد تونسي أيضا عندنا مؤمن زكريا كابت المجد بيجيد إنه يجري فورا في ظهر الديفنس وعندنا ممررين جيدين عندك عبدالله وليد زي ما حردك ذكرت وأيضا وارد إنه يكون لصالح جمع أدوار في هذا اللقاء مؤمن زكريا عنده طبعا إحنا جلنا التشكيل جلنا التشكيل شريف إكرامي علي معلول محمد نجيب رامي ربيعة أحمد فتحي حسام عشور وعمر السلية عبدالله السعيد مؤمن وليد سليمان وليد أزارو جاء كده تشكيل النادي أكرر مرة تانية ده التشكيل الرسمي للنجيب يعني هو نفس التشكيل بس معدأ جايبي يتحط مؤمن زكريا نعم بالضبط هو وليد أزارو هو اللي هيبدأ تسعة ومؤمن زكريا كنت لسه بسأل حضرتك بيجيد إنه يجري في دهر الدفنس يبقى هو دلاتي باني إن حسام من البداية خالص عايز ياخد زمن المبادرة بالضغط من قدام من فوق مش هيدي له فرصة أستاذ أكرر التشكيل لمشاهدين شريف إكرامي في حراس المرمى أمامه رباعي خط الظهر رامي ربيع محمد نجيب علي معلول وأحمد فتحي فضل كابتن حسام البدري عدم المخاطرة بسعد سمير حسام عشور وعمر السلية في وسط الملعب عبدالله السعيد كبليميكر أو اللعب عشرة مؤمن زكريا ووليد سليمان ووليد أزارو في الهجوم مجدي وحدثت وجود محمد نجيب ووجود مؤمن زكريا الحاجة التانية هنا عبدالله السعيد هل هيبقى تحت وليد أزارو ولا هيبقى حسام عشور ودنين زي ما قلنا أربعة تلقتها برضو هي دي اللي بنقول عليها المفاجآت الممكن تتعامل جوا الجيم اللي عن طريقها أنا دلوقتي بلعب كوتش عارف طريقتي وعارف تيمي أنا عشان أخد زمام من بدرة لازم أعمله تريك كزا ما قلت في الأول لازم أتحكم الزيادة هنا أنا والرجل المدافع للاعب له قدامي أنا وهو فأخده رد أنا بروح أو هو اللي بيروح يا أنا اللي بقفه وبستن وبجيبه عندي شد الجذب دوت اللي مبيني ومبينه عن طريق طبعا توجهات الكوتش المدرب هي دي اللي بتخلي التيم اللي بيس اللي عايز ياخد زمام من بدرة هو اللي بيسيطر على المباراة في البداية خالص لو عمر السلية بنحية اليمين وعبدالله السعيد الشمال أو العكس ويبقى محور ثابت حسام عشور يبقى أنا كده عندي خمسة لعيبة في النحية الهجومية عمر السلية مع عبدالله السعيد بإضافة إلى ثلاث الهجوم وليد وليد أزارو ومؤمن زكريا ودخول أحمد فاتحي وعلي معلول في وسط الملعب لحماية وسط الملعب هيبقى جانب حسام عشور أو قدام حسام عشور شوية يبقى أنا كده مسك الملعب بشكل جيد جدا وإيجابي جدا لانتشار بتاعي ده لو موجود بالصورة دي وحافظ عليه بقدر المستطاع ده يخلينا يمسك زيبان من برامل أولها كابتن مجد هل شايف أن النادي الأهلي يبقى فيه نوع من أنواع التصرع ولا يهدى ويتأنى إلى حد كبير ما يبقاش فيه تصرع لأن النادي الأهلي في لقاء الذهاب كان فيه تصرع في إنهاء الهجمات فكان فيه إضاعة للفرص كسيرة عشان كده قلت في البداية خالص ما همنيش إن أنا أعمل كونتر أتاك قد ما همني الاستحواز أنا عايز أعمل أنا لازم أنا كمجد أفضل إن إحنا نعمل الاستحواز بشكل كبير جدا على الأطول فترة ممكنة في المرحلة الأولى عشان نستنفذ منه طاقة كبيرة جدا ليه لأنه أولا هو نازل لازم نكون أنا أتوقع هذا أولا هو متوتر أكتر منك لأن المبارف نلعبه عنده عنده تاريخ مش مزبوط مع النادي الأهلي في المهورات إذا كده وحفلة النادي الأهلي تتحرك إلى ملعب اللقاء بالتوفيق إن شاء الله يكون فرحة كبيرة جدا لكل مصر لحظة بلحظة حضراتكم شايفين لحظة بلحظة طاقم العمل أو طاقم العمل لفريق قناة الأهلي ما بيفوتش سانية ما بيجيبش فيها كل حاجة بتحدث للفريق في تونس وفي كل مكان الصراحة في أفريقيا أو في مصر هذه الحفلة وطريقة إلى ملعب المباراة كابتن مجدي حضرتك كنت بتتكلم أنه ما يبقاش فيه تصرع بيقى فيه سيطرة على مجردات الأمور عشان أتحكم أنا كنادي آلي في اللقاء زي ما بقول أنه هو عنده ألأ متوتر أكتر مني أنا عندي نتيجة واحدة أشتغل عليها هو عنده ناتجتين اللي عنده ناتجتين ما بيبقاش وخصصاً بلعب النادي الأهلي لا ما بيبقاش مستريح زي اللي عنده نتيجة واحدة اللي لازم يكسب اللي عنده هدف واحد هو ده اللي بيبقى أكتر راحة نفسية من اللي عنده هدفين لأنه اللي عنده هدفين ممكن يقولك آه دي أو دي زهنه مشتت ممكن أخسر الاتنين بتشتت بين دي وبين دي وممكن يخسر الاتنين إنما الضغط النفسي اللي هيبقى موجود على تيم آآ الترجي وجمهور تونس صعب نعم جمهور تونس صعب ولعبتوا عرفة كده كويس ممكن تزوم عليه حتة الاستحواس كمان بتاعتي والاحتفاظ بكرة كتير ممكن أجزب الجمهور لي أنا في صف في صف أنا وحصلت قبل كده في مباراة تانية ومحسوم بدري كمان كابتن مصر والنادي العالي كابتن مجدي طلبة شرفتيني ونورتيني وكنت سعيد بجهود حرك معنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك يا حمام مشاهدينا ومتابعينا لسه تغطياتنا مع حضراتكو متواصلة إن شاء الله هنضم لي زميلي عبد الحميد حسن كابتن عبد حميد حسن نميدو في الفقرة الأخرى حضراتكو برضو تردوا علينا وتوقعات الجمهورة على صفحة القناة النادي الأهلي على فيسبوك ما تروحوش بعيد نادي الأهلي حديث اشتركوا في القناة 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 المستحيل ليس أهلويا، ليس عند الأهل، فضل الله علينا تيكاً 2006 و2012 و2022 وحتى السنة 84 بردو بطولة أفراقيا يعني الرجالة، الخبرات، المواقف، كلها مواقف متعودة عليها البطل والدباهي جداً، ليس حجبتك بسهولة والأهل بمن حضر المعروف فرب الله سبحانه وتعالى يا وفا طبعاً، ده كلام سريع عن اليوم وفي نفس الوقت، توفيق الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هنتكلم فيها، بها سباب كثيرة جداً، هنتكلم فيها وإن شاء الله كل خير أكيد، كابتن أساني، هل تصدر شعورك الحام؟ قبل ما نتكلم في أي حاجة طبعاً إحساس بيرجعك للذكريات كتيرة مواجهات كتيرة لعبناها سواء وإحنا لعبة أو مداربين فأنا حاسس بإحساس اللعبة دلوقتي والجهاز الفني وإن شاء الله يكون التوفيق حلفه بالنهاردان، المباراة طبعاً تبقى صعبة لكن نتمنى إن شاء الله التوفيق كلنا يعني هاخد رأيك ابتن سامير وأقول لي أحساسك إيه؟ ده أوتبيس الناد الأهلي، طبعاً وراء دي تبقى عربية السفارة المصرية في تونس إن شاء الله كل التوفيق لك ورجالها في مشوارك أو في المعركة أنا بسمعها معركة رياضية النهاردة 90 دقيقة ولا بديل إن شاء الله عن الفرحة المرتقبة للجمعينة بالأهل يا كبتن سامير قل لي إحساسك العامل إن شاء الله بتوفيق الناد الأهلي، قلنا في ظهرهم، إحنا صبرت ليهم الحقيقة يمكن في حالة للشعب المصري بالتفاؤل، خصوان جمهير الناد الأهلي شفنا الجمهير في ملعب التتش مساندة حقيقة لناد الأهلي لما يكون محتاجه فعلاً بيبقى في ظهره طول الوقت في الظروف اللي الناد الأهلي محتاج جميل فيها بيلاقيها أو خلاني لما الجمهير بتحس إن الناد الأهلي محتاجها هي بتروح له بالضبط من غير محد يقول له أو يعني هم لوحديهم كده وحاسين بالموقف الفريق طبعاً تعادوا الاثنين اثنين هنا برأة صعبة هناك أتمنى التوفيق ويكون الناد الأهلي في حالته النواحي الفنية والبدانية والتوفيق إن شاء الله بإذن الله إن احنا نعمل مبارك ويسا والنتيجة تؤفصل إحنا إن شاء الله يا رب يا رب يعني أنا مبارح عمال أفكر في المباراة وعمال أفكر وليد سليمان وجده وساد حمدي وأبو تريكا وعمال أفكر أبو تريكا برضو وبركات وفلافيو وأعماد متعب وقل الجمعة والنحاس والجيل الكبير ده يعني وطبعاً أجيال قبل كده بتسلم أجيال وعمال برضه أقول ما إحنا عندنا برضو لعيبة إن شاء الله قادرة إن هي تعمل أي حاجة آه صحيح فيه ألأ وفيه توطر وفيه طبعاً الشرع الأهلاء والجميع الأهلوية مرتقب عزين مباراة اللي أنا شايفها مباراة مختلفة تماماً عن أي مباراة وأكيد حضراتكم عارفين الخبايا بتاعتها زي المباراة إن شاء الله إن شاء الله بدعوتكم الصدق إن شاء الله من قلبكم إن شاء الله ناد الأهلي ورجالته يقدروا يحققوا مكسب النهاردة ويفرحوا كل الجماهير اللي بتستناهم كابتر ربيع عزين مواقف مشابهة أكيد عشتها نطبعاً لكن غير اللي شفناه وفي تيكر الأهداف اللي في الأعزاءات الأخيرة موقفين موقف ساد عب حفيز وموقف وليد سليمان وجده وفي نفس الوقت أبو تريكا في السفاقسي وإحنا سنة 84 كنا بداية ناويندي في مصر واحد سفر وجابوا العراج من الكاميرون بها 84 في التمينات كتفيها سنة أخد وحج وبسالة وشجاعة ورجولة وأداة ودقل فينا هدف وصمدنا لحد الآخر ولعبنا بردزاء ورجعنا بالكاس فالمواقف دي مش جديدة طول عمر لعبنا دي الأهل بيتحطف مواقف وطبيعي جداً مش كل مواقف سهلة ولا كلها صعبة خبالك في توفيق وعدم توفيق أصعب مواقف يا كابتن جيك انت شخصياً أصعب مواقف من أصعب المواقف طبعاً يعني مثالي كل البطولات لأن احنا كنا بالواجه في ظروف صعبة جداً في فرقيا برى على الأرض خبالك فيه كنا في الجابون في نقاء فرقيا 85 تقريباً وكنا كنا كذبين في مصر يتسفر والشوت الثاني في الصباح 11 ديه جابوا فينا جوليه كان باين مضغطونا ضغط غير عادي لكن كان توفيق لسهم طبعاً رجولة اللعيبة وأداءهم وتركيزهم والتزامهم وشجاعة الحاكم حمانة فعلاً مع أن فيه كتير جداً كممكن إدي بنا التي ممكن ممكن لكن بصراحة دينا نواقف الصعبة جداً جداً أن نقربه وكنا ثلاثة كتيرة جداً لكن ظروف بقى السحر وظروف الخنازير والحاجات اللي عملوها معناها كانت صعبة جداً جداً ففرقيا كانت في تمنات كلها صعبة في ظروف معيشة وظروف أرض وظروف حكام وظروف جمهور وحاجات كتير جداً لكن تون عمر تركيز لعب الندلاء والتزامهم والمسؤولية الكبيرة على عطقهم تحملوا المسؤولية لعبها لهم دور إيجابي ورقم واحد في المنظومة والمواقف كتير جداً عشان كده أنت صاحب التمن بطولات وده عمل رقم كبير جداً ورقم كياس وعومة بناس أنت ده يدول يبيده على أن أنت عندك رجال يعتمد عليهم ففرقيا عندك رجال تفود في الحديد بهم الله تعالى لنا متفاقلين بإذن الله وكلنا واثقين في توفية الله سبحانه وتعالى ثم اللعيبة والجهاز ودعوات الجمهور وكل مصر قلبها مع الناد الأهلي وإن شاء الله ناردة خيرك بيرقوا بإذن الله تعالى كابتن أسامة قولي ذكرياتك برضو نشوفين وتوبيس رايح للنادي أحساسك وانت رايح للمبارات المهمة قوي المبارات الفارقة يعني المبارات اللي بقى فيها تحديد مصير والمبارات اللي بتبقى عارف قبل الاحتمالات أحساسك كلاعب ألا أحساسك كمدرب طول عمرنا أن احنا نتحط في مواقف زي دي يعني بطولات كتيرة جدا إفريقية أو حتى في الدور المصري في بعض الأوقات كنا بيبقى المبارات بيبقى فصلة مثلا على الدوري مع الإسماعيلي مع الزمالك مع نهائي كاس مثلا نهائي دوري كذا مرة نتواجه في مقابلات قوية جدا 94 معسا مع الإسماعيلي مباراة فصلة وبقى أننا كنا 4 سنين ما بنلعبش ماتش كان كبير وكسبنا 4 4-3 وماتش كان كبير أوي خدنا بيت دوري موقف صعب جدا بيبقى التركيز عالي قوي بيبقى إحساسك من جوه أن أنت ما ينفعش النادي الأهلي اسمه يتهز لازم تبقى مركز قوي لازم أنت تبقى البطل لازم أنت تبقى تفزل أخصى جهد ما فيش نقطة عرق تبخل بيها يعني شعور متناقب أو متداخل أنك أنت عايز تكسب وفي نفس الوقت طبعا عندك بعض القلق سواء بتلعب في بطلات إفريقية في ملعبك أو خارج ملعبك في ملعبك عايز ترد جمهورك برا ملعبك عايز يعني تكسب وتحقق حلم كبير للجماهيرك فطبعا مواقف مردنا بها كتير قوي ويمكن ربيع ذكر موقف بتاع سجارة الجابوني سنة 85 كان الكابتن طه اسماعيل وزي ما كابتن ربيع قال أنه أنه إحنا كنا كسبانين ثلاثة وبعدين الشوت الأولاني تلعب صفر صفر وفي 15-17 دقيقة جابوا جنين المطشي فدل صعب أول غات لما خدنا البطولة بطولة إفريقيا مع كانون يا ويندي برضو نهاية بطولة إفريقيا 84 80 مع الكابتن سايس الله أرحمه كنا كسبانين هنا 1 صفر اتغلبنا الشوترة وانا هناك 1 صفر ولكن في النهاية حسمنا البطولة في ضربات الجزاء بطولات كتيرة جدا جدا كانت الظروف بتبقى فيها صعبة لكن بدكونا بنبقى زي ما بقولوا رجالة نتحمل المسئولية وبنفذ الأقصى جهن لكن دوعا في النهاية النتيجة بتبقى بتاعت ربنا أحيانا كابتن ساميل برضو يعني برضو بنفس المواقف المشابهة للظروف النهاردة أكيد برضو مر عليك حاجات كتير جدا لا إحنا لعبنا قدام التراجي كتير في البطولات العربية ممكن كابتن سايس ما كان معنا وعشارنا فيها التوحيد ده وممكن فريد التراجي كمان كانت أقوى من كده ولعبنا وسط جمهرهم وربنا كرمنا وقدنا أنا أسفنا بقطعك ده خلاص والأتوبيس بياصل الأستاذ رادس أستاذ المباراة إن شاء الله كل التوفيق ليك ورجاله وكل دعوات الأهلوية تاني نقعد أكرر دعوات دي لأن الدعوات دي بتبقى بتفرق كتير قوي تفضل لك يعني على ما تذكر يعني خدنا من التراجي بطولة هناك بطولة العربية هم أخدوا من هنا بطولة العربية بالهدف الزهبي هدف كماتشو وإحنا خدنا البطولة التانية وبيحظ فيها حماس وجماهيري وأمور فنية على الأعلى مستوى تمالي فريد التراجي بيبعندها لعيبة دولية ونفس الظروب برد النادي الأهلي بيبعنده لعيبة دولية فتلاقي الفنيات عالي قوي مع الدلات الجاري كتير فتمالي مباراة التراجي والأهلي بتشهد قمة عربية كبيرة أول أو قمة شمال أفريقيا من وجهة نظري أن النادي الأهلي تمالي في الظروف دي لما بيعوز البطولة بإصراره بضوافع لعيبة الموجودة حاليا أو في الفترات اللي قبل كده بياخد اللي هو عايزه بتموح لعيبة النادي الأهلي وإصرارهم على الفوز النادي الأهلي طول عمره متعاود على كده فالنهاردة نفس الظروف المتشابهة قبل كده نعم ما إحنا كنا بنلعب والظروف الحالية ما شفنا وزي ما تكلمنا قبل كده هدف الكابتل سادة وحفيز في رادس ووش حلو علينا الملعب ده على طول وهدف وليد سليمان وهدف جده وهدف طبعا أبو تريكا في فاكسي في رادس برضو فكل دي مطشات وليها تاريخ وبنفتخر بيها طبعا فمباراة النهاردة نفس الظروف اللي مرت علينا قبل كده وعلى زمينا اللي لعبوا وأحرزوا بطولات في رادس أنا من وقت نظري نحن بنقدي فيه مباريات على أعلى مستوى من حيث الروح وحيث النتيجة والأداء الجماعي اللي النادي الأهلي معروف به فأنا شايف النهاردة بإذن الله النادي الأهلي قادر أنه هو يفوز على التراجي بإذن الله بصراحة أنا بقرأ الأخبار النهاردة يعني أريد عنوان استفزيني وأقول لحضراتكم وأشوف كابتل ربيعي الصدى بتاع الخبر ده ببقى على اللعيب ازاي؟ يعني صحيفة جريدة الصحافة اليوم أن تونسية قالت في عنوانها أو عنوانت النهاردة الصفحة بتاعتها التراجي مصر على العبور وليس أمام الأهلي غير الكبول وتحتها سطرين كده بعد أن أفلت الأهلي المصري قبل أسابيع قليلة من الهزيمة ضد التراجي الرياضي في البطولة العربية التي فاز بها التراجي على أراضي المصرية وبعد أن أفلتها الانتصار من التراجي خلال موعد الزهب في القاهرة فإن الفوز لن يفلت من التراجي خلال مقابلة اليوم يعني عنوان زي ده يا كابتن لو اللعيبة سمعته قبل المباراة لا أنا أقمتلك المستحيل ليس من اللعيب الأهلي اللعيب جهول كده والمقابلات بطول كده والمباراة بطول كده أكتر نادي ففروك الفاس بالبطولة معناه أن عبدو اللعيب يعرف يعني تركيز يعني التزام يعني ثقة وإحنا خلي بالحضرتك إن إحنا عندنا سبقتين مع الترجي إحنا خدنا البطولتين من الترجي على ملعبه في وسط جمهوره يعني أكيد النهاردة إذا كان في جمهور سبعين ثمانين تسعين اللعيب الأهلي متعود عليها إذا كان إذا كان حاجات كتيرة جدا نادي الأهلي نادي كبير بلعبه وبمدربيه وبمهور وبإدارته فيش مشاكل خالص من وجهة نادي الأهلي ولا أي تصريع يميد يؤثر مع لعيب النادي الأهلي فدلك لأن لعبة أنت عندك قدرات خاصة عندك لعيب على أعلى مستوى عندك كده كده أنا من وجهة نادي الأهلي كده لا يوجد لعيب بثباتोل في أفريقيا يركز مثل لعيب النادي الأهلي أو يلتزم مثل لعيب النادي الأهلي أو يدخلوا الإصرار والرغبة مثل لعيب النادي الأهلي تاريخ البطولات وتاريخ الصولات وتاريخ الجولات ويقول كده النادي الأهلي بمن حضر بأي..." إعتزلت لعيب ولكن چطير علم牠 تأثير للأهلي فما أن أصده ليس بال่кими كتاب Dank كlaughing فهي تف Execution هنا طبعا وانا بقول لجمهور النادي الاهلي انتو خلي بانكم معاكم لعيبة رجالة اطمئنوا ان شاء الله يتعالى بس حكتهن ان شاء الرحمن توفيق الله سبحانه وتعالى ثم حالة اللعيب مهمة جدا جدا لكن ما تقلقوش فراجوا بثقة وان شاء الله يعملوا اللي عليهم وطول عمر لعيب النادي الاهلي عارفين ان هما بيحافظوا على كيان كبير جدا وبيدفعوا على كيان لامع جدا جدا مش في افريقيا والوطن العربي وهم بيقدروا ده كويس قوي وانهاردة واسقين بنسبة لعيب النادي الاهلي والجهاز الفني ان شاء الرحمن هيقتلوا فنيا خلال سير المباراة ومن بداية المباراة الاخيرة عشان يفرحوا جمهور مصر كل الواقع منتظرهم وبيدالهم بكل توفيه ان شاء الله يا رب يا رب يعني نفكر كابتن اسامل الناس بتشكيل الاهلي مرة تانية نقوله اكرامي في حراسة المرمى شريف اكرامي احمد فتح ناحية المين واثنين مساكين رامي ربيعة ومحمد نجيب ان شاء الله محمد نجيب النهاردة يعوض وياب ساعد سمير ويكون احسن كمان في طرف الشمال او ناحية الشمال العالي معلول قدامهم اثنين تركزات او ديفندرات حسام عشور وعمر السلية قدامهم عبدالله السعيد علي مينو وليد سلمان وعلى شمال ومؤمن زكريا وقدامهم وليد ازار يعني هسيب حدقة تقول تشكيل الترجي وبعد كده نقول ليه تشكيلة الاهلي كابتن حسامي اختراك تشكيل الترجي معز بن شريفية هو مغير تغيير واحد بس خط الدفاع هاب المباركي زهير ايمن اثنين في قلباي الدفاع شمس الدين الزوادي ومنتصر البدري او مشاني غير مشاني برضو منتصر الطلبي مغيره جايب مشاني وخلي شمام زهير ايصر فيه اثنين وسط مدافع اللي هو كل بالي وفرانكوم دول طبعا افارقة وفي الطرف اليمين بيبقى غلال الشعلاني لنفس المكان اللي لعب فيه وناحية الشمال بدر انيس او انيس بدر اللي هو كان بلعب ناحت احمد فتحي وسعد بقير ده لعب مكان فرجاني ساسي اللي هو بلعب تحت راس الحربة ولعب كويس واشوال ومهاري وكان عامل بطولة عربية هنا كويس اوي وقدام طاها ياسين الخنيسي اللي هو راس الحرب شايف الكابتن حسام بدري يعني كان الهايكل الاساسي فتاعه كان ايه او فكره الاساسي كان ايه؟ الاعتماد على الخبرات الاعتماد على اللعيبة اللي هي قلبها ميت شواء اللعيبة اللي ما بتخافش من وجهات اه مفيش شك اه يعني هو عمل تغيير الاولانية اللي هي اه فيها اضطرار طبعا اللي هي بتاعت محمد نجيب مكان سعد سمير اه نتمنى التوفيق لمحمد نجيب ويبقى عنصر اه قوة مع مع رامي اه في قلب الدفاع لانه هيبق عليهم عبء كبير جدا 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 النهاردة وهيبقوا مؤسرين في نتيجة اللقاء اكيد فنتمنى له التوفيق فيه تغيير اللي هي حصلت ان وليد سليمان بدأ وده كان اه رأيي ناس كتير في المباراة الاولى في المباراة الاولى اه مفيش شك انه اه انه وليد خبرته كبيرة اه اه واخد على المواقف دي كتير لعب في الاجواء دي اه يعني اه عشرات المباراة فكان مهم جدا انه يبقى موجود لانه عنده عنصر الخبرة وايضا مؤمن زكريا عنده اه خبرة ولكن يمكن اه مؤمن زكريا كان بقاله ماتشين ثلاثة لقافة دوري لعب ولا في الماتش الودي اللي هو بتاع الجنة لعب ولا ماتشي طبعا الاخير بتاع التراج لعب يمكن اه مؤمن من اكتر العباء في النادي الاهلي بتاع تجيب جون حتى لو على حسب جونيور اجوية بقى هانا بقى دي اللي انا اعتقد من وجهة نظري كان من وجهة نظري كان يبقى جونيور اجوية هو اللي بادئ زي الماتشي اللي فات ومؤمن على دكة البداية لانه مؤمن كان بقاله فترة لكن اكيد الكابتر حسام عنده فكر معين ممكن عايز يعني يمتع بخبرات شوية دفعت مؤمن كمان بالكباب العبش عنده حماسر وخبراتهم اكتر شوية مؤمن ووليد ممكن مؤمن يعمل جبهة في الدفاعات في النواحي الدفاعية مع علي معلول اكتر من اجاهي احتمال وفي الامام طبعا حاطت وليد ازارو اللي انا شايف انه اختيار موفق لانه وليد ازارو الماتش اللي فات رغم انه اضع هدفين ولكن كان عامل قلق لفرقة الترجي ادري يجيب دربة جزاء ادري يجيب الجون التاني رغم ان جون الناس شايفان انه سأل وحاطتها من على الخط الجون ولكن المتابعة وبرضو حاجة كويس ان انا فرود واجيب جون واجيب ادري بالجزاء وعمل حركة الشوت التاني بالذات لما راح في الجبل اليمين لما عمد نزل كراس حربة فهو مؤثر ولكن يمكن انا الاختلاف الوحيد بس ان انا كنت افضل البداية تبقى باجايه مكان مؤمن مش عشان حاجة مؤمن طبعا العيب اساسي ومؤثر جدا ممكن يبقى ليه دوري النهاردة ولكن يمكن حركة اجايه اكتر شوية بس كنت بتفضل اجايه على حساب مؤمن ولا على حساب ازاره لا انا انا بقول ان ازاره يبدأ من وجهة نظري يعني فيه وجهات نظر تانية مختلف القلبي الدفاع بتوى الترجي التونسي عندهم بطء شوية وبرضو خليل شمام اللي هو الظاهر الايصر ما بيدفعش كويس قوي فكان اظهاره المطش الاولاني اظهاره عنده سرعات وحركته كتير جدا فكان عملوهم ازعاج يعني كان عملوهم ازعاج ليه وجهة نظري انه كابتن سامي تشكلت الترجي لو عايز تعلق عليها عايز تضيف حاجة على كلام كابتن اسامة لا طبعا هضيف طبعا حاجات بسيطة لكابتن اسامة لم الموضوع يعني فرق الترجي فرقة كبيرة وطبعا معهم مدرب مخضرم وقدر ان هو يقرأ مباراة الزهاب بطريقة يعني بروفيشنال شوية وخادر اللي هو عايز المباراة بيفكر بتفكير تاني مباراة العودة في توريس حاجة يعني الحظ كان معي يعني وسوء الحظ من الفرص السالة ده يعناها تفضل يعني يعني ده وجهة نظره هو بيفكر لا لا بجد هو مدرب كويس اكيد هو مدرب كويس طبعا لكن الحظ خدمه كتير جدا حاكم خدمه كتير جدا اللاين منزغ يعني خدمه كتير جدا متكلم في الامور الفنية كابتن نيدو اللي اتعامل بيها داخل مصر هو كمان فكره حاجة في تونس غير تفكيره في مصر ممكن يبقى تفكيره هجوم شوية فاوز البنزيرتي فاوز البنزيرتي يعني مدرب مخادرم عنده خبرات فرق الترجي من سنتين ما كانتش بالاسلوب ده بطريقة لعبه الواحي الهجومية عنده إبداع في الملعب عنده صفقات عمالها جديدة الناس بتقدي بشكل كويس جدا الشكل هيختلف انه هو غير في التشكيله شوية طبعا احنا شفنا يمكن مشاني دخل مكان الطالبي ده كان لعيب عنده 19 سنة ده كان مساك ابتدى المباركي دوت يخش كان مصاب دخلوا تاني التيم بيعتمد على وسط الملعب وسط الملعب اللي في الترجي قوي جدا بيعتمد على اتنين من اقوى اتنين افاركا انا شفتهم لغاية دلوقتي على مستوى الاندية كولوبالي وفرانكوم عندهم ميزة الاستحواز التدور الليع ضغط على الخصب التسليم والتسلم يعني كل دوت لعيبة مميزة انا وجد نظري ان الاثنين لعيبة كانوا مكسب مبارات الزهاب لفرد الترجي انه اعتمد عليهم اعتمد كله في الانتشار والتحرك منور الخطوط فقدر انه ياخد اللي هو عايزه مباراة مبارات الزهاب في برج العرب قدرنا نعمل مباراة كويسة جدا لكن طبعا مش هنتكلم بقى عن التحكيم والسيناريو بتاع المباراة انما احنا ضيعنا جوان وروحنا برضو اشتغلنا نواحج ومية كتير وكان فيه كسافة عددية النهاردة بقى الوضع يختلف كابتن حسام ليه وجهت نظر انه هو ممكن يقسم المباراة تقسيم المباراة النهاردة مهم جدا بتلعب في فرقة تقيلة وسط جماهيرها وسط بلدها فلازم تقسيم المباراة وكابتن حسام ابتدى يرجع للحرس الاديم تالي ابتدى يرجع للمؤمن ابتدى يرجع الوليد العبدالله الناس اللي بتلعب بتحت الفراودة خلينا نتكلم ع الفنيات ونتكلم ازاي كابتن حسام بدري ممكن يدير المباراة والسيناريات المتوقعة كابتن سامير بعد ما شوف برضو رأي كابتن ربيع عسين في التشكيلة للفرقتين يا كابتن ربيع اول حاجة بالنسبة لفريد تراجي هو ما غيرش غير واحد طبعا ساعد البقير اللي هو غيره في اخر ربع ساعة كان مكان عنيس البدري وده تحت رس حر فهو تشكيله ومشاني ده برضو بدل الطلب ده خبرات والعمل البنال تي انتاع اخذاره تقريبا سيبنه السابت ويعتمد على اربعة بلعب اثنين قندمهم كولوبالي وفرانكو كوم دول اثنين اساسيين وقفين في العمق وايس قوي بيعتمد على الاجناح والاجناب واخدالك عنده باكين لومبركي والشمام ده على طول دول اثنين على طول لكن عنده بقير والشعلالي دول الاطراف اللي بيعتمد عليهم وعنده راس حربة الصريح الخنسي طاياسين وتحته البدري هو بيلعب بخبرات بيلعب بسابت تشكيل ولا بقير اللي تحت الخنسي ممكن اه بالتبادل ولان هو نزل بقير واخد ملك راس حربة بكار البدري كان تحت الراس حربة في الموتش ممكن يعني هي التلاتة عموماً فيه تحره دي لعبة كبيرة تبادل المرات خاصة وفيش مشاكل خاصة لكن اذا بتكلم بيعتمد على طريق اجناب عنده اجناب شغالة ودي لما تكلم تشكيل الاه لو لك احنا الحمد لله عندنا بردوش عنده واشفة السلبية ممكن نشتغل منها كويس قوي وبيشتغل طبعاً الخنسي عنده خبرات كبيرة جداً في التحرك وده لازم يراه كويس جداً كلوبالي وفرنك بيلعبها بتستحوس كويس وتستطع كورة وتسلمها كويس قوي ودي بردو اتنين لازم يلعب بردو الشرفية المحارس حارف يلعب بخبرات لكن احنا ان تشكيل انا يعني كنت برضو افضل زي مالكة رسامة ان اجايب اموجود يعني مهمة جداً اجايب انا من وكد نظري يعني وليد ومؤمن موجودين وعبدالله يكون هو الواهم اللي نشتغل بيه لان انا اعاوز اعاوز فرصة استثمرها خلص بيها وبعد كده ارس وانظم اموري واستعمل وسائل اظاره وهي وجهات نظر وحسام اكيد صار 100% احنا بنقول وجهات نظر انظره عنده كتير جالي كتير واحتسرعات وعنده تحرك وعنده وعنده وكان فعلاً صاحب البنانتي وصاحب الهدف لكن احنا لو اعتنظر في حاجات معينة احنا خلي بالك احنا سلاحنا مهم جداً في الثلاثين ديال الاخيرة هما لعبوا ستين ديال احنا لعبنا تسعين ديال لحد الثانية الاخيرة اللي يقى البدنية من على اطراف اكتر مرة في حياتي في النادي الاهلي اشوف الفترة يا خيال دي بالذات ان معلول وفتحي شوارع قدامهم كروسات بالعرض ده الدليل ان هو ورضو اليقطخ البدنية اللي يجب ان تلعب عليها كوي سوي الخماسي متعوص الملعب النهاردة هما السلاح وفوز النادي الاهلي خمسة ضد خمسة الخماسي متاع الترجي والخماسي متاع النادي الاهلي جميد التشكيل متاعلي اللي فرتين الانسب في الترجي والانسب في النادي الاهلي وهو التشكيل ده قوي جداً خبرات السلية في احسن حالاته واللعيب عندنا في احسن حالاتهم ما كانش في توفيع وماتش قائرة عملوا شغل الفني على اعلى مستوى انا من وجهة نظري ان دول بامر الله تعالى الكرة في وسط الملعب ما بين الترجي والنادي الاهلي اكيد اكيد يعني كابتن اسامة البنزيرتي عايز ابدأ المبارات زي يعني يخشيلي في دماغه شوية اه شوف هو ممكن سيناريوهين بس انا اتوقع من تشكيلته دي ان هو قصد بها ناحية وجومهية في البداية جامعة هو ممكن يبدأ متحفز شوية على اساس ان هو جايب جنين ويبتدي يخلي النادي الاهلي لان النادي الاهلي ما عندهش حل لازم يجيب جون مبدئياً النادي الاهلي ما عندهش حل لازم يجيب جون لانك صفر صفر انت بره فلازم تجيب جون عشان تبقى كذبان واحد صفر فهتبقى يعني عايز تندفع للهجوم او عايز تلعب لقدام ممكن هذا السيناريو يعمل بس انا شايف من نزول سعد بقير تحت الطه الخنيسي او زي ما كانت ربيعا قال ان ممكن بدر يسيد سعد بقير سعد بقير في البطولة العربية هنا كان من افضل لعيبة التراجي التونسي اللي هو نزل في اخر ربع ساعة وشاط كورتين هو اشول وهو صانع لعب يمكن فرجاني ساسي لعيب مهم جدا جدا في التراجي التونسي وفي المنتخب ومع ذلك هو اشاله سعد بقير هجومي شوية وبيشوت كتير جدا ممكن جدا سعد بقير مندفع للهجوم اكتر مؤثر هجومي وبيشوت كويس جدا يعني انا فاكر في البطولة العربية جاب فاول من بره التمنتاشر حلو قوي وجاب بشوت على طول يعني فكره على طول انه شوت ممكن يكون ده سبب رئيسي انهم نزلوا فانا من هنا بقول انه هو حيضغط النادي الاهلي من البداية هيحاول يستغل عامل الجمهوري اللي عنده والنادي الاهلي عايز يجيب جون هو هيبادر بالحتة دي عشان يخلي النادي الاهلي فموقف المدافع او موقف اللي هو ممكن هو يخطف فيه جون فيربك النادي الاهلي انا اتصور كده لكن السيناريو التاني برضو موجود لكن انا متخيل ان هو هيعمل كده من التشكيلة اللي هي بتاعت لان بدر انيس برضو العيب كويس اوي اللي هو رقم 8 اللي كان بلاب ناحية احمد فاتحي واتغير في اخر ربا ساعة ده من امهر الناس فيهم الماتش اللي هنا ما كانش واضح اوي لكن اعتقد ممكن بادوره مؤثر في ماتش تونس هو سعاد بقير اكيد يا كابتن السامير كامونة قال ان فوز البنزيرت يا جماعة طور و vérاء الترجج كويس اوي وشتغل عليهم كويس اوي assessment اشتركوا في القناة 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 سفر سفر هو تقريبا سفر سفر يعني هو الماتش بيبقى على شرطين لعبنا شرط أولاني إن شاء الله شرط التاني نكسب وده دائما معاتش فيه حاجة بره وجوه كل المشاط اللعبة دلوقتي لعبها خبرات ولعبها كبار ولعب إن شاء الله عندهم يقدروا يصنعوا الفريق بإذن الله النهار دا يعني استمرين معاك وانضميننا كمان ممكن آخر لقاء هنا من مقر نادي الأهل بالجزيرة قبل انطلاق مباراة الأهل والترجل تونسي بالبد 올 بداية طبعا برحب بيك واخد توقعاتك للمباراة تمنياتك شايف النهار دا نادي الأهل يقدر يحقق الفوز ويحقق بتذكار تتأهل إن شاء الله من الروادس والله الاهلي طبعا متعود دائما بيفجئنا في اللحظات الأخيرة أو في الجوالات الأخيرة فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يكسب النهار دا بإذن الله والعبة رجالة وجمهور وقف جنبه في آخر تدريب فبروح الجمهور دي ان شاء الله نادي الأهلي يكسب بإذن الله توقعاتك ايه تمنياتك للنادي الاهلي ونادي الاهلي ممكن يعمل النار لا احنا النادي بتاعنا النادي عريك وان شاء الله هيكثر بدون سك بإذن الله توفيق كله للنادي الاهلي النادي الاهلي كم كان من النار ان شاء الله 2-0 كم كان ممكن 2-1 شكرا كل الشكر تماما وتأدير لعضاء جميع العميل نادي الاهلي كابتن هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الاهلي بالجزيرة اجواء ان شاء الله تكون تفاولية هنا كالعادة نادي الأهلي حقق انتصار وانتصار مهم ويحصل على تذكرة التأهل من رادسك عادية النادي الأهلي مستمرين معك كابتن عبد الحميد حسن كل مشاهدي ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتختير خاصة لأجواء مباراة الأهلي والترجي التنسي شكرا يا كريم شكرا لكل أعضاء الجمال العمومية شكرا للكابتن هاني عبد المنعم على يعني دورة بتاعة النادي بصراحة جميلة جدا مفرور لكل الأعضاء يعني أماكن كتير يتفرجوا على الماتش فيها إن شاء الله كل التوفيق نادي الأهلي وشايف كمان الأعضاء كمان يعني متفاعلين يا رب يا رب يكمل التفاول ده على خير إن شاء الله عايز أقول لكم أن النجم مصر النجمة محمد صلاح أحراز هدف دلوقتي مع ريفربول ضد مين ضد مين يا جماعة لستر ضد لستر سيتي والله لوحة دماغه راه حمال يعني عذروني ضد لستر سيتي في الدقيقة 15 يعني النجم اللي مشرفنا إن شاء الله أحرز الهدف بالقميص الأحمر إن شاء الله يبقى فقل خير على الأهلوية النهاردة كنت تنسى مين أنا كنت معاك نتكلم على محمد نجيب نتكلم في نقطة مهمة جدا الجانب المعنى وليه مطلوب هو العيب في أي وقت بتلاقيه يتمرن كويس جدا وجاهز على طول طبعا بصفة مستمرة كان بيلعب حجازي قبل ما يسافر وكان فيه طبعا رامي وفيه سعد بيلعب بصفة مستمرة وكانت نحسان معتمد على ثابات التشكيل والتجانس دي نقطة مهمة جدا للمدير الفني عشان يقدر أن هو يمشي بخطوط ثابتة ويعتمد على النواحة الفنية بشكل جيد إنما نجيب من اللعبة الممتازة والنهاردة ليه دور كبير قوي ليه دور كبير من نواحة دفاعية هو وعلي معلول وفتحي ورامي ربيع معهم طبعا شريف إكرامي فيه ربط ما بينهما بين المدفعين هيبقى عليهم حمل كبير قوي في المباراة أنت بتلعب برة ملعبك لازم يكون عندك سابات فعال كويس لازم يكون عندك رقابة دفاعية كويسة جدا الرقابة المتحركة والرقابة السابتة اللي هي كورة السابتة على الإطراف أو الكورنر هؤلاء الناس زي ما احنا بنتكلم شمال أفريقيا كلها مميزة بالكورات العرضية بما فيهم احنا كمان يعني احنا من شمال أفريقيا عايز أقولك الهدف اللي احنا جبناه من الهدر وليد أزارو من كورة سابتة فاحنا زينا زيهم يعني احنا عندنا برضو واجبات دفاعية كويسة جدا وكورات عرضية من نواح لجومية كويسة جدا فدور النهاردة رامي ونجيب نفس الأدوار اللي كانت في مباراة الزهاد بل بالعكس ممكن تبقى صعبة جدا على المدافعين خط الرباعي خط الضهر مع الشفك رامي لازم يكون فيه ربط قوى جدا فيه رقابة دفاعية على الهجوم التراجي التونسي على أنيس البادري وطبعا الخنيسي كل ده نواحي هجومية وكورة سابتة يعني مميزين بيها لازم يكون فيه رقابة دفاعية كويسة جدا لازم يكون فيه تركيز طول التسعين دهية مش فترة بس وأبدأ أسرح لا مهمة المدافع النهاردة أنه هو بالذات الاتنين في القلب رامي ونجيب أنت متحمس جدا وعايش المبارد زينا خلي الحاجات دي باس الأسئلة كده كمش لسه نقول للحذر ولسه نقول النصايح باس كل الأسئلة طيب قبل ما نطلع فاصل أنا هسأل الكابتن ربيع عسين ويقول لي الإجابته بعد الفاصل هسأله ليه كابتن حسام أو ليه كلنا بنحتار نلعب أجيين نلعب مؤمن نلعب وليد نلعب الشيخ نلعب أزارو نلعب أعماد متعب نلعب السلية نلعب صالح جمعة تحت طب عبدالله السعيد فوق سؤال مهم جدا 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 هسمع إجابته من الكابتن ربيع عسين ولكن بعد ما نروح لتقرير من أمير يشام من تونس مع بعض الصحفيين نسمع التقرير ونشوفه وترجعوننا على طول رامي طبعا رواش رامي برحب بيك في البداية هلو سهلا بيك بتتفاقل انت بتشيرت الأهلي في المتشاطة الكبيرة اوه يعني بنحاول كده ان احنا نعلل روح المعنوية عندنا ان شاء الله بإذن الله فإذن الله خير سيبقى المتش ازاي وانت برضو مترجد معنا في تدربات الأهلي وتوقعتك المتش ايه والله انا شايف هو متش مهم جدا وصعب على الفرقتين الحزوز متساوية بين الأهلي والترجي رغم النتيجة في المتش الأولاني انت فاهم الأهلي مش غريب عليه ملعب رادس الأهلي تحطي في مواقف أصعب مني كتير وفي نهائيات ماتش مهم جدا عن نادي هيأهمنا ان شاء الله لنصف النهائي فبإذن الله ان شاء الله كده الأهلي يبين عزمته وإرادته وبإذن الله ان شاء الله نحاق النصر بإذن الله كام ومين ممكن من لعبة الأهلي النهاردة يتقل يعني أنا بقول واحد سفر ان شاء الله الأهلي وأنا شايف ان والد أظهره المتش اللي فات في القاهرة كان متحمس وعايز يكسب عايز يجيب جون فأنا شايف ان شاء الله ممكن يسجل النهاردة بإذن الله إن شاء الله شكرا 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 في حصار اليوم الأمام فريق التراجي التونسي في وسط هذا الحجد الجماهيري اللي التراجي التونسي وبعض الجماهيري القادمة من القاهرة متنون وخمسين واحد أعتقد جايين من القاهرة برضو لما أزارت تقناد الأهلي كده حسام بدري يمتلك من الحلول الكثير والكثير عنده أكثر من عنصر يقدر يسجل أنا أعتقد المتواضع النهاردة طبعا المباراة تبقى مهمة جدا حسام حيعمل الحظر الدفاعي ده مهم جدا بالإضافة اللي ممكن يختفى هدف في أي وقت من القاتة اللقاء ويقدر يتعامل مع المباراة مع المباراة وأعتقد إذا سجل الهدف مبكر يبقى شيء جميل جدا جدا وده اللي نتمنى أن يحصل في هذا اللقاء يسلك صدورنا جميعا يسجل في أوروبا إن شاء الله الهدف يقدر يتعامل مع اللقاء بأمير الهدف يتعامل مع اللقاء وإن شاء الله بعزيمة الرجال يصعد وبعد أكثر من أسبوع بشوية يقدر يجي مرة تانية هنا للمرات سيميفاينال لشانبولوجل الأفريقي وأنتمنى كل التوفيق نادر الآن إن شاء الله ويكون هو صانع الفرحة زي ما هو معاود دمهير مصر دائما أهل صانع الفرحة للكرة المصرية والعربية شكرا شكرا أمير شكرا ايهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2013 الأهل المصري صاحب العلقاء والعرقام القياسية وحامل لقب البطولة في الأخرى الأخيرة أبو تريكو الله عليك يا عبد الناس الله عليك تسلم رجليك أدي عبد الله الساعد تحرك له حلوة وفتحي ودي مطريك الله فرح النصريين يا بطريك ودي الكرة عبد الله يسدد ومطريك الكرة بتخفو كرة بتكفو سلام حلوة عبد الله والدعم من أحمد فتحي وتزيده وجول الدعم يا أهلي حديد الأهلي حديد وانا تقول لي كايدر شيفز وانا تقول لي ماذبي وانا تقول لي حاجة ده النادي الاهلي الذي أمامنا كأس البطولة التي سيحتفظ بها النادي الاهلي للأبد الثامنة مساء اليوم السبت سيكون جماهير النادي الاهلي على موعد مع المواجهة المرتقبة بين المارض الاحمر ومضيفه الترجي التونسي على ملعب رادس في جولة الاياب بدور الثمانية بدور ابطال افريقيا ويبحث الاهلي عن تحقيق الفوز لعبور عقبة الترجي والتأهل الى دور الاربعة بدور الابطال بعد تعادل بهدفين لكل منهما في جولة الذهاب بستادي بورج العرب بالاسكندرية تبدو كفة الاهلي تاريخيا ارجح في ظل تفوقه على حساب الترجي خاصة ان الفريق الاحمر حصد الفوز في خمس مرات سابقة مقابل ثلاث انتصارات للترجي وسبعة عادلات ويراهن الاهلي على خبراته الطويلة في مشواره لتتويج باللقب التاسع بدور ابطال افريقيا مع مديره الفني المخضر حسام البدري الذي قاد الفريق الاحمر للفوز بالبطولة عام 2012 وتبقى اسلحة الاهل الهجومية وخاصة الرباعي عبدالله السعيد والنيجيري جونيور اجايي والمغربي وليد ازارو واحمد الشيخ بخلاف ثناء الوسط النشيط حسام عشور وعمر سولية مع الرباعي الدفاعي المتميز احمد فتحي والتونسي علي معلول وسعد سمير ورامي ربيعة ويظل الترجي منافسا صعب المراس بقيادة مديره الفني فوز البنزرتي صاحب الخبرات المميزة بجانب وجود كتيبة لاعبه الموهبين امثال طه الخنيسي وانيس البدري وغيلان الشعلالي وفخر الدين بن يوسف والافوري فوسيني كوليبالي ويبقى صراع الخطوط مشتعلا بين حسام البدري المدير الفني للأهلي وفوز البنزرتي المدير الفني للترجي في ظل خبرات كلا المدربين الباحثين عن التتويج اشتركوا في القناة 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 يا رب رب تحتمون الاحترام والتقدير بجموع الناجر أهلي لأن الناس تدي خلي بالك الناس في اللعبة نسيب التسجة والتعادل وأعتقد أنها تجيهم جانب إيجابي في التحفيز بتاسم المباراة فده جموع الناجر أهلي الأصيل المقترب اللي بحبنا دي اللي احنا بنحترمه ونقدره ونقول لكل الأجال اللي بتعمل حسابه قويس قوي ودائماً ما عندها الرغبة في الانتصارات وإحراج البطولات عشان من أجل الجماهير جميلة لأهلي أنا بجوجة نظري أحسن جميل في العالم جميلة أصيلة وفية أكيد فعلاً دي دفع كبيرة جداً حاجة جميلة نخش بقى على حاجة جميلة المنظر تحفى حاجة مشرفة يعني ورسالية وسلوكيات اتصرفات وأخلاقيات وندو على الشريف وندو على البادر وندو على كل اللعيبة دي هاي كويس قويس قوي دافع كبير جداً بإذن الله تعالى إن شاء الله لماتش النهار إن شاء الله إن شاء الله ربنا مش مش هيزعع لكم ربنا مش هيضيع تعب أي حد إن شاء الله تعب علشان يفرح حزيز الجماهير نخش بقى على السؤال بتاعنا وفكرك بيه تاني وفكر السادة المشاهدين بيه تاني كنت بقول لك إحنا ليه نحتار إحنا كمتابعين وكمتفرجين وكجمهور وأموماً نقول لك كابت الحسن بدأ يلاعب أشهيه ولا يلاعب وليد سلمان ولا يلاعب مؤمن زكري هيلعب أحمد الشيخ ولا يلاعب حمودي ولا 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 هيلعب مين ولا مين ولا مين صالح جمعة عبدالله السعيد لا السلية طب حسام عشور طب كان قبل كده هشام محمد يعني اختيارات كتير هيلعب أزار هيلعب أحمد متعب أقول لكم الأول بس احتياط نادل أهلي الشناوي في حراس المرمى ومحمد هاني وشام محمد صالح جمعة وعماد متعب وأحمد حمودي وجونيور أجهيه أقول لكم مرة تانية الشناوي محمد هاني وشام محمد صالح جمعة وعماد متعب وحمودي وجونيور أجهيه تفضل لكابت الربيع اخوة الطبيعي جدا ان احنا كل واحد اول وجه يتنظروا في التشكيل النادي الأهلي يملك قدرات يملك 30 لاعب كلهم على قدر واحد من كفاء يملك جوانب بدنية ومهارية وخططية وصفات إراضية ما شاء الله كلهم في وقت معين بيبقوا كلهم في فورمة فيهم وطبريات فطبيعي جدا اننا نحصل في بعض المرأة لكن هو حسام اعتقد الموسم الماضي كان بيعتمد على تشكيل سابت باستثناء إصابة وقف باسترهاق إجهاد استشفى حاجات كتيرة جدا وانت عارف المصريين نزاز جدا كل واحد يوجد نظر في التشكيل ولو انت سابت 90 مليون كل واحد يقول تشكيل معين فالكامتر حسان بدري نفسه هو بس ولا لا يكون فعونه لانه هو قواد كتيرة جدا لكن انا بختار بها لازم اعمل حساب الترجل اول لما بعمل فراء بشوف 11 اللعيب هيخدموني الجوانب الفني هم تحت ازاي لان انا من وجه تظري ان النهاردة الماتش فني على اعلى مستوى من الاتنين المدربين فبدور على التشكيل المناسب اللي اقدر افرد بقى شخصيتي بي واروح به هجوميا وفرديا وجماعيا وادفع بي برضو دفعين هجوميا اقدر الساوز احضر اعمل كل شغل الفني يعني انت مطلوب عندك مطلوب عندك جوانب كتيرة جدا لازم 11 اللعيب اوسامة ينفذوهم فالطبيعي جدا انا بختار اجهز وافضل واحسن خبرات عندي اقدر اواجب بيها انت بتواجه جمهور انت بتواجه خبرات البنزرتي انت بتواجه ضغوط انت بتواجه 11 لعيب برضو على قدر عالي جدا من المهارة وعندهم خبرات لعيبة عارفة طريقة فين في وسط جمهور النهاردة بتواجه ثقة ثقة كبيرة في لعيب التراجي لعيب التراجي الفترة الاخيرة بيلعب بالثقة كبيرة جدا بيكسب اول الدوري كسب بطولة عربية النادي الاهلي اللي اخد اللي هو عاوزه سافر فحاجات كتير من هنا انا ممكن برضو التفكير عندي يبقى كتير وعميق عشان اخضر اوصل لافضل واحسن وانسل 11 لعيب يشتغلوني لان خلي بالك القدر الفني النهاردة كبير الشغل الفني كبير عندك 3 تلات في الملعب مؤمن جدا ان انا التلاتة طولي وعارف لازم اشتغل فيهم صح رايح جاي الكتلة النهاردة لازم تشغل الصح عشان كده على المستوى الفردي انا اختار وعلى المستوى الجماعي لنفس دي شغلي كويس اوي وفي نفس الوقت انا اقدر اعمل 11 لعيب عندهم انسجام عندهم تفاهم ما اقدرش النهاردة بحجم المباراة والمسؤولية فمن هنا ممكن هو انسب واحد للمباراة في الاختيار هو احنا لو قلنا نجيب للاصابة يعني لو ساعدة كان موجود لان نجيب ما كان ساعد للتغيير واختبالك ووليد ومؤمن وهو غير اتنين بس اتنين ده طبيعي جدا يعني التالي ده له ظروف لو ساعدة كان موجود كان يلعب فظروف اتنين ممكن ادخل وخرج من بران بران لانه شايف الدفعات الوجومية بإذن الله تعالى عنده نسب كتيرة جدا فانيها استحواز نسب تميين التحركات واختبالك السيطرة حاجات كتير جدا الحسام البدري يعني بيعتمد عليها لازم يلاقيها في الحداشر نجم اللي موجودين طيب أقول لك حاج لما ليه ما غيرش شريف اكرامي لونه صح لازم يتدي بشريف شريف خضع قدري ما فيش اي مشكلة اي حارس مرما ممكن مش فني لكن الحداشر الانسب الافضل الاحسن الخبرات لان الحداشر ضد الحداشر ماتش النهار بنا يميده بحتاج فنيات كتيرة جدا واجبات هجومية ودفعية لازم اللي يبقى ونقود فيه إن شاء الرحمن يبقى على قدر مسؤولي أكيد يا كابتن يعني كانت فيه لقطة كده بيبو اللي أحمد فتحي هو داخل حاول تجيبها لنا كده عشان اللقطة دي أو اللقطة دي ارجع ارجع بيها شوي كده أحمد فتحي طبعا هو ماشي بالسفحة على طولة جماعة أحمد فتحي ما شاء الله علي ربنا يحميه رب ويبعد عنه أي حاجة وحشة رجل من رجالة نادل قالي لما لقى الكاميرا رح مدخل السفحة عشان محدش يقول إيه أحمد ظاهر بالسفحة قدام الكاميرات والكلام اللي حضر لكم عارفين ده يا كابتن ربيع حاجة 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 كمّة في احترام النفس وكمّة في احترام الزيت ومش هتلاقوا الكلام ده يعني يا رب بكل عيبة تبقى كده لكن مش هتلاقوا الكلام ده فعلا غير من النجوم بتاعنا اللي عارفة فعلا ربنا وعارفة إن هي قد إيه وراء جمهور وقد إيه عايزين سكت ربنا فيهم وقد إيه بيراعوا ربنا في شغلهم بصوا اللقطة شاف الكاميرا رح مدخل السفحة تاني يا كابتن أسامة لقطة حلوة يا بي فصراحة يعني لفتت نظري عشان يطلع قدام الكاميرا عادي جدا محدش يقول أصلا أحمد ده ماشي بالكاميرا عشان شو بص أحمد فتح ده نموذج نموذج وكنت تتمنى يعني طبعا أنا دربته تتمنى مية لعيف زي أحمد فتح بأمانة مهما كان بتلاقيه في الملعب حتى لو في يوم مش موفق فيه بيبزل أقصى جهد مركز جدا تدريبه نموذجي متواضع بصراحة يعني نموذج للنجم فعلا إنك أنت يعني تتمنى بقولك في فرقيتك يبقى في مية تحمد فتح أك대�I يعني اللقطة الهدف اللي مش عايزين نشوفه خالص اللي haya الغلطة شريطa شرييف إن شاء الله ما اغلطاش أبدا لما كاميرا جابت شريف الناس ما شيفتش والشا احمد فتحي أديي الأسا والحزن لما الجون تدخل يعني لو خدتوا ب1000 Great ك wiel Bravo مش عارف عاولنا هل أعز twitter أمانت بقولك نموذج لأنتهات كانت لما كنت شغال مع مستمرتي يقول بعد التدريب بتطلعوا بالعافية من الملعب تلاقيه يقعد يعمل دربات سبتة وتلاقيه يقعد يزود ويخش الجيم يعني ربنا يحفظه يعني موزج اللاعب كرة القدم بصراحة يا رب كابتن أسامة يعني اديني خبراتك للعيبة نص ملعب النور لو مع كابتن حسان بدري أو أنت أعدت مع السلية وأعدت مع حسان عشور أعدت مع عبدالله تقول لهم إيه إيه أبرز النقاط اللي ممكن تتأكد عليهم النور ده في هذه المباراة المهمة بس سريعا أنها عقب على حتة اللي هي الجزئية أنت تقولت ما فيش شك أنه في حكمة على طول وإحنا كلنا عارفينها ليقولك لولا اختلاف الأزواخ لبارة السلام كل المدربين وكل النقاط كل واحد بيبقى ليه جيت نظر ما فيش شك أنت بالتفكير اللي أنت بتتبعه باللي أنت تعلمته من مدربين باللي أنت شفته في مواقف كل واحد بيبقى عنده حاجة مختلفة عن الآخر بيبقى ليه وجهة نظر شايف أن اللعبة دي ههلة هتنفذها له فمش ممكن هتلاقي ناس نادرا يعني لما تلاقي اثنين مدربين مثلا متفقين على الحداشر بالزبط وإذا لقيتها في مباراة مش تلاقيه في مباراة أخرى فبعض الاختلافات بتحصل ولكن بتبقى بالذات مع المدربين بتبقى بسيطة يعني يمكن رجل الشارع الأمور مختلفة شوية لكن لو أنت جبت مثلا كابسامير كابتر ربيع وانا وكايمنا عن التشكيل وانتا هتلاقينا مختلفين واحد هايقول أزارو يبدأ لا أجاي يبدأ لا مؤمن يبدأ هتلاقي لكن في تسعة مثلا أو أكتر احنا أو عشر احنا متفقين عليهم ومستنين على الحداشر الاختلافين أنا أحترم في كابتر حسام البدري شجعته بصراحة يعني هو مش في دماغه ان الناس مثلا يعني هو طلع أحمد شيخ النوردة متشكيل الأساسية ممكن حد يقولك طبعا أنت كنت تبادئ بيه طلعت أنا أحترم مش شجعته المدرب جدا لا لا ما عنديش مشكلة خالص إن أنا أقول لنا غلط أنا طلعتهم ببرد 18 خالص لا هو ممكن جدا يكون أحمد شيخ عشخة لا خليناه في المعنى العام خليناه في المعنى العام احنا بنكلم للمشاهدين يعني فاهمين كل حاجة مفروض المدرب ما عنديش حرب فيه مدربة كابتر حسامة يخاف فيه مدربة كابتر حتى احتياطي مش عارف ايه لكن هو كابتر حسام لا أنا عايز المصلحة العامة فيه مدربين طبعا يخافوا لكن انت بتعمل الصح من وجهة نظرك والتقو فيه ده بتعربنا بالنسبة لسؤال التاني اللي انت قلته على أبرز بصائحك أبرز النقاط اللي عايز تأكد اول حاجة انا قلت لك النادي الاهلي النادي الاهلي مشكلته انه لازم يجيب جون بس عشان يجيب جون لازم كمان يحافظ كويس جدا 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 على مرمى لانك انت كل هدف هيجي فيك الامور هتصعب عليه عشان كده انا قلت لك ممكن فوز البنزيرتي يكون في تفكيره ان يضغط على النادي الاهلي جامد على اساس انه يجيب هدف ويربك حسابات النادي الاهلي وده وارد وطبيعي وارد نتكلم بمنتهى الوقعية عشان كده قلت يمكن هو بفكر يبدأ بساعة الدبقير لانه عنده الناحية الهجومية كويسة اوي وبيشوت كويس وبيعمل تأمريرات خطيرة بالنسبة للعيبة النادي الاهلي نمرأ واحد وسط الملعب تحديدا عشان اخد الكابتر سامير كامونا في جزئية قلب الملعب اخد الكابتر الربيع في الملعب عموان والأطرف وسط الملعب هتبقى معركة حامية جدا اولا هم عندهم اتنين ارتكاز كل بالي وفرانك كوم لعيبة جميل جدا وعندهم الالتحامات قوية واهدين في اللعب انت في المقابل عندك حسام عشور وعمر السولية حسام عشور وعمر السولية عندهم دور مهم جدا 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 في الحفاظ على شباكنا اولا مع العمق بتاعنا اللي هو هيبقى فيه رامي ونجيب لانه طبعا نجيب بقى له فترة ما كانش موجود نجيب العيب كبير والعيب خبرة وكل حاجة ولكن بقى له فترة والسرعات شوية ممكن تفرق شوية فحسام عشور وعمر السولية هيبقى عندهم دور كبير قوي في رقابة العمق اللي هو فيه سعد بخير لانه قلت لك هو بيشوت كويس قوي كاميراته خطيرة وبدر أنيس برضو وعنده ناحية مهارية كويسة دول اتنين في المقابل يعني قصدك أنه هم يأمنوا عمق الملعب اللي هو منطقة التسديدة المبشرة للجوم اه طبعا لأن كمان زي ما قلت لك نجيب ورامي بقى لهم كتير مش هم الأساسيين كان حجازي وسعد سمير وهم طول السنة اللي فاتت اللي كانوا بلعبوا فربنا يعني يكرمهم ان شاء الله بس حسام وحشور والسولية هيبقى عندهم نور خطير قوي في المنطقة دية بالنسبة هم احنا بداعب خمسة في وسط المعب هم بلعبوا خمسة هم عندهم بدر أنيس وسعد بقير وغيلاني الشعلاني مع الكلبالي وفرانكوم انت عندك عمر السلية وعشور وعبد الله مع وليد سليمان مع مؤمن زكريا أولا مرضو نفس الشيء مؤمن زكريا ووليد على قد ما مطالب منهم ان هم يكملوا كويس قوي تحت أزاروا عشان يعرفوا يجيبوا أهداف مهم جدا 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 النواحة الدفاعية بتاعتهم أكيد مع مساندة معلول وأحمد فاتح أكيد وبالذات كمان ناحية معلول عشان كده يمكن هو فكر برضو حسيان على قد ما هو عايز يجيب جون بس برضو عايز يساند معلول في النواحة الدفاعية لأن معلول مميز جدا في الانطلاقات الهجومية مميز جدا في الكرات العرضية ولكن ساعات بتبقى في بعض المشاكل لما يكون واحد ضد واحد لما يكون فيه سرعة وخاصة أن فيه غلال الشعلاني أو بدرق أنيس بلعبوا في الحتة دي فأنت خماسي هنا وخماسي هنا هيبقى معركة يعني صعبة جدا أتمنى أن هم يكونوا هاديين ما يبقاش فيه عصبية ما يبقاش فيه نرفزة لأن المتش ممكن يخلص في آخر ثانية يعني مش شرط يعني تمام يعني كابتن سمير قبل ما أخذ رأيك في نصائحك اللي أتوجهها للاثنين مساكين نجيب ورامي نطلع نشوف كريم أحمد نشوف رد فعل أعضاء جميع الأممان نادل أهلي في تشغيلة الفريق احنا عايزين نكون معاكم وشاركينكم في قلب الحدث نشوف كريم أحمد وترجعوا لنا على طول نشوف كريم أحمد المباراة للأهلي والترجم مقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما بنقول أجواء التفاقلية هنا إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي معنا كمان أحد عضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي أخذ رأيك النهاردة شايف المباراة النادي الأهلي إزاي أهمية المباراة النادي الأهلي شايفه النهاردة ممكن حقق النتيجة وحقق نتيجة إجابية النهاردة في تونس والله بإذن الله لنادي الأهلي اللعبة لنادي الأهلي تبزل أقصى مجهود وسقطنا في الفريق وفي الجهاز الفني كبيرة جدا المقش صعب بس عارفين إن اللعبة هيرضونا يعني هيبقى فيه رضا مننا تجاهل اللعبة لأنهم هيبزلوا أقصى ما فوسهم ودل اللعبة معبدانا عليه فبإذن الله بإذن الله يبقى فيه فوز بإذن الله بإذن الله يجب اتنين بإذن الله جونين بإذن الله تشكيل يمكن فيه غياب سعد سامير أحد العناصر الرئيسية منتخبنا الوطني في النادي الأهلي هيبقى ليه تأثير من وجهة نظرك ولا النادي الأهلي كل اللعبته على قدر المسؤولية من وجهة نظرك طبعا أكيد طبعا اللعبة كل اللعبة أعرف الدور اللي بيقوموا بي والمسؤولية اللي هما طبعا نشاعلينها فأكيد هيبذولوا مجهود كبير ومش نحس بيغاب أي لعيب بإذن الله أخيرا اللي بتحب تقول كل اللعبة النادي الأهلي قبل المباردة أو بتتمنى لهم أي عن المستوى الشرط بقول لهم طبعا ربنا ووفاقكم احنا عارفين ان انتم بتبذولوا أقصى مجهود عارفين ان انتم هترضونا أيام كانت نتيجة بسم الله بإذن الله بإذن الله جونين مش جون واحد بإذن الله استمرين معاك وتختكة خاصة هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة ومنضم منها كمان يمكننا أحد أعضاء الجماعي العمية لنادي الأهلي النهاردة يمكننا أخذ شايف المبارات نهاردة ازاي تمانيتك إل النادي الأهلي والنادي الأهلي نهاردة يسعدنا ولا شايف الموضوع إن شاء الله أنا متفائلة جدا لأن احنا تعودنا على المراحل الصعبة دي كتير وعدناها وبالأمر لما بوتريكا جاب آخر جول آخر دقيقة وإن شاء الله خير بإذن الله إن شاء الله جولين واحد هيجيبه أذاره والتاني مؤمن زكريا لو بتحب تقولي رسالة لكل اللعيبة تقول لهم إيه قبل المباراة لا اللعيبة رجالة بصراحة إحنا تعودنا على اللعيبة بتوعنادي الأهلي من أيام الخطيب ومن أيام الناس الحلوة دي كلها متعودين عليهم أنهم رجالة اللي بيلبت فنلة النادي الأهلي لازم يكون رجل وده اللي تعودنا عليه وده على فكرة جواهم بيبقى جواهم بيبقى مغروس جواهم من غير إحنا ما نتكلم وهم بيحاولوا يستعدون على قد ما يقدروا فأي نتيجة هتحصل إحنا مبسوطين ومرضيين والحمد لله وإن شاء الله تنين سفضي لنا إن شاء الله مستمرين معكم كمان بينضمننا أحد أعضاء الجمعية العمال النادي الأهلي إذا ما بدون الأجواء تفاولية هنا لكن عايز أخذ رأيك إيه في شاف المباراة زي التحضير كمان للمباراة وحضور الجمهور هنا في المدارة كان ليه تأثير كبير جدا شاف النهاردة المباراة زي بسم الله الرحمن الرحيم ياسوركم الله وفلاغالب لكم إن شاء الله من غير مؤطعة يا رب إن شاء الله أنا حضرت في الحتة دي ماتشة الصفاكسي وكان في الشتاء وجون دخل في آخر لحظة فالنادي الأهلي معودنا على طول إنه هو دايما مرفع رأسنا ودايما بيجي في أي إنقافة بصلة للنادي الأهلي يعني اللείفة بتاعه عالي أو أوي عليهم منك رادس فإن شاء الله العيبة ورجالة العيبة ورجالة والجهاز الإداري اللهم صل على النبي ربنا يبارك فيهم جابولنا داول وجابولنا كاس وإن شاء الله ن seatingش أفريقيا إن شاء الله وروحوا كاس لعالم وينورونا وينشرفونا ودايما نادي الأهلي بشرفنا ولعبت unglaubو شرفيننا وكل جماهير نادي الأهلي بتشرفنا في كل مكان وبنشكر جماهي للنادي الآلي اللي جات أول مبارح وقزرت فريقها بكل قوة و بكل احترام و بكل شجاعة علشان يدون بس قدر من الشجاعة و الطمئنين و شكروهم و شكروه كابتن شريف و شكروه كابتن حساب البدري فبارك الله في جمهور الآلي و بارك الله في الآلي و رجالة الآلي و مجلس إدارة النادي الآلي و الجامع كله طبعا زي ما بنقول الأجواء هنا رائعة ان شاء الله يكون التفاؤل ده هو اللي يسمع على طبعا كل العادة النادي الآلي كمان معنا لقاء من النادي الآلي مقرر النادي الآلي بالجزيرة اخد رأيك توقعاتك تمنياتك للمباراة نهاردة التشكيل ممكن قلنا في غياب بساعد سمير أحد العناصر الرئيسية لكن العادة النادي الآلي معودلنا كلهم اللي يكون موجود هو اللي بيأدي و احنا ان شاء الله بزننا هنكسب النهاردة احنا ده ممتعودين على المطف الصعبة دي اللي كنا عملناها في تونس كتير اوه ان فيش مشكلة من الموضوع ده احنا بس عايزين نحل المشكلة بتاعة الملعب اللي فات ان الرجال تضغط من اول هجوم على الدفاع عندهم كان فيه مشكلة المرة فاتت ان الخط بسط ما كانش عنده تواصل مع هجوم اللي كانش بيزل الخط نص ملعبنا كانت حس ان فيه عدم مقاتل على الملعب او عقورة حتى في اخر الملعب انا بتهارن كابت حسان بدر هيواجه المشكلة دي في المنبارة النهاردة طبعا مش محتاجيني بلغهم ان هم هيلعبوا عن نقصب من اول دي لحد داخل دي ان شاء الله طبعا هنقصب تلاتة اما بالنسبة للفريق ترجي مفيش منه اي مشاكل هم مش لعيب علي علينا وزي ما كابت الملحة الشارب يبيقول هي مش البندا يعني فان شاء الله هنقصب بإذن النام ماشو هنتأهب واحنا دائما نقصب الاهل مع ودان عما هو كيف الصعبة ان احنا دائما بنقصب ونلعب لحد داخل دي والمعلومة لزي ملكاوي شكرا 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 كل شكرا تقدير طبعا لكل عضاء الجامعين عمامية للنادي الاهل متوقعين ان شاء الله ومتفقلين النصري للنادي الاهل وحجز بطاقة تسكرة التأهل ان شاء الله من روادس كل التوفيق من جديد للنادي الاهل وفي هذه اللحظات عود لك كابتن بيودو والستوديو بتحليل شكرا يا كريم والله كان اللقاء يعني جميل جدا اخر لقاء عملته اللي هو العضو الزملكاوي اللي أنا زملكاوي لكن بتمنى الفوز نادي الاهل ودي هي دي الروح المطلوبة عنها جماعة يعني هي دي الروح المطلوبة بين الجامعين الأهلوية والزملكاوية الأهلي بلعب باسم مصر زمالك بلعب باسم مصر لإسماعيل أي أن كان أي نادي بلعب باسم مصر لازم كلنا نقف وراءه لازم كلنا نشجعه ونشجعه من قلبنا كمان وما اطلعش نقول نفسنا مش عارف ايه خسر وكلام الفاضي ده يعني ما اطلعش من أي حد شكرا للعضو الزملكاوي الاهلاوي الجميل كنت تنسى مين؟ يعني نصيحك أو النقاط اللي انت ممكن تقولها للنجيب النهاردة والرامي؟ هنتكلم عام يعني على ربعي خط الظهر عنده مهمة صعبة جداً بس انا وجد نظر انهم او ثقة فيهم انهم ادها ودود لعيبة دولية عندنا فتح لعيب دولي وعندنا معلول وعندنا طبعا رامي لعيب ونجيب فطبعا النهاردة عليهم دور كبير قوي لانهم يلعبوا على فر والتقيل احرز هدفنا مميزين بالكرات العرضية زي ما احنا كمان مميزين بالكرات العرضية هما احرزوا هدف كرة عرضية واحنا كمان احرزنا هدف كرة عرضية فالامور متكافئة انما النهاردة طول ما انا بلعب خارج ملعبي الوظائف الدفاعية والتمركز الدفاعي والرقابة مطلوبة مني اكتر من اي خط في الملعب بكتير بالاضافة طبعا مع الربط مع شريف اكرام اننا تمنا له التوفيق النهاردة عندنا النهاردة لازم يكون في رقابة داخل التمنتاشر طول تسعين دقيقة طول ما انت سفر بتدي تمانينة للخطين اللي قدامك وسط الملعب والهجوم ان انت بتكمل وتقدر تديهم الثقة انهم يهدفوا انما لقد الله دخل فيك هدف الامور بتصعب جدا الامور بتصعب وبتعطر نفسك طبعا عايز تتعادل عايز تكسب ربنا ما اكتبهن يا رب ان شاء الله يكتب لنا الاحسن والفوز بإذن الله انما الخط الظاهر الرباعي خط الظاهر في منشاط الدوري لا الامور النهاردة مختلفة جدا لازم امن دفاعاتي كويس جدا لازم يكون فيه رقابة من من نجيب وورامي لا اي فرود هيجي الناس جاي الناس البادري بقى فرود تاني غلان الشعلاني بقى فرود تاني كل دي امور هجومية لازم يكون فيه رقابة دفاعية وتركيز طول التسعين ديها من الرباعي ولا من ثلاثة لا انا بتكلم على اللي هيبقى راس حربة اساسي المحطة يعني زي ما بنقولها اكيد فيه واحد هيمسك والتاني في الحالة الدفاعية رغمى هيبقى وراه لو اضطره في الشعلاني هيبقى معا معلول الناحة التانية هيبقى معا احمد فتحه لا كل دي رقابة دفاعية يعني كلام مفروض منه المفروض ما نتكلمش عليه انا بتكلم على قلب الملعب قلب الهجوم قلب الهجوم ده لا مهم جدا اني بتلعق يعني انا عندي انيس البدر انيس الخنسي ياسيم طار خنسي طبعا منتخب تونس خنسي طبعا منتخب تونس هداف الدور التونسي بينا على الالاء يا كابتن ربيع بينا علينا كلنا بصراحة رقب واحد النهاردة يا كابتن واهم العيب هو الخنسي العيب مميز واحرز هدف هنا في مرات الزهاب فانا شايف اني رامي النهاردة يلعب معا منتومان داخل التمنتاشر وفي الكرات المتحركة يلعب معا نجيب انه نجيب واسرع برضو بيقدر يتحرك بطريق وايسر ربنا يا رب يسطر يا كابتن سامير ربنا يا يسطر كابتن ربيع يصيحك أطراف تحديدا لخط الدفاع تحديدا لللعيب عموما كابتن يعني لو كنت في وسطهم كابتن 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 استط sport وكابتن ، كابتن 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 لأن كنت النهاردة ماتش النهار لازم ترفل سيطرتك لازم الطبيعي جدا من غير كورة كله بيدافع بيدافع تأثر مساحتك وتضغط وتقطع الكورة وتضغط وداء مسافات بالكورة أنا براحز سعش نسجل الهدف التلت الأخير هو ده الاتفاق فمعلول له دور مهم جدا ومعلوله فتحي عملوا ماتش هم خلصوا على على الشعلالي وخلصوا على أنيس البدر اللي تريد كنصت ملعب يهتمد عنه ونبنزيرك لو تلاحظ في الماتش الأول يا سامر بص كمية المساحة اللي كاد مدام معلول وفتحي رائعة واستغلوها كويس قوي في التلت الأخير فوصلنا كتير جدا فمعلول النهاردة بخبراته الكبيرة يا سامر فتحي بخبراته الكبيرة أنا لازم أستثمر الاتنين دور يا سامر سامر عند اتنين بك راية منتخب مصر وبك راية منتخب طولس لازم دفاعيا والطبيعي جدا الخبرات لها دور امتى أطلع وامتى قطع وامتى لامس الراحدة وامتى لامسها لعبة وامتى حاجات كتيرة جدا لكن اللي مطلوب من الزهريق جاب النهاردة الواجبات الدفاعية دي خلاص هو اساسا اسمه مدافع لكن الخبرات في الماتشات التقيلة اللي زي دي اللي لازم تحصل بماشية الله تعالى ان لازم يبقى ليه معلول دور كبير جدا وانا من وجهة نظري ان الحاجات العرضية هتأثر في خط ده الفريق الترجي لانها مهمة جدا واحنا ممكن نسجل منها كويس قوي وخاصة ان في من الرباع معاقنا ترابط في التمركز ترابط في الجاري التباطة ترابط في المساعدة ترابط في قبالك في ان انا اروح منظم جدا في التمركز وده بتلاقي من مؤمن بيقف صح عشان يسجل بتلاقي عبدالله في الوقت المناسب بتلاقي وليد بتلاقي ازاره دول الرباعي وتحتهم الخامس سلية وباك من البكين فالخماسي دول ان شاء الرحمن فهما اللي بيشتغلوا في التلت الأخير حسنيين والأجمة فاتمنى كل التوفيق واتمنى ان نهضى الخبرات بتاع فتحي ومعلوم بتطلع في مقصر زي ده بحجب الترجم يا رب يا رب يعني يا جماعة بنسمع نصايح مهمة جدا من نجوم للسود التحليلي كابتر رباع عسين وكابتر أسامة ورابي وكابتر سامير كامونا نطلع تقرير نشوف نجوم الاهلي الكدامى نقالوا ايه على هذه المباراة ونرجع لحضراتكم على طول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحسن اللعب نفسه موجود في القناة هل يعني سكان Herk Zweal لدينا بحسن اللعب نفسه الذي موجود في التوقيت بقناة ب 언니 عندها ثقة في نفسها إن شاء الله في أمن كيب في الفوز أنا نفسي عندي ثقة بلت لعبتنا لعبة كويسة جدا مميزين في كل المراكز ممقر روح عليها جدا جهاز تدريب على أعلى مستوى مجلس إدارة ما فيش بعد كده كل الظروف أنا شايفها مهيئة رغم أن الفريق اللي قدامنا فريق عنيد وفريق قوي وفيه أفراد كويسين لكن ما تنساش أنهم دلوقتي فيه يعني يعني يعلق زجاجة أو هم بيفكروا تفكير برضو سلبي وتفكير إيجابي وعليهم ضغوط أكتر مننا واستجامهيرهم إحنا رايحين إن شاء الله عندنا الخبرات الكافية في الفرقة عندنا التاريخ عندنا المباراة اللي قبل كده مع فريق التراجي أو السقة يعني كل الأمور مهيئة إن شاء الله نحن نعمل المباراة كويسة موقعة صعبة مباراة صعبة جدا ربنا وفقنا وكرمنا بإذن الله كلنا ثقة في الجهاز الفني طبعا بقيادة كابتر حسين البدري ولعبتنا اللي هم معدنهم أنا دايما بقولهم معدنك وسامين زاد دهب والمعدن السامين ده بيبان دايما في المواقف الصعبة فبإذن الله شخصية لعبة النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي حنعدي الماتش بإذن الله حنقصنا حاجة واحدة توفيق ربنا ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يكون التوفيق حلفنا وأنا متفائل وبإذن الله حنرجع مرشتين من هناك بإذن الله دايما عارف المهمة المباراة دي وعارفين أهمياتها وبطولة كبيرة جدا لغائبة عننا في السنتين تلاتة فعايزين نرجع تاني نروح لبطولة الألاندية بإذن الله أهلا بحضراتكم من جديد يعني كل النجوم أو كل اللي بيستظلوا بشعار نادل الأهلي كلهم طبعا أكيد نفسهم في رئي عدي من المحنة أنا شايفها أنها محنة النهاردة أو اختبار حقيقي لمعدن لعب نادل الأهلي إن شاء الله معركة وعايزة رجالة قبل أي كلام فني أو قبل أي حاجة في الكورة عايزة رجالة رجالة قوي قوي كده اللي هو أحمد فتحي واللي هو سعد حتى هو مصاب نجيب رامي معلول كل الرجال حسام عشور السلية عبدالله السعيد وليس سليمان مؤمن أجاهي وحتى ما بلعبش أي حد يا جماعة كل الناس حتى اللي عددك حتى اللي بره خالص محتاجين رجالة قوي النهاردة في التسعين دي دي يا كابتن أسامة طبعا ما في الشك الناحية القتالية دي أو الشراسة في اللعب والقلب ده جزء مهم جدا في كرة القدم لو أنت رايح ومش عارف إن الترجي هيبقى مستميت في الكورة المشتركة وفي كميات الجاري وفي الالتحامات والعجات دي إذا كنت أنت مخوخ أو ضعيف أو كده هتأثر عليك في كل بقى النواح الفنية والتاكتيكية فالجزئية دي مهمة جدا اللي هي الناحية الشراسة في الدفاع الشراسة في الهجوم القوة في الالتحامات دي حاجات مهمة جدا أعتقد دي هتبقى موجودة ولكن لو ما فيش جنبها بقى الأساس اللي هو النواحي أكيد الخططية والفنية والثقة بالنفس وعدم النرفزة وعدم الاستعجال في حاجات كتيرة جدا لأن أنا شايف إنه المطش كل ما الوقت هيديق والترجي ما جابش جون هيمشي في صالح الأهل أكيد يعني مش العكس أنا شايف إنه لو الأهل والترجي ما جابش دجون أو ما جابش دجون لغاية أخر ربع ساعة هتبقى أفصل على الأهل وليش في صالح الترجي طبعا التوتر هيبقى ليه هو يعني إحنا يمكن في البداية التوتر هيبقى عندك أنت ليه؟ لأنك أنت متعادل اتنين اتنين وهو وهو مش عايز مش عايز يخش فيك هدف وهو يستغل الجمائير اللي عنده لكن لو الوقت عدى والنتيجة صفر صفر التوتر هيروح له هو لأنه هو برضو في ذهنه آه ده أولا مش فرقة قليلة ثانيا أنه لطشة أي كورة زي ما حصل في ماتش الصفاقس وأبو تريكا في آخر ثانية أنك تجيب جون مثلا في دياء 85 مثلا دياء 90 كلام ده هيبقى عليه ضغط عصب كتير أو فالنواحة التنظيمية هتبقى مهمة جدا 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 في اللقاء النواحة التنظيمية وزي ما قلت زي ما أنت عايز تجيب جون ولازم تهاجب عشان تجيب جون لازم تبقى مركز جدا جدا في النواحة الدفاعية لأنه طي يا سين الخينيسي لعيب من اللعيبة الخفيفة جدا عارف أنت يعني فيه لعيبة بتبقى أجسامها قوية وكده وحركتها ولهي لأ شوية هو عامل زي يعني عنده خفة حركة جسمه مش كبير بس عنده الخطوات اللي هي الثلاثة متر والأربعة متر زي الكرة اللي جابها يعني دوب تغير اللي وجد هذا في الأولان في الستارت بتاعه فدي مهمة جدا جدا النهاردة بالنسبة لنجيب ورامي وحسام عشور وعمر سلية لأن أنا حاسس أن الرباعي ده لو كويس يعني هتبقى نقطة تحول كبيرة قوي جدا في أداة الندل سواء الهجومي أو الدفاع الرباعي ده اللي هو في العمق ده لازم يكون مسيطر على نفسه كويس قوي وقدرين يحافظوا على اللي هي الاختراقات اللي هتتم من العمق بالنسبة لطال خينيسي والتمريبات بتحصل له من بدر الاليس أو من ساعة بخير يعني فإن شاء الله نتمنى التوفيق كابتن سامير أكيد في كل جيل كده كان دايما حد يطلع بعد قبل المبارة ما تبدأ وانتونازين بتقروا الفتحة وكده أقول لك خلاص بقى احنا خدنا التعليمات الفنية بتاعتنا بس الماتش ده محتاج رجالة مين كان أكتر واحد بيقول الكلمة دي في الجيل بتاعك يعني كان عندنا الكابتن حسيم وكابتن كابتن كان تعليماته طبعا كان مصر هولمن ومجازة فني وتسوبل الاثنين كان واربع كان يقول لك كابتن الفرقة مدرب ثالث أو رابع سواء داخل الملعب أو خارج الملعب دي نقطة مهمة جدا انت بتتعود على الخبرات اللي موجودة من اللاعد أكبر سنن وخبرات وعدد المتشاة وحجات كتير قوي فأكيد هو يفيدك بيوصل لرسالة يقدر ان هو يوصلها اللعيبة ويديها ثقة يحمس بعض اللعبين ينظم الأدوار داخل الملعب في سينيرات بتحصل يقدر ان هو يوجهك لها يقدر ينظم ليدر ليدر في الملعب يقدر ان هو بمعنى الكلمة يقدر يزبط الفرقة بلغة الكورة يقدر ان هو ينسحك شايف حد مميز داخل التيم يقول لك خلي بالك رقم كذا لازم يكون في رقابة اللعيب الفروت ده لازم سريع تخلي بالك خطوتين وتقدر تتعامل معاه لا ليه دور ليه دور وطبعا دور مهم انا سمعت ان عبدالله السعيد تتكلم مع لعيبة بحماش شديد جدا وقال لهم انسوا المطش الأولاني وفكروا في المكسب في رادس اللي عايز يجي معنا تونس ويكسب يجي معنا اللي مش عايز يجي يستنى في القاهرة ده كلام مهم جدا حلو طبعا يعني مرتبط بالسؤال انت بتقوله جات بالصدفة انا افتكرت كده بعد الحاجات كابتل قسامة وكابتل ربيع يمكن الامور دي مرت عليكم انما النهاردة مطلوبة مطلوب الحماس ومطلوب الخبرات تطلع وعبدالله طبعا من لعيب الخبرات ولعيب دولي وليه دور هجوم كبير ان شاء الله انا تمناه النهاردة لا النادي الاهلي متعود لما بيحتاج بيعوز مطشاة تقيلة زي كده بياخدها عن تجارب وشخصية لعبة النادي الاهلي هتزار النهاردة مينو خصوصا اول خمسة واربعين دية اول خمسة واربعين دية من وجهة نظر لو طلعت سفر سفر في مصلحة النادي الاهلي يقدر اسسيناريو يتغير طلعت اللاعب تتغير انا شاف شخصية لعبة النادي الاهلي النهاردة ليها دور كبير اوي ودور ايجابي اول خمسة واربعين دية اطلاعما كلمت في الشخصية وكلمت في الحتة دي انا سؤالي لليك مين اللي يصمد اكتر كفنيات وكتعلمات وكالتزام تام حسين البدري بصرمته ولا فوزي البنزيرتي بخبراته كابتن حسين البدري بلعبته بطبيعة لعبة النادي الاهلي وشخصيتها هي الاقرب وهي دوافعها احسن وانا شايف طبعا الحالة الموجودة في القاهرة او في مصر عموما من جانب الاهلوية متحمسين ومتفقلين ده طبعا بينضم طبعا لتعليمات الكابتن حسين البدري ان هو هينزل طبعا هيعمل عليه وراجل حضر الفرقة وطبعا حضر تشكيل الانسب والاحسن اتكلم معاهم من النواحي المعنوية دي مطلوبة جدا ان انت التعامل مع الخصم ازاي اكيد اكيد تعامل مع الخصم خارج ملعبك في رادس لامور صعبة جدا تقدر رقم واحد الكابتن حسين النهاردة يقول لهم ما يخش فيك هدف تدي طمأنينة للخط الوسط والهجوم ان انت تقدر تتعامل تجيب هدف بيدي لكل واحد دوره ابتدى يرجع للحرس القديم تاني زي ما انا اتكلمت من شوية ده موضوع ايجابي وده وجهة نظري انا طبعا متضم مع الكابتن حسين البدري ان هو هيقدر نهاردة يعمل شغل كويس جدا ان هو واحد الهجومية والكابتن حسين لديه الافضلية مع على فوز البرزير طبعا مدرب هائل وكل حاجة وعنده دوافع وعايز يكسب انه ما احنا دوافعنا اكتر وطمحنا اكتر من الحالة اللي احنا شفناها داخل جمهورة مصر العربية اكيد اكيد يعني كابتن ربيع السؤال المهم فوز البرزير تي هستغل اكيد جماهير ويستغل الارض ويستغل الدفع المعنوه بتاعة اللعيب ان هو ما اتعدله عام نتيجة جبافة في الكارة 2-2 مع نادل الاهلي فوز يعني جماهير وفوز ملعبه تفتكر ان ده يدي له المبادرة ان هو يلعب هجوميا وكابتن حسين بدري ممكن يعمل ايه بص واعي حسين النهاردة في خبراته السابع طبعا الحالية ان يرى البنزيرتي قبل المباراة لانه اللعيبنا مباراة قبلها 2-2 في مصر ويرى اختلاف فكره في حسم النتيجة في تونس طبعا الفتكر فوز البنزيرتي هيبدأ ازاي هيبدأ المباراة طبعا الترجي بيلعب كرة هجومية الشاملة حديثة تمام خلي بالك تمام ويستمدوا بنسبة كبيرة جدا على استحواز وتمرير واخد بالك واطراف وجناب وعمق عندهم هما فرق كاملة متكملة اكيد عندهم سلبيات وجميلة يعني اطلب منهم الاول لكابتل احتفاظ بالكورة مثلا ولا الهجوم الهجوم يعني احتفاظ بالكورة شوية نتعبهم شوية عصبيا احنا الكابات اقلوا هنا يعني احراز الاهداف يبقى في صالح الترج ويهم ان طول هم يسير من وراه سبر سبر يبقى صالح الناد الاهل يبقى حساباته خالص انت ممكن الهدف يجيب هدف والفوز يجيب فوز والهدف يجيب صغير جدا وفي نفس نقطة انت ممكن تغير الشكل من 4 2 3 1 4 3 4 4 1 1 من هنا عبقرية المدرب تيجي بها في الحتة في الوقت ده لانا اقول لك النقطة سير المبراء يميد مهم جدا فسير المبراء 2012 الهدف اكسب كيف الهدف سجل عن طريقه في القاهرة هل فردان وجمعيا خرجهم عن التركيز من هنا انت تبص الجولة التالي من عواليد سليمان من فرد وخد اتنين وق وبعدين الراجل المتدافع دخل بدماغه يعني غشيب هو ده السيناريو اللي لازم تكون مدارفة طبيعي جدا ان برزالتي عنده خبرات اللي هدور قريف هل اللي كويس قوي الراجل عنده طموحه هو بيلعب كرة هجومية فالطبيعي جدا ان اكيد محظرهم احنا عوزين احنا عوزين احنا عوزين لكن السيناريو اللي رسمه ان احنا ان اكيد عنده طراف زي ما قلنا باكير ان عنده استمالعب اتنين برضو مهمين جدا ان عنده تحرك من العم هجومي ان عنده خبرات في هداف البطولة طه يسير حاجات كتيرة جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي فالطبيعي جدا ان هو بيمين للهجوم الدفاعي الهجوم الدفاعي احنا 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 عاوز يحرز كابتر حسان بدري حسان طبيعي جدا انا بقابل ان شاء الله بقابل انا انا هضغط من قدام وده طبيعي جدا انا من وجهة نظري ان النادي الاهلي يملك ميزة عنده مش عند الترجي اللياقة البدنية الحتة البدنية ممتازة عندنا احنا في مطش الاولاني 90 ديئة هم وصلوا للدئية 60 ووقفوا خلصنا عليهم 30 ديئة كتير جدا المعدل معدل الجالي ومعدل اللياقة البدنية بالنسبة للترجي ممكن يعني الفرقة كبيرة توصل لدئتين 3 4 5 6 ديئة نمأ 30 ديئة كان كتير جدا احنا اخلي بالك وصلنا في التلت الاخير وضيعنا وهددنا في 30 ديئة اخيرة في المطش الاولاني فمن هنا حساب البدري انا اقدر لازم اضغط من قدام انا شخصيتي كبيرة انا فريق كبير انا املك القدرات الخاصة اللي تقدر تروح وتقدر تلجع وتعمل لزون بها غير غير الكورة فهذا طبيعي جدا فحتة الضغط دي ولما خلي بالك جربناه في المطش الاولاني في اول ديئة في اول ديئة جولين واحد من احمد الشيخ ليه هو ده وكان ممكن لو احمد الشيخ كان ممكن سجل هدفين على خل في اول 7-8 دقايق في المطش بتاع مصر فانا عاوز حساب ضاغط من قدام ضاغط في وسط الملعب براية تبورك في ترابط في نظامك الدفاعي والهجومي وده من غير الكورة احنا برضو خلي بالك كان فيه حاجة كويسة جدا عندما ده لما كانوا بيضغطوا كانوا بيأخذوا منهم الكورة انما ما تدروا ش المساعة ما تدروا ش ايه نسبة الاستحواز ما تدروا ش السقة ما تدروا ش نبعالي علي انا بالعكس طب هو فوق في الدفاع وانا فوق في الجمه انا من وجه نظري ان النادي الاهلي خارج الارض بيلعب بامتياز حسام كويسة وهدي ان شاء الله وفي نفس الوقت دمت شكورة الناس تعمل علالة وتحاول وانت فيه متعلا سبحانه وتعالى يا رب يا رب كابتن قسام موقعنا يعني خلاص بيخلص سيناريو اللي انت شايفه في دماغك في عجاله اه يعني اعتقد ان حسام البدرة يلعب تلتين ملعب اعتقد مش يبدأ الضغط من الامام لانه هيعمل حساب الفترة الاولانية ممكن جدا الترج يبقى فيه شراسة شوية فهوا يبقى مهد الرجل ويلعب على اخطاء المدافعين بتوحهم لانه عندهم قلبي الدفاع وخليل شمام احيانا بيغلطوا كتير وبالذات قلبي الدفاع لما يحصل عليهم ضغط وقت مناسب وقت مناسب لازم يحصل ضغط ولكن مش هيبقى طول الوقت لانك انت عندك مهمتين يعني فيه ازدواج في المهمة انك انت زي ما قلت لك عايز تجيب جون وفي نفس الوقت عندك تحفظ كبير ان ما يجيش في جون بالنسبة اللي بنزرتي انا زي ما قلت لك وهو عنده اكتر من سيناريو لانه متعادل اتنين ولكن اتصور انا مش دخلت الجواة بس انا متصور انه هو هيبدأ بدغط جديد على اساس يعني يستغل النتيجة اللي هنا اتنين اتنين ويستغل عامل الجمهور عنده انه لو احرز هدف ممكن يربك حسابات النادي الان اعتقد هو ده التصور اللي يبقى عند بنزرتي اكيد كابتن سامة قاله وكابتو ربيع قاله طبعا مفيش شك ميديو المبارة صعبة صعبة على الفرقتين انما اللي هيصمد وصاحب النفس الطويل هو اللي يفوز مبارة اتمنى انها يكون من صليحنا طبعا عندي بس حاجة كده يعني اقولها تركيز مدفعين بتوعناد الاهلي النهارده مع الشريف اكرامي هيحسم الفوز بالنسبة مؤمن لان احنا متعودين للشكل ده والمسلس ده على طول كالترابيع مسلس هجوم لو ربط مع وليد ومؤمن هنقدر نحنا نسجل الشيط الاولاني بازن الله لكن عبدالله عنده ميزة انه بتحرك منورة الخطوط كواس جدا مؤمن بيبقى فيرو التاني هو وليد داخل التمنتاشر اللونج باص اللي ده يعني مش عايز استقبل هدف وده مش عايز استقبل هدف ممكن يلعب على المرتد ده بعض الاحيان يعني انا وجهة نظري اول خمسة واربعين دي هيبقى فيه تحفز شوية ميدو لقوة الفرقتين لظروف المباراة الكابتن حسام انا شايف انه هيغير السيناريو الشت التاني لنواحي جمية لو اول خمسة واربعين دي تلات سفر سفر ماشي كابتن سامير يعني اتمنى يعني ان السيناريو ده يحصل كابتن ربيع توقعتك ان شاء الله بكل ثقة بإذن الله ربنا يوفى اللعيبة تكون حالتهم كويسة جدا يحاولوا يركزوا يلتزموا الإصرار الإرادة فنيات بأمر الله تعالى والتفهيم تعالى يا رب توقعاتك كابتن سامير نتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الأهلي المهم من اللعبة تعمل اللي عليها ولكن مش هادر أقول توقعات لكن بتمنى التوفيق يكون معنا لأنه كل اللي احنا تكلمنا ده في النهاية فيه عنصر التوفيق ممكن تلاقي لعب الطرد ممكن هجمة كده خبطت في واحد ودخلت فنتمنى التوفيق يكون مع النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله أكيد كابتن سامير كل التوفيق للنادي الأهلي ويكون حالة التيم في صالحنا إن شاء الله حالة كل اللعيب تكون صالح التيم النادي الأهلي عندنا لعيبة عندها قوة وإرادة عندنا دوافع نتمنى إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي فرحنا واللعيبة تشرف مصر إن شاء الله يا رب يعني هنطلع اتفرج عن مباراة يعني حبسة نفس فعلا 90 دقيقة ان شاء الله ان شاء الله مباراة كبيرة جدا 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 نتمناها اهلوية مباراة بين مدربين كبار جدا فسان بدري الفوزي البنزرتي ومن له الكلمة العليا قولوا رب من جوه القلب اشتركوا في القناة 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 يعني الماتش اللي فات خلاص بقى عدة المهم اللي جاي اللي جاي اللي هو ان شاء الله ننفوز بإذن الله للأهلي ان شاء الله واحد سيف ان شاء الله يعني الأهلي قدها وان شاء الله متوقع 3-0 بإذن الله وحنا بنشجعهم والله يوم الألترس ده كان كلنا بنشجعهم ومعاهم ان شاء الله ربنا يكرمهم يا رب بإذن الله ربنا يكرمهم وينصرهم يا رب ان شاء الله وخير بإذن الله أنا pumped crash ان شاء الله يكسبوا لأن هما حالياً كمان بيتدربوا كويس جداً وان شاء الله انا حسن ان هم هيغلبوا بتلتة سفر عن التراجي يعني والله كل مصر بتدعي لهم يعني كل مصر بتدعي لهم ومش أنا بس لأن يعني التراجي برضو مش حد هاين بس هم هم الدربين تدريب كويس وإن شاء الله هيكسبو هي هتبقى صعبة شفاية بس إن شاء الله الأهلي هيكسب أتوقع الأهلي يكسب جميل اتسعى يا أهلي ماجي البطولة 2016-2017 كرة القدم الفوز ببطولة الدوري رقم 39 الفوز بكاس مصر الرقم 36 كرة اليد رجال بطولة أفريقيا بطولة كاس المتحاق بطولة أفريقيا ترجمة نانسي قنقر 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 أفريقيا ترجمة نانسي قنقر 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 فبحيه كل جماهير النادي الاهلي بحيه المهندس محمود طاهر اللي كان طبعا وجهة نظره في الكابتل حسام البدري انه هو احسن مدير فني في الشرق الاوسط فمحمود طاهر وجهة نظره سليمة في كل حاجة واحنا بنحييه وببارك له على المستوى الشخصي محمود طاهر احسن رئيس مهل موجود سامرين معاكم وزي ما شابين طبعا لفرحة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الاهلي اداء كان رائع وفرحة كبيرة جدا طبعا لكن سايا ما بنقول لعبد النادي الاهلي كانت ركالة فرحة كبيرة كل اداء النادي الاهلي كان فيه تفاول كبير جدا طبعا للنادي الاهلي اكيد طبعا حابة بسمع منك رأيك احبتول للمبارك مبروك للنادي الاهلي وان احنا غلبناهم في ارضهم وما عملناهش هنا وغلبناهم وسط جمهورهم وسط الناس وسط بلدهم والحمد لله ربنا استطرها معانا والنادي الاهلي برضو طالح سليم والناس القديمة بتاعته احبتول للمهاردة والفوز والاداء والمجود الكبير لنادي الان احب اقول لهم اهلي فوق الكمية وفوق اي شخص وفوق اي كأيم الاهلي امتل فوق الكمية محمود سير او من غيره اهلي فوق الكمية مش هزال لهم اهلي فوق الكمية طبعا سيبك كابتن ميدو وعود اليك دلوقتي كابتن فاروق لكل مشاهدة طبيعة قناة الاهلي في كل مكان اكيد مستمرين معاكم واهنينقل طبعا الفرحة الرائعة وفرحة كل جمهور الناس القليل اقول لي حابب تقولي النهاردة بعد الفوز وبعد الاداء المميز بالنسبة لنادي بقول لي الاهلي مبروخ وبقول لي عداء نادي الاهلي انتم مبروخ وبقول لي الدنيا كلها مبروخ لان الاهلي هو الاهلي مش هداية والحمد لله بنسكر ربنا ان احنا كسبنا فازوهم ملعبهم الحاكم هنا ظلمنا وهناك برضو الحاكم ظلمنا ومع ذلك الحمد لله رب العالمنا ربنا خيراننا ليه عايزة روح اللي توقع الاداء وتوقع النتيجة وتوقع المباراة قول لي انت حابب تقول لي الاول بعد الفوز وانت كمان توقعت النهاردة المباراة انا توقعت اثنين واحد لان الترجل التونسي طبعا ناسي عريك بس احنا عارف لنا ودايما الاهلي فوق الجميع وهيفضل فوق الجميع عايزين بس اهم حاجة نحيي فرقنا الجميع ده وشريف اكرامي طبعا شريف اكرامي وايضا مبروخ لكل الاهلي قول لي عايزة تقول لي بعد الفوز وبعد الاداء انا توقعت معك قلت النادي الاهلي هيكسب وعمره ما ياخذ زماهيره قلت الاهلي هيكسب لعنده روح وقدت الحسامة بادري عملها دي متروط ناشر انا قلت لك كده ومبروك النادي الاهلي شكرا 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 لك شكرا لكم ولكن الاهلي يكسر بسولة ولكن يعودها مع عشرة دانيا يتبوز من الداني سيما وعدنا وراتوا بلا تلفينك وفكل مكان روح تاراتوا غنينا ومهولكم معاكم حقا حلمة عياتنا والأجر الدنيا يحلق نسر ندينا حيث اتحرار المماري ومخامر المماري مجميع انشاء اتحرار المماري لاتبا 230 من اتحرار المماري الدين ذه SP روح الفاديل للحفرة وقتنسوها اللو الأحمر هو رمز البطولة أموركم عاكم أكثر حلبة عياتنا ولأجري الدنيا يحلق نسرل علينا وليه 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 نحلق عليها نسرل علي اهداءodu وليه 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 علاء عليها نسرل علي وليه 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 موسيقى 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 لكل حد بيرقص نادل أهلي قيل في ألف مبروك لكل حد بيمتمي لشعار نادل أهلي ألف مبروك لكل حد بيستظل بظل شعار نادل أهلي الظل الكبير قوي واسمعوا الجمهور بيقول إيه يلا بيبوا يلا بيستظل 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 ب كل الشياطين الحمر أصلي بغلغ أي مكان يذهبون لذلك من أول الكابتن الربي عسين الكابتن قسام عرابي من سمير كام مونة من القامل الكابتن نذلك أكبر خطيب نادي الأهلي لم يكن غريح من أشخاص حقك يتمو parlأ رب العالمين الحمد لله رب العالمين مفاجأة حلوة قوي 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 حضرها لك كابتر حسان بدري ورجالته رجالة بكل معاني الكلمة يعني عايز افضل اقول واقول واقول عايز اقول لكم انتم اعظم جمهور في الكون احلى جمهور في الكون وقفت ورا فرقيتك وفي وقت كان لازم توقفوا ورا فيه وهزتوه وطلعت كل حاجة جواه استفزتوه والحمد لله كابتر حسان بدري ورجالته وجهازه وعماله وجمهوره اللي كان هناك بمئة الف جمهور هزوا تونس كانت لقالي كلها كانت مهزوزة بعمالها بمشادعينها بكل ما فيها من كبيرها لصغيرة كلنا كل ورا هزت كهان الكبير يعني مش عايز اقول لكم فرحتنا قد ايه ارحب بجيوف الكرام مار كلمي علشان يعني يطلعوا اكيد عندهم شحنات كتير جدا كانوا كاتمنها جواهم واستحملنا كتير قوي يعني 90 دي قالي فات دي مش عايز اقول لكم الكابتر جواهنا ازاي والخوف والرعب والثقة في نفس الوقت الكابتر الكبير نجم مصر ونجم نجم لقالي كابتر ربيع عسين اعنا و سهل اعلم بيك تحميدو اعلم بيك حمد الله مبروك لجمهور لقالي الاهلي وإدارة الاهلي ولعيد لقالي وغازي بفالي ومستهينا كلنا يوم افتكر بقى الكلام انو اني لما نتكلم بقى عندنا كلام كتير اكيد حمده اللي ربنا كلامنا ونصلنا ورجح مجرح نجم لنا اكيد الحمد الله رب العالم نجم مصر ونجم لقالي كابتر الاسواء عربيع الله يبارك فيه الحمد لله طبعا فوز بالزاد في الشوت التالي مستحق اللعبة بزا الجود كبير قوي مبروك لكل من يعمل في نادي الأهل الجهاز الفني الإدارة اللعبين كل الناس ألف ألف مبروك جماهير طبعا قبلنا كلنا نمر واحد الجماهير ألف ألف مبروك وإن شاء الله المسيرة تكمل بعد كده إن شاء الله نجم مصر الأهل لكابتن سامير كامون كابتن ميدو ألف مبروك كابتن ميدو ألف مبروك كابتر ربيع ألف مبروك كابتن بسامة شكرا حلوة النهاردة الحقيقة وكلمنا في كل حاجة وكلمنا في مبنون المباراة وقالنا لعبة النادي الأهل لعبة رجالة وفي المواقف الصعبة بيبقوا رجالة قوي وده بالفعل حصل إن هم عددوا النتيجة من هزيمة التعادل اللي فوز دي حاجة تفرح وقالنا من قبل المباراة تأسيمة المباراة لكابتن حسين البدري الشوت الأولاني حاجة وشوت تاني حاجة بالفعل حصل وإن التغييرات كانت أجابية الحمد لله حصل كل اللعبة النهاردة كانت رجالة اللي بدأ بارك لأستاذ عماد وحيد قل له أعلوه يلا بارك له أستاذ عماد وحيد أهلا بي ألف مبروك أستاذ عماد مبروك عليكم حياتي الكابتن ربيع والكابتن مستمع ربي ألف مبروك ألف مبروك أمونة وليك يا هميد ربنا أخي قل لي أحساسك قل لي أحساسك اللي جوه قلبك ربنا أخليك وزمانت تابعة المبروك أحساسك اللي بواك دلوقتي والله يا كابتن ميدو أنا يعني أنت عارف الفترة الأخيرة دي كان فيه كثير من الأموم والمشاكل يعني أنا توكلنا على الله وأنا اتفقلت بالكابتن ربيع لسه أشايف أول مبرح والراجل ده باركة والله يخليك أستاذي ولما شفت أنا استشعرت الاتمئنان وعاوز أبارك لجماهير النبي الأهلي أولا اللي عملت يوم ملحمة أنا بعتبرها ملحمة أكيد يوم التدريب الأخير أكيد وجد أنا على الهوى من كل قلب أنا أنا مش نجم جماهيري ولا حتسلف لحد جماهير الأهلي هي فعلا الحص والدرع والسيف فعلا فعلا ال�درع والسيف أنها تعادي حد لكن الحقيقة درع وسيف لناديها وقفتهم مع نديها أكثر لحظة مع فرقاتهم وهم بيغدروا عاوز أهني كمان الرجل الجسور محمود طهر هذا الرجل الشجاع الذي اضطحب فرقته وفريقه ولم يخش شيء ناس كتير قوي ما بقصودش حد من عندنا كانوا في المواقف ضل بيحتزوا أو ممكن لكن ذهاب محمود طهر مع الفريق ده كان ليه معادي عندك حق أنا بشكره عليها واللي يعرف الكلام ده الشبابات اللي هما حسوا بده في وقت من الأوقات لما كان رؤساء النادي على مدار تاريخه بيصحبوا الفرقة سواء في ظروف إيجابية أو ظروف سلبية فهي أنا بحيي على الهوى تمنى أنه هو يكون سمعني وبشكر اللاعبين والجهاز الفني وكابتل حكام البدري والحمد لله طبعا لأن ده فتحقا وأدعو الله كمان أننا نصل للمباراة نهائية ونفوز بيها يبقى ده في المؤلم معي فهي زي اللحظات كابتل أحمد ده مبروك فوز كبير جدا ومهم النادي ده الله برك فيك ومبروك للمعيبة وجهاز الفني ومجلس إدارة والجمهور اللي مساندنا من قبل ما نيجي هنا وكان عن صقف في اللعيبة والحمد لله اللعيبة أثبتني 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 أما رجالة خال عادة والحمد لله عتاهم مبرح كان دي الجلسة مع اللاعبين قولي قلتلهم اين لا احنا اتكلمنا اكتر مرة ويمكن مبرح اتكلمت معهم قلتلهم أننا الوضع يحطينا فيه أكتر من مرة والحمد لله كل مرة بنخايفش بنخايف زي أنه جمهورنا والحمد لله كانت لعيب زي من تلك الجلسة من نهارده ودي خطوة بينا إن شاء الله إن شاء الله عادوا في مصر وقالنا ليس مش شخص شواء يبقى نهارده وفوز يعني ممكن نسكت نهارده شوية لكن أخذتوا أدارة وقدرنا نفعل نحن أمرنا بزحة نفسينا وفي حالاتنا بركز في الأجواء التي نحن فيها ممكن تبقى أنها تبقى سلبية في جلتهم أكيد هنجيب لكو كل اللقاءات اللي بيعملها أميري شام عن جوم الفريق وأكيد هنوصف لكو الفرحة يعني أنا عايز أقول له أستاذ أحمد وحيد يعني اتكلمت كلام مهم جدا ومقنع جدا وربنا ما بيضيعش يعني ربنا يعني حاولوا التواصل معايا كريم دلوقتي تاني علشان كان بيتكلم كلام مهم جدا مهندس محمود طهر سبكوا بقى من اللي بيقولوا بيطبلوا الكلام الفاضي ده اللي شايفنا بنتبل شايفنا بنتبل احنا بنتبل لجمهور نادي الأهلي بس ما بنتبلش لأي حد تاني غير جمهور نادي الأهلي يعني لما تروح انت كرئيس نادي بكل اللي انت بتسمعه وكل اللي انت بتشوفه تروح في ماتش قابل انت تخسره قابل انت تكسبه قابل انت بنسبة كبيرة كانت ناس كثير جدا إلا جمهور نادي الأهلي إلا جمهور نادي الأهلي بس الوفية هي الوحيدة اللي كانت متوقعا نادي الأهلي هيكسب لكن كل الناس متوقعة أن النادي الأقلي ممكن يعمل نتيجة سلبية لكن مهندس محمود طاير صمم أنه يروح مع فرقته عشان يأذرها بالرغم أنه ممكن يخسره بالرغم أنه يسمع كلام كتير جدا لكن في الأول وفي الآخر روح مع الفرقة وتحمل نتيجة أي نتيجة سلبية أو إيجابية أنا بشكره وزي ما شكره الأستاذ عماد وحيد زي ما شكره كل جميعنادي الأقلي ويعني حاجة مهمة جدا 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 نرجع كالترابية عايزة بتوصف لي فرحتك أنا عايزة دلوقتي أتكلم عن الشعور العام الشعور فعلا بالظهر في الشكل إحنا بنتمه لكيان كبير جدا وكيان محترم وفيش كلام الكيان ده احنا بنحبه من قلوبنا وكلنا دايما في ترابط الحمد لله وكل الأجيال على مدار من 1907 لحد الآن أجيال بتشرف نديها وتشرف جمهورها وأجيال محترمة جدا وإحنا كلنا الحمد لله أنا أقطعك معلش ناخد الأستاذ عماد وحيد أستاذ عماد وحيد أهلا بيك مرة تاني أهلا بيك كبير تنميض وأنا بحييكم مش عاوز أبقتنس من فرحة اللاعبين في راجز وبشكر جدا النجوم اللي مع حضرتك وبتمنى لهم التوفيق وشتهم حلو على النادي الأهلي ويعني إن شاء الله نلتقي في معاد قريب أحتفل في الأوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا الحلم الذي ابتعد للسنوات السابقة عن الخلعة الأمراضي إن شاء الله عز عماد أنا عايز أقول لك كلمة بس ربنا عمره ما بيضيع تعب حد أيا كان واللي بتعب بتعب علشان حاجة هو شايف إنه هو لازم يتعب لها وشايف إنه هو عملها بإخلاص فأكيد عمره ربنا ما بيضيع تعب حد وقاديك شايف مباراة كان كل الناس إلا الأهلوية المخلصين كان كل الناس فاكرة نادل أهلي هيخسر هناك ويخسر كمان بنتيجة كلام ده ما كنتش عايز أقوله قبل الهوى لكن كان كل عشان في رجالة تتعب لأهلي كل عشان النادل أهلي فعلاً بيتعب وكل الناس بتتعب وراه عشان كده ربنا كرمنا بفوز وفرحة ما بعدها فرحة فضل أنا عاوز أقول لك حضرتك إن الفترة اللي فاتت أنا مش بطعت الحد يعني مش الفترة اللي فاتت دي ذخم الهموم والمشاكل لحتى تدريب فريق جورة تدريب فريق جورة تتخيل يا أخي إن أنا قاعدت يومين في غياب يعني في غياب القرار علشان نحقق ل آآ تنكور ندينا إنه يدخل يحفز لعليه في منافسة أفريقية وكل يوم في مشاكل لوائح ومشاكل ترشدية وفي الحقيقة ده هادي بالك كابتن ربيع وكابتن أسامة كابتن ثمير كام مونة يعلمه تماماً إن الضغوط طبعاً الناس الأهلي بيبعث لاعبين عن كل هذا الجمل وكل هذا العراق أكيد يا وزعمال أكيد الحالة العامة أكيد أتخيل محمود طاهر ده اللي مسافر مع اللاهبين لو سارت لو سارت أسبوعين فاتوا أو أسبوع شوف شوف يعني أنت مش جمال بتلعب من غير جماهية كل ده الكابات اللي يعرفوا خيمة ده طب أنا أنا وزعمال ده أنا السلاح السلاح المعناوي وهم اللي يقولوا لك كتر مني لأن أنا مش لعيب كور أنا وزعمال أنا المهندس محمود طاهر معي علشان أنا أكد كلامك عليه أنا أشكرك جدا وعايزك تفرح وستيلك بقى شين الهام من لجواك ويفرح النهاردة فرحة كبيرة جدا جدا وإن شاء الله ربنا ما بداعش تعب حد أستاذ اللقاءات مهمة جدا جدا من تونس يعني عايزين نجيب كل اللقاءات يا جماعة إن شاء الله يعني يكون الدنيا واضحة والصوت والصورة واضحين إحنا كنا فين أنا بصراحة يعني تفضل لك فيه ثلاث حاجات قبل ما ندخل في الجانب الفن نميدو أنا قلت لك الأهلي بما الحضر أكيد دي واحد قلت لك المستحيل نايسة أهلوية تالت حاجة قلت لك إن الجمهور اللي هدور كبير جدا في النسيان المباراة بتاعتين اثنين وإدى للعيبة تحافظ غير عادي أكيد دون تلات حاجات مهمين جدا هي دي الأسرة الأهلوية هو ده نادي الأهلي بركة طب نروح لكابتن سيد عبد الحفيز يلا معلش هكذا ربيع بقى يلا يلا أمير اتفر تحترم بتأكيد وكل التأدير والاحترم ليها كان لقى حقية في مصر إن إحنا نكسب ده يعني عدة فرص كانت كفيلة إن إنت تلعب بشكل مرتاح هنا أخطاء كانت تحكمية برضو كانت كفيلة برضو إن إنت تجي بفوز مرتاح من مصر لكن إحنا برضو التحكم كان وحش برضو عندنا ثقف في لعبتنا بشكل كبير جدا 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 عندنا ثقف شخصياتهم وقدراتهم وإمكانياتهم وكترية تفكيرهم واسلبهم والتعامل مع المباراة الكبيرة والفصل كمان ما بين مباراة لأخرى لكن المعنى الأهم اللي يجب أن يتقلل النهاردة أو يتقلل دلوقتي تحديدا يعني من حقنا نفرح ومن حقنا نتبسط ومن حق كل جمهور النادي الأهلي بل مصر كلها تتبسط بفرقة بتعرف كويس أوي 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 وتحقق اللي هي عايزة مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات لكن المعنى الأهم اللي يجب أن يوصل للناس في الوقت الحالي بالتأكيد نحن صعدنا على في حساب فرقة قوية جدا جدا لكن ما خدناش البطولة البطولة لسه مشوار بعيد ولسه مشوار تييل ولسه مشوار صعب لازم الشغل يبقى من نار لازم الشغل يبقى في تركيز أعلى في احترام للمنافس أكبر في تأدير بشكل كويس أوي يعني لازم يوصل للعيبة النهاردة إن شاء الرحمن بعد العشرة مباشرة طبعا هيصة وفرحة وسعادة ده حلو وجميل لكن إن شاء الرحمن من بكرة هنبدأ استعدادتنا للجاي لأن انت تستو مباراة مع فرقة قوية لكن ما خدش البطولة طب سيد نفسيا اتعاملتو زي مع اللعيبة في 4-5 ايام فرق ما بين مبارايتين نتيجة يمكن بالنسبة لنا سلبية وإجابية بالنسبة لفرقة تروجي في مباراة الزيب لكن نفسية الزيب عملتو عشان نقدر نحقق نتيجة جيدة زي ما قلت لك يعني من بعد اللقاء على طول أنا طلعت بعد اللقاء وقلت تصريح يعني قلت إحنا عملناها قبل كده فرادس وأنا مقتنع تماما 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 كل ما كانت المباراة ما بين فرقتين عندهم قدرات عالية جدا جدا مش مشكلة الملعبين مش مشكلة بيديك أفضلية شوية بالتواجد الجمهيري في البداية لكن بعد شوية بتحس بالثقاتك بتحس بإثمانياتك وبقدراتك بل بالعكس كمان ممكن عمل إضافي لك وإيجابي بالنسبة لك يعني لكن في إطار تحكيم كويس في إطار أجواء فيها حماس وكده ما فيش مشكلة خالص ما بين الفرقتين الكبار تماما بتعتمد بقى على الأحداث اللقاء وبتعتمد على قدراتك ومدى استغلالك للفرص لكن لو قدر الله في حاجات عوامل ممكن تبقى مش معتادة في كرة القدم هو ده المشكلة فعشان كلا قلت لك قلت بعد المباراة على طول اللي هناك قلنا إن صحيح إحنا رحينا بترجي في تونس لكن المباراة الكبيرة ما بتعتمدش على ملعبك وملعبين شخصية النادي الأهلي وضحت كمان نهاردة أكتر بعد ما تأخرنا في الشوت الأول بهدف وكنا كويسين مع بداية المواتش لكن في الشوت الثاني سريعا فالشوت الثاني كان لازم يبقى فيه هدوء جامد جدا ما يبقاش فيه كلام مع الحاكم خالص أي انشغال بغير الملعب وأي انشغال بغير الكرة كان هيبقى عاقبته علينا مش كويسة يعني زي ما أنا قلت حتى وإحنا نزلين على طول قلت البعض اللعيب وخصوصا اللي كانت واخد إنذار قلت لهم يعني اعتراضك أو كلامك مع الحاكم اللي هيقدم ولا هيأخر اللي هيقدم ويأخر هو مستوىك أو طريقة تعابلك مع المباراة 45 دية في كرة القدم كتيرة مش قليلة 45 دية كفيلة لنها تغير نتائج وتصعد فرق وتخرج فرق فالحمد الله على كل شي ربنا أراضي ان احنا نكسب النهاردة لكن هاكد على المعلة تاني احنا كسبنا وصعدنا لكن ما اخدناش البطولة لسه مشوارنا صعب بإذننا المبارات الجاية إما مع أهل ترابلوس إما مع النجم السحيلي هنعمل هنشوف الوضع هل أفضل ان احنا يوم رايح ويوم جاي فداه بفي جهاد للعيبة ولا لا هل في مجموعة ممكن يعني 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 أنا اللي عود بس الفرق يعني على حسن مشوفوا الحتة الفنية مع الجهاز الفني بتاعه كابتن حسن البدري وانا وهنشوفهم بإذن الله يعني خلال ساعة بإذن الله شكرا فن لسه مكملين طبعا وكواليس وأجواء الفرح النهاردة ده فرحة عريمة جدا بنسبة لنا كلنا هنا طبعا بعد الفوز كبير جدا على فريق طبعا في هذه اللحظات كابتن أحمد أيوب مبروك يا كابتن أيوب مبروك كبيرة جدا قدته مبروك كبيرة جدا قدرنا انحنا نفوز بعد كلام كتير بعد تعادل في المبروك طبعا الحمد لله المباراة صعبة جدا نفس ده ضغط ضغط فترة الفئة يعني اه طبعا يعني احنا في بعد مرات القاهرة قلنا بإصرارنا وتركيزنا نقدر نحق المستحيل الحمد لله النهاردة اللعبة كانت يعني في قمة تعطاقها كل الناس محدش بخل محدش بخل النهاردة وخطت تحتها مليون خط بتتأخر في النتيجة في رادس شوفت الجميل عاملة ازاي بترجع الشهود التاني بيجيب جون وبجيب التاني وكان ممكن تجيب التالت محتوط تحت ضغط طول المباراة بسبب الحكم ولكن دي قضية يعني مش عاوزين نتكلم فيها الحمد لله في النهار انت يعني كسبت مباراة كبيرة عديت للمرحلة اللي بعد كده ولكن لسه يعني يمرض عاوزين نكون صرحة مع نفسنا اه انت كسبت فرقة كبيرة ولكن انت لسه ما كسبتش بطولة هي مباراة هو دور انت عديت ولكن لسه البطولة مشورها طويل وصعب كل الفرقة اللي موجودة فرقة قوية وفرقة صعبة انت بس الحمد لله اللي احنا عدينا المرحلة دي بشكر العيبة على مجهودهم واخلاصهم وروحهم وتركزهم واصرارهم على المكسب في الشوت التاني انت قلبت الموازين خالص على فرقة الترجي الحمد لله كسبت قدت اداء كويس مردي بالنسبة لنا الحمد لله عملتوا زي مع الضغط اللي كاننا بين المباراة دي لا يعني احنا متعودين على الحمد لله بنقدر نتعمل المستوى الفنية ومستوى البدنية بشكل ممتاز مع اللعي الحمد لله عشان كده ربنا بكرمنا بركز بشكل كبير على الفرقة اللي بللعبها والحمد لله فينا يكون توفيق ربنا الحمد لله شكرا صبعا دي كانت كواليسنا دي كسة مكملين معنا رامي ربيعة ومؤمن زكريا نجوم نادي الاهلي وعملوا مباراة كبيرة جدا النهاردة رامي مبروك على الفوز ومبروك على أداك كان رائع جدا الحمد لله والله مش أداي بس يعني العيبة كلها كانوا على قد مسؤولية وكننا مركزين جدا المتش ده يعني حطنا نفسنا في موقف محرج في الكارة يعني الحمد لله يعني كنا مركزين من وإحنا كلامنا مع بعض تركيزنا كلنا كعلى فكر واحد ان احنا نجي نكسبنا يعني مش مضمونة طبعا بس يعني كمان دخل في الجون أول ما بدأت المباراة فكنا مركزين جدا نحنا منضعش بقى فرصة يعني كل واحد كان بيطلع كل اللي عنده حتى اللعيبة اللي بره كلنا مع بعض كلنا بنتكلم مع بعض فالحمد لله عدت على هير الحمد لله كم اي يعني كنت بدول البعض لا دي يعني الكلام كله يعني لا لازم نركز لازم نحافز ما يدخلش فينا جون تاني فالحمد لله قدرنا كل واحد يعمل عليه والحمد لله بالهدفين يعني جون فواتك كويس يعني مؤمن ببريكلك طبعا فوز كبير المهاردة واداء كويس جدا في الشوت الأول بالنسبة لك لحد ما طلعتم عبدات شوت أولا الحمد لله يعني عدية الفيرة عمتا كلها بالنس اللي لعبت بالنس اللي بره كان نروح الفيرة كلها كويسا نعم ما حاجة المكسب ودي حاجة كويسا انت بتكسب خارج ملعبك زي المعرامي كان بيقول انه كان مطشي صعب وكمان دخل فيه جون أول ضرب الجزاء فده بيبقى صعب إليك بس الحمد لله اتناسكت و لعبت وأهم حاجة ركزت ان انت تجيب جون الأولاني ده كان حاجة كويسا وعي كده فكرت في المكسب والحمد لله يعني وربنا يكرمنا في الخلاص انتهى ربت عندك البنهائي هانت يعني ان شاء الله بقى متواجد فيه لانا كنت عمدي أصابة فكنتش عقدر أشارك في المتشي أولاني فكنت مجاز نفس عمد لله يعني شهد كويسا انه قد تبقى لي فترة بعيد عن المبارات وكده الحمد لله يعني طلعت كل حاجة عندي وكان طلبة مني كابتن حسام وكمان نزل أغاية أدى وقاب جون الحمد لله ربنا يكرم بس في اللي جاي بإذن الله ناسلك بطوية أفريقيا عندي الأهل آه دي الحاجة الوحيدة in شاء الله بإذن الله أسحل لنا أخودها وبحقة كل حاجة معندي الأهل يا رب ان شاء الله تتميلا على خير بإذن الله إن شاء الله حبيب رامي إن شاء الله بطولة مهمة وإن شاء الله في طريقنا إن نحن ناخدها إن شاء الله يعني نفكر كل ماتشو يعني نركز نركز وحب أقول لك برضو ألف سلام عليك ساعة تسمير طبعا افتقدنا النهاردة في المباراة بصراحة رجل من عمد الاسسي احنا بنحتاجه يعني ان شاء الله يرجع لنا بسرعة وفي السلام ان شاء الله يعني بصراحة يعني الاهل ازاي ما قلتلك مؤمن يلعب اي حد يلعب سين يلعب صدمة يقعب بره مش فرق معنا يعني الحمد لله لايبا كلها رجالة لايبا كلها مركزة جدا ان هم يعملوا حاجة للجمهور وليهم فربنا ان شاء الله تبقى حاجة لنا الحمد لله تبقى بطولة لنا بالنسبة لنا تبقى الثالثة ان شاء الله ان شاء الله كلامك انت ونجيب قبل المباراة كان انت وقدته اداء رائع جدا نهاردة دفاعيا كلمته مع بعض قلته لا انا ونجيبه ساعد يعني ساعد تكلم معنا تكلم طبعا انت ونجيبه عشان تقول لك بقولك قبل المباراة كان ساعد معنا بيتكلم معنا بيكلم على ال لان هو كان عنده تجربة برضه في ايناك في الكايرة بيتكلم معنا في الموضوع زي التحرك ازاي بنقف مع بعض ازاي نفل فكل أمور دي الحمد لله دهنا نفهم بعض في الملعب ودهنا نتكلم مع بعض أهو الحمد لله ودكروني كان هيموت في الملعب ده جوه عمالي عاية وبتاع السلام الحمد لله دعوتكم إن شاء الله طبعا فوز مهم جدا وأداء يمكن رائع جدا من نادي الأهلي تعودنا عليه هنا في ملعب رادس في كل المباريات اللعبها النادي الأهلي زي ما انتم شايفين احنا لسا مكملين داخل الكوريدور الخاص بطبعا غرفة لعبيد نادي الأهلي طبعا معي في هذه اللحظات الرئيس النادي الأهلي المهندس محمود طاهر ألف مبروك فوز كبير جدا بالنسبة لنا وانت كنت متفاعل برحمة كنت بكام الحمد لله لأنا عارف الجهد اللي مبزول من اللعيبة ومن الجهاز ومتأكد أن ربنا بيوفق اللي بيبزل الجهد الكافي إنه ربنا يوفقه عندك سكة في اللعيبة يعني بعد النتيجة الأول طبعا ما فيش كلام عندي سكة في اللعيبة وانا طول عمري بقول النادي الأهلي لما بيلعب تحت ضغط بيلعب أحسن ولما بيتحط عليه ضغط مسئولية بيقدر يشيل المسئولية وجدير بشيل المسئولية وكل الولاد اللي كانوا في الملعب النهاردة والجهاز الفني والجهاز الإداري من أول واحد لأصغر واحد الحقيقة قدوا معا اليوم مزيادة وكان عندهم تركيز زيادة عن لزوم وروحهم النهاردة وقبل المباراة وإحنا في الفندق الحقيقة كنت حاسس أن الولاد نزلين يعملوا حاجة كويسة أول ما انتهت المباراة حارك كنت في غرفة خلع الملابس إن كلمات اللي قلتها للعيبة النادي العيب لا طبعا مباركة لهم ما فيش كلمات بقى كلها حمد وشكر الله ومباركة للعيبة والحمد لله من ربنا وفقهم وإن شاء الله يكرمهم ببطولة أفريق السنة إن شاء الله إن شكرا وشأنت لسة طبعا مكملين وزي ما احنا شايفين الأجواء الخاصة من فرحة كبيرة جدا هنا في ملعب رادس فوز كبير وفوز مهم جدا بالنسبة لنا وصلنا الدور قبل النهائي إن شاء الله هنقبل فريق النجم الساحلي أو فريق أهل ترابلوس لكن المهم إن احنا نواصل في هذه البطولة أيضا لحظات وهيكون معي علي معلول أحد نجوم هذه المباراة الرجل عمل شغل كبير جدا طبعا قدر إن هو يجيب هدف ويصنع الهدف الآخر لكن في كل الاحوال اكيد فرحة كبيرة جدا ومساعدة كبيرة جدا ومعايا طبعا علي معلول في هذه اللحظات علي مبروك اداء كبير جدا منك النهاردة واداء كبير جدا من نادي الاهلي وقدرنا ان احنا نتأهل ومباراة اعتقد كان بالنسبة لك اجواء خاصة جدا الف مبروك ان شاء الله للجماهير الكل بتاع نادي الاهلي والف مبروك للعيبة واللناس الكل اللي كانت موجودة ريما في فيلماتش كنا نعرف ونستنى فينا مقابلة سعبة مع منفس كبيرة ويلعب قدام في ملعب وقدام جمهوره لكن احنا كنا متأكدين اللي احنا جايين لتونس نجم ونعملوا نتيجة بها حمده لجادة توفيق اليوم ربحنا منافس بها وان شاء الله نكمله في المقابلات الجاية على نفس النصاق ان شاء الله كلمتوا زي مع بعض كلعيبة بين الشوتين بعد ما اتأخرنا بهدف هنا لازمنا نلعبه احنا نتخلنا لشوت لولين متأخرين 1-0 قلنا لازم نلعبه نحاوله اذا كان لقدر الله اخسرنا نخرجوا ماتش باهي لقب النادي الاهلي حمده لجادة توفيق في الشوت الثاني وكنا ننجم ونرفع اكثر من اثنين لكن حمده للمهم من وجه الترشح ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله حدفه اسست يوم اكثر من رعب نسبة عمال حمده لان شاء الله جاي خير وذي احسن احسن رسالة جميلة للناس اللي انا ندافع على النادي الاهلي وندافع على المريول اللي انا لابسه وعمري ما نظر العباد وعمري ما ننكر الجميلة على الناس هذي الكلام كان كتير على علي معلول لكن علي معلول بيبقى حاضر في المباريات الكبيرة زي نار هذي شنو حبيت نقول لك انه فهم برشة ناس كلمت بعض المقابلة الانية لانا ما عملتش فيها حاجة غالطة كنت عملت مقابلة بها والناس كل قادت انوا علي معلول ما يحبش يلعب مع الفرقة التنصية لكن انا نختم على روحي عندي جمعية ندافع عليها وانشاء الله يكون اذا احسر رسالة لها شكرا علي لسه متواصلين معاكم فرحة زي ما انتم شايفين طبعا هنروح كابتن حسام البدري نجم النجوم ونجم اليوم ونجم النادي الاهلي وصراحة يعني كابتن حسام كابتن حسام مبروك انا بصراحة مش عارف اقولك ايه اداء رائع جدا فوس كبير جدا كان عندك ثقة واضحة جدا في تصرحاتك بعد المباراة الاولى وقبل المباراة اصلا قلت ان المباراة هتنتهي في رادس فعلا المباراة هتنتهي في رادس وللنادي الاهلي في البداية طبعا بقول الحمد لله والتحياتي للناس في الاستوديو كابتن فاروق كابتن ربيع كابتن وليد كابتن سبير تحياتي ليكو اكيد الحمد لله بحمد ربنا طبعا مباراة مهمة جدا في مشوارنا وامكين زي ما انت قلت انا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برج العرب قبل ما تتلاعب المباراة قلت احنا هنلعب مباراة برج العرب لكن بأكد للناس ان الحسم حيبقى فرادس لان خلال خبراتي انا عارف ان مباراة الاهلي والترجي حيبقى الفارق فيها بسيط جدا فارق الاهداف وحيبقى الفارقين عندهم حزوز في مباراة العودة فرادس هنا بغد النظر ان كابعا كنت مركز ان انا نكسب في مباراة برج العرب لكن سيناريو المباراة واشياء كتيرة طبعا حالت دون المكسب لكن كنت بأكد ان الحسم حيبقى فرادس وحتى في المؤتمر الصحفي بارح هنا قبل المباراة قالوا لي سألوا لي انت بتقول لي الحسم حيبقى فرادس قلت لهم الفارق زي ما انا توقعت والاهلي عنده حزوز والترجي عنده حزوز مباراة بالنسبة لنا اصعب كتير طبعا التعادل اتنين اتنين بحسابات النتائج هو افضل الترجي طبعا لكن احنا اي فوز بضمننا وكان عندي سوكة كبيرة في تأهيل اللعيبة تأهيل اللعيبة دي جزئة مهمة جدا كنت حسين سواء نفسيا بدانيا كل حاجة لا وفنيا في اليومين اللي اتمرنا فيهم الصبح هو اتعمل فيها كل شيء خاصة بالمباراة يعني كل شيء خاصة بالمباراة اتعمل في اليومين اللي احنا بعيد عن عين اي حد يعني اتعمل اه جينا اتمرنا الصبح يومين والحمد لله في نفس الوقت انا كنت عارف ان المباراة صعب لك ان عندي سوكة كبيرة جدا في ربنا الاول وفي اللعيبة وفي قدرتنا وفي المجهود اللي حصل حاجة طبعا مهمة جدا عاوز اقولها فعلا بشكر جماهير النادي الاهلي بشكر كل الجماهير بقولهم يعني دي خطوة وليس نهاية ان شاء الله لان لسه طبعا المشوار مكتملش لكن بشكر جماهير النادي الاهلي اللي جات في استادة تيتش وشجعيتنا ولي كانوا كان في اضعاف انا عارف ان كان في اضعاف برا وكل الناس حتى اللي مجاتش كان بتتصل بيا فمشكر جماهير النادي الاهلي بشكر المجموعة العظيمة اللي جات موجودة نارضة في المدرجات انا اتمزأت وانا باجري بعد المباراة على طول اه حاط التال جاول ان بعد ما الحكم صفر فتحت سفرينت على الجماهير بس اتمزأت بس الحمد لله بكرار نفس السيناريو 2012 كابتان حسام مبارايتين تاريخين تحت كيادة كابتان حسام البادري 2012 خدنا البطولة امام الترجي 2017 كسبنا الترجي وان شاء الله في طريقنا ان احنا ناخد البطولة تحت كيادة كابتان ان شاء الله لسه طبعا مشوار البطولة صعب ان شاء الله لكن بحمد ربنا وبشكر اللعيبة بشكر مجلس الإدارة بقول بشكر الجماهير بشكر كل الناس اللي شغال معانا ان مجهود كبير وتوفيق ربنا الحمد لله خطوة مهمة وفي نفس الوقت بقول كنا باللعب فريق مميز فريق ترجي فريق مميز بجمهوره بلعبته باسمه واكيد انتصار النهاردة يعني شيء برضو بيضف لي وللعيبة اللي موجودة وللجهاز اللي موجود الحمد لله ايه اللي حصل من بين الشوتين والشوت التاني يا كابتن يعني اللي شفنا الاهلي سريعا قدر يحرز هدفين وربعات رغم ان احنا متأخرين بهدف والنتيجة كانت بالنسبة لنا سلبية في القاهرة لكن حاجة جامدة جدا حصلت الشيء لا النتجة من السلبية في القاهرة النتجة 2-2 ما احنا عارفين طبعا المؤسرة لا انت كنت أفضل في القاهرة لا انا قد شدين افضلية في النتجة مشارط يعني مشارط انت بتكون أفضل ساعات والنتيجة لا تعبر عن سر المباراة لكن النهاردة اللي حصل بين الشوتين والان انا قلت بالزبط احنا ابتدينا الشوت الاولاني بضغط وكان نابد تبقى في رسالة للتراجل ان انا هضغطهم على اساس ما يبقاش في فكر ان هم هيدغطوني في نص ملعبي وابتدينا بشكل كويس اوي في البداية لكن حصل التراجع شوية كان نابد يبقى في فترات يبقى فيها تباين وامتلاك للتراجل في بعض الاحيان لكن برضو ما كانتشفي فرص واضحة شوفنا ضربة الجزاء اللي تحسبت علينا كسبنا كابتن بس التحكيم برضو فيه تكلم يعني برضو على التحكيم تاني لكن شوفنا ضربة الجزاء لكن غيرت اسلوب اللعب بين الشوتين كان لابد ان انا اولا ما كنتش قدر اعمل الضغط من قدام تاني لاني مش حادر اعمله على مدار التسعين دقيقة هستهلك العنصر البدني في شكل كبير فحيبقى فيه خطور عليها في نفس الوقت خلق مساحات في ظهر دفاع التراجل كان لابد يبقى فيه خلق مساحات مع تقارب بقى يعني الخطأ اللي كان موجود اللي اتنين بتوع نص ملعب المهاجمين كانوا بعاد عن وليد فكل الكورة بتروحوا كانوا بعاد فطلبت من وليد ومؤمن يبقوا موجودين ويسيبوا المساحات لاني كان واضح جدا عندنا مساحات في الاجناب لفتحي وعالي ونزود بالنص من الصورية وعبد الله يبقوا موجودين بس لابد منضم مؤمن وليد شوية ونستخدم الاجناب وما عملش الضغط من قدام كنت عاوز لا التراجل يخش في نص ملعب شوية ويخلق مساحة في ظهر ودل حصل وبالاسلوب دو شفنا المساحات اللي احنا خلقناها بالاسلوب اللي احنا لعبنا بها عشان دخلناه نص ملعبنا شوية اتخلقت المساحات ما كنا من قطع بكورة المساحات اللي موجودة حيبقى عندي راسين حربة حيبقى فيه استخدال الاجناب حيبقى فيه زيادة عددية في العمق عن طريق أجاي ووليد واستخدام طبعا الظاهرين واستخدام الناس اللي موجودة وليد ومؤمن مع اننا طبعا عملت تغيير على طول لان كنت عارف ان لابد يبقى فيه راسين حربة يبقى فيه كسافة عددية سحبت مؤمن وحطيت أجاي بداله في نفس الوقت هشاب محمد خلاص كنا جدنا الهدف التالي لابد المتلاك وزيادة العدادة في نص الملعب كنت لازم أعفل قدام فاتحي شوية برضو وفي نفس الوقت تزود نص الملعب على أساس يبقى فيه أربع موجودين في نص الملعب ممر الوقت طبعا شوفت كان فيه صعوبة جدا من فرد ترجي تبدو يلعبوا الكورة الطويلة والحمد لله تعملنا معا بشكل كويس الحمد لله سيد الجمهور النادي الأهلي وإحنا في طريقنا إن شاء الله نحاعدوا بقول لهم أنتو جمهور عظيم وكل التعب اللي إحنا بنتعبه ده عشانكو وبشكركم على كل المجهود مش دلوقتي أنتو جمهور عظيم على مدار السنين كلها لكن وجودكم معنا في الفترة لفات كان دفع معناه كبير جدا الناس اللي جاء تستادي التيتش الناس اللي جاءوا من النهاردة الناس اللي بره اللي مجوش برضو بشكركم وبشكركم أنتو على مجهودكم قناة الأهلي معنا بشكر كل الناس وقول لكم مبروك ومبروك لنا وإن شاء الله تبقى خطوة لنا كويسة مبروك كبتا حسين طبعا ده كان لقاءنا مع كبتا حسين مبروك لكل جمهور النادي الأهلي استنونا على طول هنروح لأوتيل وهنرجع لكم تاني عدر الستوديو شكرا مع المعجزات والسامة نشوف إن شاء الله طول ما احنا عايشين لأهلي بيعمل معجزات فعلا يعني مستهيننا كأمير إن شاء الله يروحوا في هندو والإقامة إن شاء الله تعمل لنا يعني مزيد عاديم معاكم للصبت إن شاء الله نفرح نهاردة بالنصر الكبير على الترجي إن شاء الله تبقى مبرات الحصول أو طريق الحصول أو تذكر التأهل إن شاء الله النهاية والحصول على البطولة إن شاء الله للأهلي أو جميعين أهلي بتتمنىها يعني كابت الربيع معلش بقى يبقى فيه مقطعات كثيرة طبعا تعرف الدنيا عاملة إزاي نجحة دونس فضل بس فعنا أصلي وقلنا بإذن الله كل التسعين ديام ببنية على اليقر بدني الجنب بدني كل الكلام ده قلنا إن من هنا في مصر وضح إن فريق ترجي في آخر 30 ديام والنهاردة بدأ أبادري إنما في مصر بعد خمس ديام وشد التالي فكل ده مبني حتى لو طلعت سفح سهم أسلوب اللعب غيره من شد لشد شريف إكرامي أحمد المباراة نهاردة كان شريف بابريك لك مباراة كبيرة وأداء كبير من لعاب النادي الأهلي وبتحديد منك أنت بالذات كان عليك ضغوط أكيد بعد المباراة الأولى تكلمني شعورك بعد المباراة لا طبعا في البداية بقول ألف ألف مبروك للعيبة والجهاز الفني والجميع كل جميع النادي الأهلي وخصصا الجمهور اللي سافروا وراءنا وجيوا تعب وكان متأمل ومتعشن في أن نحن نكسب فبقول لهم ألف ألف مبروك طبعا المباراة يعني زي ما انتعارك كان هناك ضغوط بعد المباراة الأولى بس المباراة الأولى انتهت بمجرد ما خرجنا من الملعب لأن إحنا فريق كبير وعندنا شخصية ونقدر نحن نحسم التاهل سواء في مصر أو بره وديه مش أول تجربة لنا فأعتقد أن احنا فصلنا نفسنا كواس جدا عن الضغوط وأنا شرح دينا حاولت أن أتناسى دايما أي مبراءة حلوها ومرها بإجاباتها وصلبياتها أنت بتلعب في نادي كبير والنادي عنده شخصية لازم يكون أنت شخصيتك على مستوى النادي لتلعب فيه وطبعا أن أنت تحتضغوط لما قدرتش تتعمل الطغوط يبقى مش يكون لك مكان في نادي كبير زي نادي الأهلي بنتهز الفرصة وعاجة أشكر الجمهور الجمهور اللي وقف معايا الجمهور اللي سندني وكان ليه تأثير كبير جدا جدا أن أنا فعلا ما حسش أن أنا الواحدي قبل كده ممكن أو قائل عيب تاني بيحصل له مواقف أو مواقف صعبة ممكن يحس أنه بيوقف لدوطفن الواحدي أنا المرة اللي فاتت تحديدا حسيت أن أنا واقف وراج مهور كبير مهور بيسندني بيقال لي إلعب ولا همك وأنا يعني إذا كنت أنا شخصيتي بترجم أي ضغوط أو مشاكل بتحصل لي الإيجابات وتمرين فده سعيدني جدا جدا أن أنا أقدر أن أنا عدي المرحلة بمنتهى السرعة لأن أنا كان عندي مطش بعد أسبوع في تونس وأعتقد أن المطش كان محتاج زهن صافي ومحتاج قوة شخصية فأحمد ربنا وأشكر الجمهور مرة تانية وبأهم ألف ألف مبروك أشكر أنت وراج مهور أساسا لو يعني فقدت في قلب المحيط سيطلعك ويقفك على رجليك يعني الحمد لله جمهور كبير جدا لا يعيش كابتن ربيع تفضل بس فهنا خماسي وسط الملعب هو إن شاء الله بداية العرض الرائع وشكل النادي الأهلي بإذن الله هجومان ودفعية الأهلي بدأ بداية قوية جدا ووصل مؤمن في أول 7-8 دائب بانفراض بعد كده طبعا يعني الاستحواز والسيطرة للفريد تراجي وصع على فترات عن طريق السوابت وخطورته برضو كلها كانت فلوس الملعب يعني الشيط الأول بارك له أساس جمال أساس جمال مبروك قول مبروك مبروك أساس جمال قول مبروك على فرحانين مبروك لمصر مبروك دولي سبقرة مبروك للروح القتالية العالية لزرط بها الروح القتالية إن ربط مجدد الألوية الجين الألوية الجين التصال زرط لحظة أساس جمال مبروك ألف مبروك معنا مين؟ أستاذ كامل زهر أهلا بيك أهلا أهلا ألف ألف مبروك الله يبرك بيك الله يخليه يعني إحنا مش عارفين توصف لنا سعادتك ولنا نوصف لك سعدتنا ولا نعمل ايه؟ إيه رأيك؟ أحط سعدتنا على بعد وننبسط أهححح أهححح أولي أحساسك وأولي مادة السعادة اللي إحنا فيها كلنا كجماهير أهلي يعني دلوقتي كلنا جماهير بنتكلم بإسم الجماهير الحمد لله ربنا وضفقنا وراء كرمنا الحمد لله طبعا التوفيق بارك بيجي مش عيجي كده بيجي وطبعا من اجتهاد البريف الحقيقة يعني الناس بي اجتهدت سواء نعيبة أو جهاز فني والجمهور أنا بقول ان الجمهور يعني يحسب له وجوده في التمرين وشحنه نعيبة وهو اللي رجع الشديد في الكرامي تاني للحالة التركيز بتاعته فيعني بصراحة الناس بي تستاهل كل خير يكفتها بتسعد كل جماهير مصر مش جماهير الآن بس يعني دي حاجة الواحد لا يمكن انه هو ينتهي يعني كل واحد مصر كل واحد مصري اللي عرضه مصود وفرحان يعني حاجاته ليهلة اللي بتسعدني الحمد لله من الاهلي من العناصر اللي هي بتسعد البريفين دايما ده الاهلي سبب رئيسي يعني الاهلي سبب معي الكابتن ربيع عسين الكابتن أسامة عربي الكابتن سامير كامونة بيسلموا عليه أهلم بيكم أهلم بيكم يعني كابتن ربيع عسيني شخ شخ كيبر أهلم بيكم كامل زي صحة يعني مهما أقول لحضرتك يعني لو عملنا مكافآت يعني ملايين للعيبة مش هنقدر نبديها حقه أكيد طبعا الموضوع مش كل فلوس يعني يعني مثلا يعني زيكم المكافآت شوف يعني وجود مثلا المهندس محمود طار النهارضة مع الفئة هذا هذا بيعافض الفريق وبيديله دفع معنوية ويحسسه إزاي إن الموضوع ده مهم بالنسبة للنادي وفي مجلس الإدارة ولمهير فهي مش الفلوس دي في الآخر آه طبعا مهمة لكن في الآخر مش تهي الأساس ناكيد الإحساس نفسه هنشوف أنت إحتسك بالفوز هنشوف الفرق بين واحد إحتس واحد بالفوز والتاني جنبه بالهديمة هنشوف الفرق بديه إحنا مش عايزين نقول لك أوس كامل إحنا النهارضة النهارضة كنا بنجري يعني في التراط بتاعت الكناز زي مش عايزين نقول لك يعني كنا شايلين هم ننسوش في المقافآت بقى معهم كاتر ربيع بقول لك ما تنسوش في المقافآت معنا ما نعمل مجرود ومندعي إحنا بنقول لك كده كامل إحنا بنقول لك كده عشان ما تنسناش في المقافآت لا 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 إحنا منتقرش والندي عارف يعني كل اللي عايز وكل الناس عارف إحنا منتقرش طبعا إحنا بفضل إحنا أكيد قلنا طبعا دور مونتس محمود أنه سافر وكانت شجعها يعني مطلقة منه أنه يعمل كده بالرغم إحنا أتكلمنا بصراحة كتير ومش عايز أعود عايز في الكلام تاني لكن بالرغم يعني كتير من المشككين كانوا بيشككوا النادل أهلي ممكن يكسب لكن جمهور النادل أهلي الحقيقي واللي حاسين بالنبض الحقيقي بتاع الشريع الأهلاوي هم كانوا متأكدين كمان النادل أهلي هيكسب في أي مكان عشان كده قلت طول ما إحنا عايشين يعني نادل أهلي بتدي دروس لكل الملايين يا أسكن صحيح عاوز أقولك حاجة يعني بص يعني أنت دلوقتي لو طلعها الزكورة اختلفت عن الزمان ما بقاش فيه أوي حكاية أرضي وأرضك بالزبط أنت ما تلاقي مثلا برسولونها بتروح تلعب في ريال مادريد بكساب ريال مادريد في أدراع بالزبط بما ماتش إيكوال اللي نمي العبزة بعض بقى أنت الفرقة كبيرة دي دلوقتي ما بقاش فيه الحتة دي أنا المتش لو أنني أنا أحتاج أقول من خلص المتح نحن هنكسر لأن أنت النادي الأهلي اتحط في موقف لازم يكسب والنادي الأهلي لما بتحط في موقف لازم نكسب تركيزه بيعلى جدا أنت غير المتش أن أنت بقى فيه ماتشات فيها حكبات لا نأفل لا نلعب دفنش شوية لا نمتعرف أنت رايح مبني على أنه لازم يكسب يعني فدي بالعجل جايله على الاحتاج الطبيعي بتاع أو اللعب الطبيعي بتاع طبعا توفير ربنا ده فوق كل شيء لك أنا بتكلم عن حكبات اللي هي بتاعت فريقاتين الزينا اللي هي بالورقة والألم أكيد يعني أحلى ما قلت يوسكامل طبعا ببارك لك وببارك لكل جمهور أحلى ما قلت أن الأهلي مصدر رئيسي للسعادة يعني في اللقاء العربي كل والله ده لقب في الوقت مجين هن وأنا أنا بعتز به أكثر من أي لقب لا بغطة لأمريكا وكذلك النادي الأهلي هو مصدر السعادة للمصريين يا رب لا تتخبر غمالي فعلا تتكلم فيه يعني يعني يا رب دي معاناها زين نعمة والأستاذ كامل زاهر أمير صندوق نادي الأهلي يعني ألف شكر ليك ألف مبروك لك نحاول بحش أنا بكل هنالك طي 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 أنا كامل لك الجزيع دي لكامير الشوت الأول حتى أخير يعني برضو فلحد دي أربعين سجل هدف عن ضربة جزاء ومسلك الفرص ما كانتش كتيرة ما كانش فيه وقت بلاج الجوالب تهديفية جوالب هجومية من الفريتين كله تحفظ سيطرة السحواز تمرير تحرك فهو ده الشوت الأول الشوت التاني اعتقد من وجه نظر أنا كله للنادي الأهلي لعبا ونتيجا وكل حاجة فعلا النادي الأهلي النهاردة يستحق عن جدارة الفوز والصعود لدور الأربعة فعلا يعني النادي الأهلي النهاردة كسب التراجي بصراحة كلمتين مخنوقين قوي يعني جوال لازم أقولهم كسب في وسط بجاحة تحكمية على الملأ بجاحة تحكمية على الملأ مش عارف لغاية امتى هنفضل في ظل هذه البجاحة التحكمية صدر لكابتون أسر فوز مستحق زي ما قلنا للنادي الأهلي مبروك تاني لكل الناس وبنبرك طبعا للجماهير على رأسنا دول أول ناس يعني والحمد لله النادي الأهلي بيبقى مصدر سعادة زي ما انتو قلت كلكم للجماهير المصرية في سافة عامة فالحمد لله على النتيجة ونادي الأهلي استحق نتيجة المباراة كمجمل اللقاء يعني كابتون ربيعي تكلم بوضوح وفسر اللي واضح جدا 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 ودي علامة مستغربة ان فريد تراجي بهذا الحق طب لازم مقاطعك بحنطانك كابتون ربيعي كتير لا 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 معنا الأساس محمد جمال هلاي لعضو مجلس إبات مدلأهلي أهلا بيك أهلا بيك أساس카� ألف ألف مبروك الأول أهلا بيك وأهلا بالديوح كلهم كابتن ربيع عسين كابتن عسام عربي كابتن سبيك أهلا بيك أهلا بيك ألف مبروك الله يبارك فيك ومبروك لنا كلنا مطش بجد حلو جدا والله أنا عايز أقول حاجة ودي مش مكملة قولي اللي أنت عايزه قولي اللي أنت عايزه بقي مشجع أهلاوي يعني بجد إحنا ثقاتنا متخذينش في الفريق ولا لحظة والله العظيم أنا متمطش دي بات ما قابلت حتى غير لما بيقولي أن الأهل عيبنا سواء ممهور سواء عضاء مجلس إدارة سواء العيبة سواء مشكعين كل الناس ما سبحان الله بجد الأهل فعلا كبير متبير بجمهوره وتبير بثقة نفس العين أكيد أكيد يا سمحمد يعني أنا لسه كنت بتكلم أن عشاء الناد الأهل الحقيين اللي عارفين قيمة الناد الأهل الحقيين مش المغرودين والمنتفعين يعني مش عايز أعود أكتر في الكلام هم دول اللي كانوا متأكدين للأهل يعني بيبقى قابل للتحدي وقابل للتحدي في أي مكان وفي أي زمان وفي أي مناسبة لأ خطر أنه يعني بجد أنت مفيش فرقة في العالم أنت تبعات أسران واحد شفر وانت أعلى وقت الأخي متأكد أنت هتكتبوا في أهل في تونس بسط كل الجمهور ده يعني سبحان الله بجدد يعني الأهل الزارع فينا حاجات قريبة جدا هو إحنا عادين هو وصفين إذا إحنا هنكتب وان شاء الله هنفش دولار بقى وحنكمل في النهاية وحنفض البطولة يعني فعلا الأهل كبير بكل حاجة يا رب يعني أول كلمة قلتها بعد الجون التاني والله يعني أنا طبعا هي الموضوع خلص بعد أما الجون التاني يجي لأ فينا الموضوع حيفتح وكلنا كنا عادين بنفرجة ومشف الفرجة ومشف النادي الأهل أهل حاجة أهل حاجة اللي عادين كانوا متأكدين أن في جون تالت حياتهم الله يعني سبحان الله نستغراض من الكرة بتاعت أزوره طبعا إن هي وما كانتش يكون يعني بقينا طب معيش بقينا عاديون الموضوع يخلف طبعا بالجياد أكيد الحمد لله الحمد لله قوي 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 على المكسب ومكسب جميل ويا رب طبعا الموضوع الجاي قريب هوي كمان أسبوع تقريبا فإن شاء الله إن شاء الله يعني نرجع ونفرح ثلاث النهاردة وبكرة بقى يتقع ويستعدوا إن شاء الله عشان الموضوع الجاي إن شاء الله بإذن الله ربنا دايما يكلل مجهوهاتكو على كل خير والمجهود اللي بتعملوه وربنا ما بيضاعوه إن شاء الله ناد الأهلي يتوق بالبطولة زي ما حدرتك بتقول ألف ألف مبروك ليك ولكل مجلس فضل كابت فالشوت الأولاني ناد الأهلي ابتدى بضغط كويس جدا يمكن بعضنا كمتوقع أنه ممكن يلعب تلتين وياخد الحماس بتاع الترجي هو ابتدى كويس قوي لمدة عشر دقايق وغلطوا زي ما كلنا برضو قلنا إنه عندهم قلبي الدفاع بيغلطوا كبادي ومشاني بيغلطوا كتير جدا وأكتر من كرة قطعت كانت هتعمل خطورة ولكن يمكن بعد دياء عشرة أو اتناشر ابتدى الترجي يسيطر على الشوت ويعني تقدر تقول الشوت الأولاني في مجمله كان للترجي والهدف طبعا جي من طايا سين الخنسي في ضربة الجزائق اللي حصلت مع شريف إكرامي لكن حصل تحول كبير قوي بعد نزول أجايق تحديدا يعني أجايق نزل إدى الدفعة غير طبيعية للجزء الأمامي للنادي الأهلي قوة وانطلاقات ولعب للأمام على طول وبعتبره هو معلول نجوم الشوت الثاني طبعا كل الناس نجوم لكن بالذات تحديدا معلول وأجايق كان لهم دور غير طبيعي في الشوت الثاني في مجسب النادي الأهلي فالشوت الثاني نادي الأهلي تفوق بس هو الغريب وعلامة استفهام غريب كبيرة جدا أنه فعلا زي ما قال الكابتر ربيع الترجي هنا في آخر نص ساعة وهناك من ديئة خمسين بيقعوا بدنيا بدرجة مش طبيعية وبيحصل الالتزام بيفك طبعا أن النادي الأهلي تقع الالتزام في الناحية الخططية بيقل كتير قوي ولذلك بعد ديئة خمسين النادي الأهلي ممكن يجيب أكتر يعني جاب هدف والتاني وكان ممكن يجيب أهدف تانية وكان عطاكت السيناريو لاعب عليه كابتن حسان بدري يا كابتن أسان ما هو احتفاظ بأجاهي احنا كنا استغربنا أجاهي وانا ما هو احتفاظ بأجاهي يعني كان موقع التحول ما في الشك بس هو ممكن أجاهي برضو يبتدي ويبقى كده لكن هو نزل أضاف يعني نزل عمل إضافة قوية وبعدين النادي الأهلي شوط تاني خلاص لا حل له المطش تصعب جدا انك انت متعدل لنا 2-2 وبعدين مغلوب يشوط تاني بعد صف لا حل له لغير ان يجيب جنين فطبعا من زي ما احنا قلنا ان لازم لابد مع جهدك وشغلك ان يكون معك توفيق ان الجون الأولاني جي سريعا في الديئة الخمسين فعلى قوي من معنويات النادي الأهلي يعني كويسا الحمد لله برضو ان الجون ما تأخرش يعني الجون لما جيبت ديئة خمسين أو واحد وخمسين على جدا من معنويات لعبة النادي الأهلي وابتدى يهبط معنويات لعبة الترجي وكمان زي ما قلت لك بدانيا نوعه قوي ودي كانت غريبة لانه عندهم الاثنين الأفارق اللي هم كلبالي وفرانكوم وصلت ملعب مدافعين وكانوا مشيطرين على الشوط الأولاني جدا ابتدى فيه وقوع واحد وراء الثاني وراء الثالث مع اللي ابقى اللي هي بنول عليها روح الفانيلا الحمر الطاقة اللي بتطلع دي غير طبيعية في كل الأجيال يعني طاقة مش طبيعية كميات جارية مش طبيعية معلول النهاردة يعني الشوط الثاني بيجري جاري يعني الطاقة هو الجول عمل كوروس من ناحية الإيمين يقطع من ناحية الشمال لغاية ناحية الإيمين وعمل كوروس الجول الأولاني الجول الأولاني أولا تابع كويس جدا 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 على القائم البعيد واستنى كورة حطاها برجل الإيمين على شمال المعز بن الشريفية والجول الثاني وبعدها عمل سبرنتات كتيرة الجول الثاني قطع سبرنت يمكن 30-40 أرضا ناحية الإيمين وعمل كروس عالمي لأجايه فحتى العيبة اللي هي معلول وأجايه رغم أنهم أجانب لكن روحهم روح النادي الأهلي يلا نروح لكريم أحمد في الجزيرة عشان نشوف فرحة أعضاء النادي الأهلي يلا بنا مستمرين معكم طبعا التختيق خاصة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وفرحة كبيرة زي ما بقول النادي الأهلي النهاردة ده رائع نتيجة كمان رائع النادي الأهلي كان عنده بعض الصعبات بعض الإصابات تلاحم المبارات لكن قدر النادي الأهلي أنه هو يحجز تسكرة التأول من النادي الأهلي معنا كمان بعض أعضاء الجامعة العمية للنادي الأهلي بقولك مبروك النهاردة طبعا النادي الأهلي عودنا على الفرحة وعودنا كمان أنه هو فرحة كمان ليه بطولات كبيرة جدا لكن قولي النهاردة تبعت المباراة زي وحاب تقولينها طبعا كان كل ثقة في النادي الأهلي وإحنا واسقين ولينا في النادي الأهلي حكايات كتيرة يعني ثقةنا في النادي الأهلي كبيرة جدا وعارفين ان احنا ان شاء الله هنروح ونجيب الفوز من هناك مش هنتعادل ولا هنكسب وهنجيب الفوز زي ما هم فرحوا هنا احنا قلنا هنفرح هناك وهناخد البطولة كمان زي ما الاهل عودنا الاهل فريق كبير وفريق عظيم وان شاء الله من فوز لفوز بإذن الله شايف حضور جمهور النادي الاهل قبل المباراة وقبل الصفر بيوم في مختار الترش ده كان ليه تأثير كبير وكان ليه حافز كبير على كل اللعبة طبعا 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 فريق الجمهور النادي الاهل هو رقم واحد وزي ما حضرتك شفت النهاردة هنا وصورت كمان كل اعضاء النادي الاهل موجودين بأزروا الفريق وانحمده لله على الفوز وبنبرك لكل اللعبة وكل الجهاز وللنادي الاهل وكل اعضاء النادي الاهل وكل جمهور النادي الاهل في العالم كله احب تقولي ايه لكل لعبة النادي الاهل وجمهور النادي الاهل بعد المباراة شكرا شكرا كل الشكر طبعا لعضاء الجميع العمالي للنادي الأهلي وكيد مستمرين معكم هنضمنا كمان أحد الأعضاء وحابب تقولي النهاردة على المباراة والفوز والأداء الكبير وتقولي لعبة نادي الأهلي رجال النهار طبعا مبروك طبعا لكل لعبة نادي الأهلي وجهز الفني بصراحة خطة حسام البدري كانت موسوقة 100% اختار لعبة ممتازة جدا جوني الأجائي فاجئ الجميع بالهدف اللي حرزه بصراحة وليد أزارو الجوني اللي فلت منه ومعليش شيء بس إن شاء الله موفقين بإذن الله في المباراة اللي جاية أهم حاجة بس الجمهور بتاعنا الحمد لله اللي كانوا موجودين النهاردة فرادس بصراحة فاجئنا بصراحة بعددهم المهول بصراحة مكنش متوقعين عددهم اللي يزيد بالمهولة دي وإن شاء الله الحمد لله الحمد لله بالفوز تمام الحمد لله الميش مسير رب يغلي استمرين معكم طبعا وناخد طبعا بعض الأراء وبعض طبعا يعني الجمهور النهاردة فرحانة وعضاء الجماعة عمية فرحانين كل الناس فرحانا نهاردة في شكل كبير جدا على الأداء والنتيجة المميزة جدا أداء كان على أعلى مستوى بالنسبة للنادي الأهلي من حيى كابتن حسين بدري من حيى الجهاز الفني من حيى كل اللعيبة على الأداء لسه في مشهور كبير في البطولة الأفريقية لكن في هذه اللحظات نرجع لكم في الستوديو وأكيد متواصلين معاكم هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة ولقاءات عديدة مع أعضاء الجميع أومية للنادي اشتركوا في القناة 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 ونحن بنقول أول 45 ديئة نتمنى أن هي تطلع 0-0 عشان يقدر يقيد حساباته تاني ويقدر يغير ويعدل من طريقة اللعبة إنما الشيط الأولي كان لصالح الترجي 1-0 إنما تعديل النتيجة كان طبعا في صالح النادي الأهلي وقدر أنه يفوز بالمباراة عايزة حيل عيبت النادي الأهلي النهاردة الحقيقة على روحها على طبعا دأها الراقي جدا ومعروف على العيبت النادي الأهلي أن هي بتحول النتيجة من هزيمة الفوز على طول سواء في الرادس أو في القاهرة بطولة محلية أو بطولة قريزة النهاردة إنما الأداء كان راكي جدا وبحييهم بلهم ألف ألف مرور أكيد كان قاعد عندنا بره لسه كماعة صالح جمعة وقاعد عندنا بره رحمة حمودي ولسه مثل لا الاسم بتلخبط فيه دايما اسمه إيه اللي بتلخبط فيه المهل ماهلتش فكرنا يا كريم اللعيب الأفريقي الجامد جدا لسه هتشوفوا إن شاء الله في الدوري وقيد يعني محلية إن شاء الله يقيد أفريقيا باقى إن شاء الله لسه لسه في نجوم كتير جدا وبالرغم من كده كسبت التراجي في قلب ملعبه برجالة شريف إكرامي بحمد فتحي برامي ربيعة بمحمد نجيب اللي دايما بيدخل دايما لازم ده ليه شكر خاص محمد نجيب ده ليه شكر خاص من جميع الأهلوية إن شاء الله في أقرب مناسبة لازم تشجعه تشجيع خاص محمد نجيب اللي بيدخل في أي تحدي واللي ربنا بيكرمه علشان هو مخلص جدا علي معلول اللي يعني هنقول الهدف الأول يعني كان جزء منه لكن رهيب حاجة جميلة جدا دي صار بعد المباراة على طول حد رحين للجميع الأهلوية الأوليالة اللي كانت هناك لكن بمليون مشجع ألف شكر لحسام عشور وعمل الصلاة مجهود رائع عبدالله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان أزارو بد لك جامد جدا لازم تعود أزارو لازم تتمرن كتير جدا على الفرادات وعلى الكور السهلة اللي انت بتضيعها بس مش مشكلة النهاردة مفيش حاجة نروح لكريم أحمد تاني من الجزيرة عشان نشوف تفاعل أعضاء النادي الأهلي في فوز الفريق الكبير النهاردة استمرين معاكم طبعا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفرحة عارمة لكل عداء جميعنا وميال النادي الأهلي مباراة كانت مهمة من بارك أكيد للنادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي على الفوز المهم وأكيد طبعا عايز أسمع رأي حضرتك شفتي المباراة النهاردة وحب تقولي إيه لعبت النادي الأهلي والنادي الأهلي في فكل عام بهنيهم على المطش الجميل ده وشكرا أنه هما خلونا نفوز وبهني كابتن البش مهندس محمود طاهر وقد ترخيره أنه راح وهو تعبان للبعثة وبهني حسام البادري وكلهم والله وكل أعضاء النادي الأهلي والجمعية العموية وكل النادي فرحان وفرحانين جدا 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 وربنا يخليهم دايما في الفوز على طول يمكن محمود طهر خد على أعطيكم أنه يسافر وكم أعزر بشكل كبير للفريق شايفة ده من أسباب نجاح فريق النادي الأهلي كانوا مركزين بشكل جديد أكيد طبعا ده يعني دفع فعلا فعلا كالترخيره يعني وربنا يدي له الصحة والعافية ودايما كده تاج على كل اللي في النادي الأهلي ومبسوطون به جدا جدا والله يا راجل طيب وكويس وعمل للنادي حاجات كتير جدا بصراحة أنا واحدة من ناس شايفة لأنه بقالي 25 سنة هنا في النادي أو أكتر عمل إنجازات كتير جدا 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 البش مهندس بصراحة وبهنيهم كلهم وبهني كل النادي الأهلي وبتوع السباحة منهم ابني فوق في كرة المية كلهم بهنيهم كلهم بصراحة مستمرين معاكم طبعا وفرحة كبيرة لكل أعضاء جمعية ومال للنادي الأهلي مبروك يا أحمد طبعا نهاردة مباراة مهمة كنت على العصاب وكسوطك راية هنعارف لكن قدرنا الحمد لله إن إحنا نفرح جمهوري النادي الأهلي كالعادة لكن عايز أكلمك على في البداية على مهندس محمود طهر في البداية كرئيس مجلس صدارة النادي الأهلي أخذ على العصاب وكطبعا كانت عابلنا فترة لفات لكن كرئيس بعثة تحفيز كبير متواصل بيحضر على طول بشكل مستمر ومماز مع تمرينات النادي الأهلي قولي حبيب طولي في البداية لمجلس صدارة النادي الأهلي متمثف لمهندس محمود طهر مستحيلة يعتبر احنا متعدلين هنا اثنين اثنين وكان رايح يعني بس هو كان حط أمل كبير قوي على الفريق والحمد لله ناس اللاعبة ما تخزلتوش ولا الكابتن حسين بدلي ولا الجهاز الفني ولا الإداري والحمد لله الحمد لله ناس عامت شغلة حلوة قوي 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 فرحت كل أعضاء النادي النهاردة يا جماعة لو كنت شفت الفرحة اللي في عيون كل الأهلوية احنا جايين بقلنا يومين ما بننامشوا الله العظيمة بقلنا يومين فعلا ما بننامش النهاردة مش عارفين نيام الحمد لله الحمد لله فرحونا خلونا الحمد لله حسين فعلا جماعة واش عارفين انتوا فرحتوا يا لعيبة انا بقول اللعيبة بقول المجلس الدارة بقول باشمانس محمود طهر فرحتوا كل الأهلوية اللي موجودين في النادي واللي برا النادي يعني الحمد لله الحمد لله كريم حمد لله اللي جاي ايه شايفه مع النادي الأهلي متفائلين خير ان شاء الله ان شاء الله رحكس عامل عنديه لكن انت متفائل زي جمهوري نادي الأهلي ولا كلنا متفاعلين باللعيبة دي اللعيبة الرجالة اللي وقفت النهاردة وقفت رجالة وعملت ماش عالمي الحمد لله وكسبة التراجي في أرضهم فعز طبعا مش عايزين نتكلم بس في أي حاجة تاني بره التحكيم وبره أي حاجة وبره فنيات الحمد لله اللعيبة كانت رجالة 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 والمجلس الإدارة كان وقف براهم يعني لحد آخر لحظة مهندس محمود طهر فضل معاهم وكان مسافر رئيس البيعثة يعني أنا واحد من ناس كان ممكن أقولي يعني ما كانش أنا خاطر أنا أروح في سفري زي دي بس الرجل قالك أنا ناس دي إن شاء الله هترجع و هنرجع كسبين نكسب و هنرجع نفرح الجماهير و هنرجع نفرح اللعيبة و هنرجع نفرح كل الناس اللي هنا في مصر والحمد لله انت فرحت مصر و الأهلوية و فرحت كل الناس اللي موجودة النهاردة يعني لا يمكن نفسي تجي تفرج على الفرحة النهاردة و إن شاء الله sacrificed اللي جاي هنكسب وهنكسب وهناخد الكاس والهناخد البطولة الدورة إن شاء الله والبزن الله هنصعد في أبو زبي إن شاء الله إن شاء الله مستمرين معاكم طبعا وأكيد منضمننا عهد عضاء الجماعة العمية للنادي الأعلي وراحب بك في البداية وبقولك مبروك طبعا مبروة مهمة كلنا كنا عاديين على عصابنا لكن لعبة النادي الأعلي كان عندنا صفقة كبيرة جدا رئيس مجلس الإدارة مهانس محمود طار عندنا صفقة فيه كبيرة الأمور كلها كانت ماشية في شكل رائع حابب تقولي في البداية وحابب تقولي في اللحظة المهمة أحب أقول ألف مبروك للنادي الأعلي طبعا إحنا كلنا أهلوية وإحنا كنا عندنا صفقة كبيرة جدا في الفرق إنها لما هتروحها تكسب إن شاء الله في تونس إنها مش أول مرة نحصل معنا كده طبعا بنشكر كابت المحمود طهر رجل محترم وراجل عمل شغل كويس في النادي وهو رجل يعني بصراحة يعني أهلاوي صرحاوي زي ما إحنا عارفين يعني والحمد لله الدنيا ماشية كويس الفرقة تمام الحمد لله إحنا جايين ورحين وحطين في تنغنى إنه إحنا نكسب فرقة لعبة ماشية كويس عالمي وكابتن حسان البادري عمل جيم عشرة العشرة هارض لك إنك ممكن نكسب كبير أكتر من اثنين ندخل ثلاثة واضخل أربعة لو إحنا ركزنا شوية أكتر إنما الحمد لله الحمد لله الأهل قادر على إنه إن شاء الله يأخذ البطولة ودي بطولة بتاعتنا وإحنا دائما متعاودين نأخذها وإن شاء الله نأخذها نطلع أبوزابي بإذن الله اللي جاي شايفوه مع النادي الأقلي العبت النادي الأقلي على المستوى ده وعلى الفترة اللي جاي شيفت على المستوى ده إن شاء الله إن شاء الله الدوري بتاعنا إن شاء الله كاس أفرقيا بتاعنا إن شاء الله نطلع إن شاء الله بطولة العالم بإذن الله والألف مبروك لينا وألف مبروك الكابتن محمود طاهر وربنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه وعمل في الأقل حاجات ما تتعملش في خمسين سنة فالحمد لله الحمد للراجل كويس وراجل محترم وكلنا بنحترمه وكلنا بنقدره ومبروك لنا ومبروك لكل الأهلوية والحمد لله الحمد لله على كل شيء اشتركوا في القناة 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 ويركز أبو تريكا وعملها بمتعلم ربيع الله فعل الله في الزواني بقولها نعملها وكورة خفيرة وكورة من وليد سليمان ورهما بثاني ست وليد على طول الكورة لحمد أبو تريكا علي عبدالله السعيد حركه حلوة وفتحه ودي أبو تريكا الله أبو تريكا لي قرأ Deel لي قار из بطباس إن جظات مش ور مليان على ساطير جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير بطباس إن جظات مش ور مليان على ساطير جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير لا قار怒 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 النادي الأهلي وجهزهم الفني والإداري وطول عمر النادي الأهلي طبعاً بمصر مصر أحسن تشريف وأعتقد اللي بيموجود النهاردة أحسن تشريف لأن الرياضة واجه حضاري للشعوب فالأهلي لما النهاردة بفضل الله تعالى حال انتصار كبير جداً ويفرح 90 مليون مصري أعتقد أن يستاهل كل تأجيل والوقوف بجنبه والمساندة عشان يتوج إن شاء الله بالبطولة بإذن الله 70 مليون 70 مليون 70 مليون ماشي إن شاء الله لا حتى باحترامي الزمالكوية فرحانين زي الأهلي كل الأندية وكل الإسمعالوية كل الناس فرحانين لنادي الأهلي يعني بمصر مصر أمين النادي الأهلي الحمد لله متعاون مع كل الأندية ونادي كبير باحترامه وتقاليده وبدءه وعرقته أكيد والله أنا عندي صحابي كثير زمالكوية كريم قال لي مبروك ويعني الناس كلها بصراحة قلت لي مبروك إن شاء الله لما توصلوا إلى أفريقيا إن شاء الله أكيد كلنا هنساندكو وفدهروك إن شاء الله يعني عايز كمان أتكلم عن فرحة الجمهور الحقيقة كابتن أسامة وعايز كمان يعني الشرع كله فرحان يعني كل الشرع المصري فرحان كل الجمهور الأهليوية فرحانة اتحاد الكرة كان قيل مش في اللايحة مش نقول في اللايحة في حالة صعود نادل الأهلي إن شاء الله للمباراة تأجل بس برضو بنشهوره برضو على إنه نفذ أو لجنة المسابقات بلقاس الحجة عامر حسين يعني برضو بنشكره إن هو برضو مهتم وأجل فورا هذه المباراة تعالى كابتن أسامة نتكلم عن عودة النادل الأهلي وتغيير كابتن حسان بدري من طريقته بمجرد نزول أجياء اللي لعب بثنين روس حربة وخلى عبدالله السعيد وخلى وليد سليمان حرين تحتهم ودى الحرية الكاملة ليهم في إنهم يلعبوا ناحية يلعبوا ناحية الشمال ودى كمان حرية الكاملة لأزارو وأجيه كلمنا عن الرجوع اللي كان صعب جدا إنه يرجع في الترجي متأخر بهدف وترجع تتعادل وكمان تكسب أعتقد الموضوع يعني كابتن الأسامة العربي شافوا إزاي طبعا أكيد صعب لأنك أنت من البداية قلنا اتنين اتنين هي نتيجة في صالح الترجي فما بالك كمان إنه يفوت خمسة واربعين ديئة من الماتش التاني وتبقى نتيجة واحد صفر لهم فالأمور ازدادت صعوبة لكن أنا قلت لك إنه الشوت التاني اللعبة انتفضت وكان تغيير أجيه في الديئة سبعة واربعين يعني بعد ديئتين أو تلاتة من الشوت التاني ما كان مؤمن مؤمن طبعا لعيب كبير ويمكن لكن رجوعه من الإصابة بقى له فترة ما لعبش ولا لعب ماتش الأهل الأخير بتاع مصر ولا ماتش الودي فبقى له فترة ما كانش بيلعب فواضح أنه كان بدنيا مش جاهز قوي حاول الشوت التاني لكن أجيه كانت رجله في الملعب لما نزل عمل طفرة حتى في كميات الجاري يعني ابتدى يعمل معدلات جاري مش طبيعية حركة كبيرة جدا في التلت الأخير بالذات في ناحية الجنب الشمال لو كان ميل أكتر ناحية معلول وقدر معه كمان الانتفاضة اللي حصلت في أكتر من لعب أنه الأمور تتحول وبعدين كمان أنا قلت لك أن الكرة لابد لها من توفيق من عوامل التوفيق اللي حصلت أن الهدف جفت ديئة 51 الهدف التعادل ده يعني تقريبا بعد خمس داية من بداية أو ست داية من بداية الشوت التاني كرة عرضية جميلة من عبدالله السعيد متابعة من ثلاثة أزاره وأجيه وتعدي وتروح لمعلولة اللي كان قلت لك أنا من وجهة نظري هو نجم الشوت التاني ونجم اللقاء طالما هو نتكلم على اللقاء بصفة عامة أدري جيبها هدف جميل الهدف دا مع نزول أجيه كان أتلك سر في التحول والطاقة الغير عادية حتى الناس اللي كانت كميات جرياها قلت كانت بتفزل جهد لدرجة الناس بتقع في آخر عشر داي زي وليد سليمان وكل وعنجيب ورامي وفتحي وحسام عشور والسولية كان فيه بزل جهد غير عادي يعني دي فرحة البعثة فرحة البعثة الإعلامية اللي طلع مع الند الأهل يعني بيقودها وليد مهدي طبعا كل ناس فرحانة وسعيدة لأن الموقف كان صعب فبقى فيه حركة كبيرة من أجيه وأزاره اللي اتنين عندهم سرعات وحركة كبيرة في الجزء الأخير مع انطلاقات أحمد فتحي ومعلول عبدالله سعيد رتم وعلي عن الشهوط الأولاني فكل دا ادلك أفضلية وحصل قلنا تراجع كمان في المقابل فالنواحي البدنية وقلناها لأكتر من مرة علامة استفهام كبيرة جدا في فرقة كبيرة زي الترجي انه ازاي هنا بعد دياء 60 بيانهار كده وهناك بعد دياء 50 المعدلات البدنية وعت جدا في أكتر من 4-5 لعيبة قدت سيطرة للنادي الأهلي هم حاولوا يعودوا للقاء وبرضو في بعض الخطورة النسبية مش هقول الخطورة كبيرة قوي على مرمى شريف إكرامي ولكن الهدف الثاني أحباطهم جدا وابتدى فيه يأس حتى في بعض وشوش للعيبة الترجي مع زيادة الروح المعنوية للعيبة النادي الأهلي اللي هو كانوا بيكافحوا كفاء غير عادي واستحقوا اللقاء طيب معنا نجم كبير يعني نجم كبير جدا يعني النجم منتخب مصر النادي الأهلي والوزير الأسبق رياضة المصرية الكابتن كبير طهر أبو زيد منور الدنيا كابتن أهلا نميزه إزايا أهلا بيك منورنا يعني وبنسعد بالحديث معاك كابتن ربيع عسين كابتن أسامة عرابي كابتن سامير كام مونة بيبلغوك تحياته خليني طبعا أبعط لهم التحية والتهنئة إن الأهلي هو ممثل الآن وخبابك في قناة الأهلي فدول وطبعا كل نجوم الأهلي بيمثلهم الثلاثة الجمال اللي عندك سواء كان كابتن ربيع عسين أو سامير كام مونة أو أسامة عرابي وحضرتك كمان يا كابتن يعني نورتنا كمان وزدت للستوديو جمال عايز أقول طبعا الأهلي يبقى هو الأهلي أكيد الأهلي يبقى هو الأهلي اتفننا الحمرة لها رصيد كبير جدا يميدوا بيظهر في الأزمات أكيد كابتن يعني براهم يتشاؤم البعض والبعض يتحدث على إن المباراة تاهد بعد نتيجة المباراة الأولى في برج العرب إنما حقيقة الأهل العظيم هزم كل التوقع أكيد هزم كل المتربطين وكل المتشائمين وأثبت إنه معدن نفيس ومعدن مختلف تماما ودي أقل شيء يقدمه أولادنا لجمهورهم العظيم الجمهور في الحقيقة اللي كان في برج العرب نموذج رائع دي جماهير محبة لناديها الجمهور اللي ودع لاعبيه قبل استفر بساعات وهو زائيره بيسمع مصر كلها قبل ما يركبه طائرتهم بساعات أكيد النهاردة هو يوم مصر في يوم النادي الأهل بس وبالحقيقة يعني أعيد أقول إن ده يعني إحنا حققنا بطولات كتيرة جدا والنجوم اللي عندك دي سهمت في بطولات عديدة وخصوصا رضيع وقسام عرابي دول من أكثر اللاعبين اللي حققوا بطولات في تاريخ النادي الأهل أكيد النهاردة يوم مختلف النهاردة يوم يعني تاريخي النادي الأهل وسط كل ظروف دي وسط تحكيم ظالم فاسد يعني مستفز وبيقدر أن هم يحول الخسارة إلى مكسر وسط كثير من المتشائلين والمتربصين الحقيقة النهاردة ربنا خزالهم ربنا النهاردة خزالهم أمام الجميع وحول دعوات المخلصين والمحبين والمنتمين لهذا النادي العريق إلى فوز مستحق وفوز كبير وفوز في الحقيقة أسفل صدورنا جميعا وأنا لو سألت التلاتة اللي قدامك دلوقتي يا ميد وسألت نفسك أن النهاردة يوم يساوي وطولات كثيرة جدا حقناها في تاريخ النهاردة باتفق معك تماما كابتن طهر كل الأهلوية المخلصين أوي حسين بكلامك وكل الكلام اللي حالك قلتوا دا كنا حسينه وده اللي كان مخوفنا أوي من مباراة اليوم لا وخليني كمان حقي المجلس العظيم مجلس محترم ورئيسه رئيس محترم ربنا أكمل مجهودهم في الحقيقة والجهاز الفن الرائع اللي صند لآخر دقيقة ولعبتنا اللي تمسكه في الروح المكسب برغم الظروف الصعبة وبرغم التحكيم اللي أنا بقول عارف التحكيم النهاردة يميزه هو اللي كسبنا النهاردة أنا أقول حاجة جديدة فكروا فيها كلكم حكم اليوم هو اللي كسب النادي الأهل عادش ليه؟ دخل لآله في تحدي لا لأنه طم من لعدة الترجي يميزه هو من كتر فساده طم من لعدة الترجي أنه هو حبيهم كده كده هيكسبهم مش عارفين فيه ربنا أكبر منه حلو قوي يا كابت حلو التعبير ده قوي وبالتالي خبالك ربنا سبحانه وتعالى يعني قال في كتاب الكريم وما يحيخ المكرس تيء إلا بأهل حلو قوي كان بيحيخ المكر للعدة النادي الأهلي وبعض المتربصين من الخارج كان ربنا أكبر منهم وفرح المصريين وفرح كنتوا في الستوديو وفرحنا أنا أكيد أنا حضرت المباراة مع مع أعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر مهما أقول لكم أقول لكم الفرحة كانت عاملة إزاي ولا أقول لكم الناس قد إيه؟ الناس بكت من الفرحة هو ده الأهلي وهو ده وهيفضل نموذج وهيفضل صورة رائعة ويظهر عند الشدائد وعند الأزمات كل التهنيع لكم كل التهنيع الربيع والأسامة عراضي والثمير كاب مونة والمصر كلها النهاردة هو يوم مصر يامين شكرا جزيلا شكرا كابتن طهر لا أنا لسه عايزك كابتن طهر لو حضرك عندك وقت يعني حضرك كلمت كلام أنا كان نفسي يعني أنهي بس أنا عايز أعرف منك تفاصيل أكتر عن فنات اللقاء اتكلمت كلام بمنتغ الحكمة يعني حللت نظرية الحكم اللي أنا وصفته أنا وصفت الحكم بالبجاحة التحكمية نادلة النهاردة كان فيه وحكي uنا كل حاجة يعني قل لي بقى إحساس كابتن طهر لوcision جمهور أهلاوي Breath of speak خليه بعيد عن سدّ الوزير وكأبتن طهر بزيد النجم الكبينة دلقلي ومتخب مصر إحساسك كمشجع أهلاوي كانесь اقي لا طبعا النهاردة يعني إحساس بأهانية المبراءة وإن هي فوقت عثور جدا وإن هي لهاي مبكر وأن هي بتوصل إن شاء الله لنهاء البطولة أعتقد أنك كنت بتتبحها كمحب أكيد وطبعاً بمعرفتك بولاد النادي الأهلي الحقيقيين الأمل عمري ما فقدته في الحقيقة النهاردة برغم ظروف الصعبة اللي مر حل وبالتالي أنا عشت تسعين ديئة في الحقيقة زي كل أولاد النادي الأهلي اللي مروا في تاريخه إحنا عشناها النهاردة يعني تمنينا إن إحنا نكون في الملعب بدل التوتر الشديد جداً اللي كنا عايش أعتقد أنت شفتوا المباراة في السوديو إحنا مش عايز أقول لك كان هنا في الدرجة الثالثة هنا أنا مش التقوش بس أنا متخائل شكلكو عامل الزاوة متأكد يعني 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 بالتأكيد كنتوا عايشين معاناة كل أهلاو عشان كنا حاسين بكلام الحراك بتقول يا كابتن طهر عموماً وما يحبه المكر السيد إلا بأهل يميد وإن شاء الله بإذن الله لدنا يكملوا مشوارهم الرائع اللي بذلوه في الفترة اللي فاتت ويفرحوا مهورهم إن شاء الله بأغلب طولة بأغلب طولة في تاريخ إدامنا يعني يا كابتن طهر حضراتك كلمت كلام مهم جداً وحلوة جداً نفسي يعني يا طول معاك في الكلام بس مش عارفة تعيس إفل ليه إحنا ما بنصدق لا أنا عايز أدي فرصة الربيع وإحنا عاديين للصب أنا عايزهم يعلىوا على الكلام ده أنا علق أكيد أكيد كلام مهم جداً طبعاً سامير لا تنقص الجرأة يعني سامير ده وحش يعني كلام مهم جداً قلت فيه كلام كتير بين السطور رجله أجمد مني شوية لا أكيد ماردونا النيل منوارنا والله لا أنا بس خليني أكرر التهنية تاني الربيع وسامة والسامير كمونا يميدوا في الحقيقة لأن دول زي بقولوا وجوه مضيئة في تاريخ الناد الآن شكراً جداً وسامة وربيع دول واحدهم قصة كبيرة جداً جداً الله خليك أستطيع مع الله خليك شكراً جداً خلص عليك طيبة كابتن طهر ونورتنا وشرفتنا ونفسنا تيجي هنا تتنور القناة يتبقى قاعد معنا ربنا خليك كابتن طهر ربنا خليك ربنا اتشرفت بيك وألف ألف مبروك لك شكراً لحويلة طهر قال كلام مهم جداً وقال كلام بين السطور يفهمه أي حد يعني أولا حيق المكر السائل لا بأهل عشان الحكم هو كان مكر طبعاً وبيحاول يامك وبيلعي من هذا لكن ويمكن على الحكم بس والله خير الماجرين أولا على الشكل العام أولا على الصور العام أولا لا أحنا يعني دي نسبة قليلة اللي كانت دايما تقول إن ممكن المتش للترجل لكن إحنا إحسابها نسبة كم في المئة لكن إحنا بعد المتش لولاني قلنا إحنا رجعين الأهلي برجع في أي وقت الأهلي من حضر لا لا يكسب الفوارئ كبيرة جداً بصراحة الفوارئ الفنية كبيرة جداً بين الأهلي والترجل منفحش حجم الأهلي ما يوصلش هنا أخذ بطولة بالفنيات دي وبالتغطيط ده وبالنظام ده وبالإرادة دي وبالقدرات الخدرات اللي قدامنا دي الخدرات دي إحنا بنقول فيها في نهاية الموسم بعد المتش المصري إن أحسن فريق مش في مصر في أفريقيا نحنا قلنا إن الأهلي دي ياخد بطولة أفريقيا إن يملك القدرات يملك النظام يملك الروح يملك وأنا هنا خلي بالك قلت لك النهاردة رجال اطمئون يا جمهور الأهلي قبل المتش أنا قلت الكلام ده لإحنا عارفين وواسقين بنسبة 100% إن الأهلي يملك فلو اتكلمنا عن الفنيات كتير جدا بصراعا الفوالي الفنية كبيرة جدا جدا حجم الترجف فنياته النهاردة قليلة وضعيفة ما ينفحش فليه ما قدمش يوصل دور اللي بعد وما ينفحش فالأهلي اسم كبير والأهلي نادي كبير ونقدم بصراعا يستهلوا عن جدارة واستحقاء وفنيات وإرادة والتزام وإصرار وروح عليها جدا قدر النادي الأهلي يفرح الشعب المصري كله أبي كابتن سامين شايفك عمال تكتب وعازك تعيش الجوا معنا لا ما خلاص فالفنيات احنا اتكلمنا فيها كتير قبل إنما يعني علق على الصورة بقى أنا يعني كد مني شوية ده وصول الفريق أهو لسه ودي البعثة وده السفير المصري في تونس ومعه المهندس محمود طاهر يعني الصورة طبعا عمالة تروح وتيجي نحاول إن شاء الله نعايشكو كجمهور أهلي في الأجواء أجواء الفرحة في معسكر إقامة فريق النادي الأهلي في تونس فرحة حلوة جدا كلنا فرحانين بجمهير النادي الأهلي وفرحانين بالبعثة كلها ومانس نحمود طاهر طبعا نتكلم كلام منطف جدا وبارك للبعثة كلها والجمهير النادي الأهلي ومسندة الجمهير هنا في ملعب التيتش وقال إن الجمهير كانت سبب رئيسي لعودة انتصارات النادي الأهلي من بديد وكان جانب معناوي جميل جدا طبعا فرحة جميلة كلنا متعودين عليها موليد مهدي عايز رأس جايه أحمد فتحي بقوله اهدو يا جماعة أحمد فتحي اهو اهدو ده احساس كابتن الأهلي بس يعني ومعليش يا فتحي يعني أعذر الناس كانوا شايلين هم كبير جدا والحمد لله الهم راح من البون فأعذرهم شوية خليهم يفرحوا وفرحوا ومعهم انتو كمان كنا من شوية شايفين محمد هاني ومؤمن كانوا بعملوا استعراض لعضاة البطنة ممكن نجيب لكم كريستيانو بقى وندخلكوا في حاجات خلي بالكو مش حلوة رامي ربيع ألف مبروك لا ألف مبروك طبعا وعايز اشكر طبعا الكابتنة رابزي طبعا على كلامه الراخي جدا ابني من أبناء نادي الأهلي أو نجم من النجوم الكبار النجوم النادي الأهلي اه اتكلم كلام بحب الراجل ده بيحب نادي الأهلي جدا اتكلم وقال ان انا كنت موجود في نادي أهلي مدينة نصر وكنت قاعد مع الأعضاء وفرحان جدا وفرحة الناس من حوالي بفوز النادي الأهلي واتكلم كويس جدا حقيقي على النادي الأهلي وده طبيعي جدا هو في كل لقاء حاسم أو مسير ابتدى يعمل مدخلات مع مكانات النادي الأهلي وبتكلم كلام يعني رائع بنشكره طبعا نجم كبير زي كابتن طاربوزيد عايز اقول لك فرحة النادي الأهلي فرحة كبيرة قوي فوز ما احنا بتكلم قبل كده كابتن رادس دي ليها كلمة سر عندنا زينا بنقول بلدنا الثاني لا بنقول ملعبنا الثاني أو ملعبنا الثاني الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب نعم تكرر تاني وتالت ورابع إن شاء الله لو لنصيب نلعب في تونستاني هنفرح ونفرح الجمهير معنا إنما النهاردة كان يوم جميل قوي عايز اشكر اللعيبة على أداءها الرجولي بقى خلينا نقول أداء رجولي من كل اللعيبة نحنا تكلمنا عليه قبل النهاردة آه يعني كل اللعيبة كترجالة أول نهاردة تحملنا المسؤولية عندهم شخصية الحقيقة طبعا الأداء التكتيكي طبعا اللي كابتن حسام لعب بيه وتغلب على كابتن فوز البنزيرتي طبعا ويقدر أن هو يعمل شغل كواس جدا من حيث الأداء طبعا وحيث النتيجة كل ده طبعا تتحسب للنادي الأهلي وعايز أضيف طبعا حاجة مهمة جدا صد ديفينس النادي الأهلي لما سألتني سؤال قلت لي محمد نجيب طب رامي دلوقات هيروح للشريف إكرام مش عارف هيقوله إيه طبعا لغة الحوار ما بين لعبين طبعا دي حاجة معروفة إنما أنا بحيي للفرق ككل إنما ديفينس النادي الأهلي مع شريف إكرام النهاردة كالترابية وكالتنسامة أدوا أداء راكي جدا كان فيه تماسك فيه توازن ما بين الخطوط إنما خط الظهر النهاردة النادي الأهلي بتلعب بره ملعبك قدام لعيبة دولية وقدام جمهير قوية زي كده عندك هو تحمل وعندك طبعا سبات فعالي والعبت على الخصم زي ما احنا تكلمنا قلنا الكورات السابتة والرقابة المتحركة والرقابة الكور السابتة على الإطراف أو الكورنر طبعا طبعا هتبقى صعبة إنما كنت مركز طول الخمسة وتسعين دي ده إده ثقة لبقى الخطوط نص الملعب والفرادة زي ما تكلمنا قلنا هتده طمأنينة نص الملعب النهاردة ووصل الفرادة وتسجل بالفعل ده حصل الحمد لله خمسة وتسعين دي كانوا رجالة قوي مع شريف إكرامي فأنا بشكرهم الحقيقة وبقول لهم ألف مبروك وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله إن شاء الله قطل أسام أنا بسألش أنا عايزك تتكلم يعني اتكلم من اللي انت عايز تتكلمه عايز تشايف حتى فأناي عايز تتكلم فيه عايز تتكلم يعني احنا قلنا الشوت الأولاني النادي الأهلي ضغط في أول عشر دقائق وبعد كده سيطر الترجي وقدروا يجيب وجون فالموقف تصعب لكن زي ما قلنا اللعيبة تفوقت على نفسها الترجي زي ما قلنا بعد ديئة خمسين ابتدى يقع بدنيا كل الحاجات دي فتحت مساحات كبيرة في دفاع الترجي وفي لعيبة كتيرة كانت الشوت الأولاني أقل من المستوى لكن الشوت التاني انتفضوا زي ما بيتقال يعني انتفضوا أكتر من واحد عبدالله السعيد وليد سليمان معلول حسام عشور والسلية كل دول زهادوا كتير قوي الشوت التاني وربنا كل الجهودهم أنه الهدف جيب هدري وانا قلت دي نقطة التحول بنزول أجاية والهدف جون في وقت قريب من بعض على طول قدت معنويات عالية جدا وابتدت تعمل شيء من الإحباط عند لعبة الترجي يعني يمكن لو الجون اتأخر شوية واحنا مغربين واحد صف كان الترجي معنوياتها تبقى في السماء لكن سرعة الهدف في الديئة ستة فرقت كتير قوي فالحمد لله وكان ممكن كمان تخطف هدف أو تاني غير الهدفين اللي أنت حط اللي هو أزار يعني نتكلم فيها بعد ما نروح لكريم أحمد تاني علشان نشوف برضو رد فعل أعضاء نادي في نادي العلي أنا عايزة أخذ نهاردة الفرحة شايفة نهاردة الأداء إزاي والفوز إزاي وده بيمسي لك إيه كأهلاوية مبروك لكل الأهلويين ومبروك للفري ومبروك للفري وبشكر كريم الشرافي قوي ومبروك للفري وبدو كانوا حلوين أخذ ناري جدي فرحنا قويه في شغيره بيفرحنا في البلد هو الأهلي وبس اللي يحب أتولي النهاردة على الفوز وعلى الأداء وبعد الفوز النهاردة تحب توليل كل العتلق بس المساق بس ERIC تمل معاك وطبعا وبنضمننا كمان يعني أحد çıkt أول شباب والمشجعين وأضواء النادي الألي طبعا للمتوجدين هنا داخل مقر النادي قولي اللحظات دي بتمثلك ايه والفوز والاهداف قولي عاشت المباراة نهاردة ازاي وكنت متوقع فعلا نادي الاهلي يكسب المباراة انا طبعا بابا متوقعين ان الاهلي يكسب في اي وقت عشان الاهلي هو ملك الحاسم ديت وبيبقى على طول بيبقى عادين على عصابنا بس عارفين ان الاهلي يكسب في اي وقت لأن الحمد لله ان هو بيفرح شعب مصر كله مش مصر بس ومش الاهلي بس ورعاة شطره اصلا من المتش بس الحمد لله وقالف مبروك لفوز باذن الله قولي موانس محمود تتخذ على الاتقه ان هو يروح رسك كبير من بوراكنة مزبزبة شوية لكن اسراره ده على الاتنادي الاهلي ده ليه ممكن حاجة كبيرة جدا عند كل اعضاء الجميع هو عارف كمان ان ما شاء الله يعني اللعبة بتاعتنا الرجالة وبتوقف يعني في الهواتر حاسمة ديت في اي حيطة بيروحها رادس كمان احنا في تونس ما شاء الله يعني الفرقة بتاعتنا ده مكسة وراته جوالات والف مبروك والحمد لله ربنا نفرحنا على طوله ان شاء الله لنفرع بالبطولة باذن الله والف مبروك قلي كمان انت حابب تقولي بعد الفوز وبعد الاداء وبعد الاداء الرائع من كل جمهور نادي الاهلي في البداية هنا في استاد تيتش وكمان لعبت نادي الاهلي في استاد رتز ألف مبروك للنادي الأهلي وعائبت للنادي الأهلي رجالة جدا وقفوا في الدقائق الصعبة وقفوا على درجلنا من ديئة 60 لحد ديئة 90 الحمد لله يعني ربنا وفقنا وراتنا صارنا عشان كانوا رجالة وقفوا في الملعب رجالة الحمد لله وشريف إكرامين قلوا ما لا يهمك الموضوع خلص وحنا صعدنا الحمد لله ربنا وفقنا واللي جاي بقى نشوف الموضوع اللي جاي وربنا سهل وليلي حابة تقولي النهاردة تبعت الأول المباراة زي شفت الأداء زي وكان عندك ثقة النهاردة أن النادي الأهلي يكسب في الرادي سولة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أنا طبعا فرحانة جدا أن النادي الأهلي كان قد المسئولية وقدر فعلا يسعج جمهوره زي معودنا العيبة كانت رجالة جدا إحنا في الشوت الأول أو ممكن نكون كتنروح قليلة بس طبعا معلول بدأ الشوت التاني وقدرنا الحمد لله أن إحنا نتغلب على الخوف اللي كان جوانا لعبتنا رجالة وهتفضل طول عمرها رجالة وإحنا ننصد فيها إكرامي أنت كنت بجد نجم المباراة وقدرت تتعود الخسارة اللي كانت قبل كده وقدرت تكون قد المسئولية والحمد لله إحنا إن شاء الله مستعدين للمنتشرة الجاية والحمد لله وليلي شايفة اللي جاية إزاي بالنسبة للنادي الأهلي الفترة اللي جاية صعبة لكن إن شاء الله عندنا سيخة كبيرة جدا بكل نادي ما فيش كلام لعبتنا قد أي حاجة وقد كل حاجة وهتفضل لعبتنا لعبتنا لعبة النادي الأهلي هو الكيان الأول والأخير وهنفضل دايما أبطال الدوري وأبطال الكاس وأبطال الدنيا كلها ألف مبروك قولي لنهارده انطباعك على الفريق شايفة إيه الأداء والروح الكبيرة للنادي الأهلي لعبها النهارده دو هل فعلا كان عندك سكة نهارده إن إحنا نكسب ولا الحمد لله مبروك للأهلي وأنا كنت مواسكة إن إحنا نكسب وإكرام يطول ما هو موجود يعني متأكدين إحنا نكسب وإن شاء الله البطولة الجاي إحنا نأخذها وإن شاء الله خير يعني مين اللي لا تنطق في الأداء كان بلعب أداء رجوع وكان متؤلق النهارده في المبارا وكان ليه تأثير النهارده من وجهة نظر معلول فإن شاء الله خير يعني البطولة الجاي إحنا نأخذها إن شاء الله مستمرين معاكوا طبعا وزي ما بنتكلم أداء وفرحة كبيرة جدا لكل جمهوري لنادي الأهلي العبت النادي الأهلي الأمور كانت رائعة في رادس رغم كل الجمهور الكبير اللي كان متواجد لكن كان فيها كبيرة جدا لكل العبت النادي الأهلي إن هما هيصعدوا هناك ويحصلوا على تذكرة التأهل من رادس أكيدا كنا مستمرين معاكوا كل مشاهدين وطبع قناة الأهلي في كل مكان وتخطيئ خاص هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة ولقاءات عديدة مع أعضاء الجماعية العمامية للنادي الأهلي موسيقى بطلاطه أكبر من عمر النادي بحاله والعيبة هو انجر تقلبنا فضاك تشاره وانتقنا باسمه استاري اللي تغناده يا ما شكنا وفرحنا كثير موسيقى 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 أهلا بحضراتكم من جديد يعني أقول لكم إحصائيات هذه المباراة في الديئة 21 بطاقة صفراء لمؤمن زكريا أول إنظار كان في المباراة لمؤمن زكريا في الديئة 28 حسام عشور بطاقة الصفراء الثانية البطاقة الصفراء الثالثة في الديئة 38 لشريف إكرامي الحكم كان نقص دينا نحن كمان في الستوديو إنظارات في الديئة 39 هدف من ضربة جزاء اللي طه ياسين لخنيسي في الديئة 50 هدف النجم النجم الكبير النهاردة علي معلول في الديئة 48 خروج مؤمن زكريا ونزول جونيور أجاهي اللي كان بمثابة يعني تحول في المباراة 62 ديئة 62 هدف لجونيور أجاهي في الديئة 66 خروج فرانكوم ونزول فرجاني الساسي في الديئة 70 خروج خليل شمام ونزول حسين الربيع طبعا كان بدفع بكل الأسلحته الهجومية خروج في الديئة 73 خروج أنيس البدري ونزول فخر الدين بن يوسف زي ما قلتلكه يعني ما كانش قدامه حاجة غير كده في الديئة 81 خروج وليد سليمان ونزول هشام محمد الكابتن حسين بدأ خلاص بقى أن أنا هقفلك الملعب واللي أنت عايز تعمله أهلا وسهلا بيك في الديئة 92 خروج وليد أزار ونزول محمد هاني كتغييرة لإضاعة الوقت وفي الديئة 94 بطاقة صفرة لجونيور أجاية من شاء الله حكم كان معها بطاقة صفرة كتير قوي كابتن سامين شايف التغييرات كابتن حسين استعمل تغيير في الديئة 91 خروج أزار ونزول محمد هاني كيعني تغيير تضييع وقت المقصود بي أكتر تضييع وقت في الديئة 48 بدأ الكابتن حسين البدر يتدخل فعليا في المباراة بإخراج مؤمن زكريا ونزول جونيور أجاية لا وطبعا تكلمنا من قبل المباراة على الدكة وقلنا أن الدكة فيها عناصر ممتازة وتقدر تغير النتيجة في أي وقت وبالفعل إذا حصل الكابتن حسين قدر أنه يعمل تغيير الحقيقة يمكن تغيير إيجابي بنزول أجاية أجاية طبعا من اللعبة الممتازة وإحنا كلنا تكلمنا الكابتن ربيع تكلم وكابتن حسينما في بداية الاستوديو قلنا أن أجاية من وجهة نظام نحن أنه كان ممكن يبدأ لكن هو سايب ورقة رابحة بره للظروف اللي هي أو السيناريو اللي حصل للمباراة وقدر أنه ينزل يسجل هدف رائع من تحرك من وراء المدفعين من كرة عرضية من علم معلول رائعة يمكن علم اللعبة المميزين النهاردة وقدر أنه يعمل طبعا أداء قوي جدا ابتدى يجري معدلات الجار كتير ومركز وعايز يكسب عشان الكلام اللي كان بيتقال أثبت أنه هو طبعا مخلص النادي الأهلي وبيقدي أداء راجل جدا النهاردة وقدر أنه يعني يفرحنا والتغيير اللي الكابتن حسين البادري عمله بنزول هشام محمد شام محمد أنا من كم يوم كنت في الستوديو هنا قلت أنه هو كابتن حسين ممكن يبدأ بشام محمد جنب السولية وجنب حسين معشور زي ستارة كده في نص الملعب يلعب بثلاث ديفندرات عشان طبعا فرانكم وكلوبالي والبدري عندهم حلول وعندهم تحرقات من وراء الخطوط كويسة جدا وعندهم خلق مساحة إنما طبعا كابتن حسين النهاردة لعب بحسين معشور ولعب بالسولية وعبد الله سعيد كان بيرجع يساعد معهم بيعتمد على وليد سليمان وبيعتمد على مؤمن في الحالة الهجومية مع وليد أزارو كل ده طبعا السيرينات دي حصلت وكابتن حسين فاجئنا إن هو لعب 4-4-2 وإحنا متعدلين قدر إن هو يحرز الهدف الثاني لعب عشائية ولعب وليد أزارو طبعا في آخر مباراة ابتدنا إن إحنا نشوف فاولات على الثمنتاشر أخطاء من مدفعين نادي الأهلي يدر الحكم إن هو يحتسب ضربتين حرة طبعا برة الثمنتاشر لكن شريف إكرامة صد الوحدة والكرة الثانية جات في الحيطة كانوا كرتين طبعا خطر جدا على مرمى النادي الأهلي لقدر له كان داخل هدف كان هيأثر علينا وكانت هتبقى طبعا في حالة التعادل الاثنين اثنين كنا هنلجأ لضربات الجزاء إنما عايز أقول لك إن الكابتن حسين من نهاردة تغييراته كانت إيجابية جدا حاول نتيجة المباراة من هزيمة للتعادل لفوز طبعا بادر بالهجوم أول عشر دقايق الضغط العالي وقدر يكون فيه ارتباكات أو ارتباك لدفاع الترجي وقدر يكون قدر يعمل يعني بلبلة في خطوط فرية الترجي النهاردة إنما الترجي عاد من جديد بدأ يمسك كورة لكن الشوت التاني من وجهة نظري اللي يقل بدنية للنادي الأهلي حسمت اللقاء وده طبعا من أول السنة اللي فاتت النادي الأهلي كان مسيطر على كل الفرق النواحي البدنية والفنية طبعا أكيد وخد دوري وكاس وده جزء من نجاح النادي الأهلي السنة اللي فات لحد وقتنا هذا اللي يقل بدنية عالية جدا والتركيز لعبين فقدر النهاردة يحسن برات صالحه وفرحنا وعندنا كلام كتير قوي طبعا لكن باختصار يعني النادي الأهلي معاودنا تملع المكسب خصوصا في تونس أكيد يعني إحنا أول مرة هنعملها في الستوديو بتاعنا هنفتح تليفوناتنا للجماهير الأهلوية عشان تشاركنا الفرحة في الستوديو فأهلا وسهلا بأي حد اتصل بالوقتي يلا عشان نفرح كلنا مع بعض كابتن ربيع عسين المفاجآت النهاردة اللي كانت في المباراة عموما اللي انت ما كنتش متوقع عن النهاردة كانت ايه فاجئتك انا سامير مركز معاك انت فاجئ مماكش سامير مركز معاك نا مستعدين لهاي حاجة ماشي أنا عارف نعمرنا مستعدينة باشا هو ده طبعا لا ما هو سام صرح وقال اسلوب اللعب ما بين شوت وشوت الشوت الاول اختلف عن الشوت الشوت التالي اختلف عن الشوت الاول أخبرك الدليل من نادي الأهلي هو اللي استحوز هو اللي سيطر هو اللي كان أكتر هو اللي كان أفضل هو اللي كان عنده انتشار واعتمد على المساحات قال lassé ان احتمدت على المساحات اعتمدت على تقارب الخطوط ده مهم جدا انتشارك جاي والمقام الاول فيه النهاردة فوز النادي الاهلي رقمها المدفعة الجايدة الفردية والجماعية النهاردة من فترة كبيرة جدا مكانش فيه اخطاء خط دار النادي الاهلي ولا وسط ملعبه في نص الملعب لما كانت فريد ترجي الكرة بتيجي فيها رجل اللعبي كنت بتشوف وقفة وانتشار وترابط خطوط النادي الأهلي على أعلى مستوى قيمة التركيز الشوت التاني كله دفاعي ونهجمين لصريح النادي الأهلي اللعب العشوائي اللي كان موجود مع احترام فيدي الترجي ما ينفحش فرقة مقدمتش انها تكسب يعني النادي الأهلي كممكن كمان وصل كتير جدا ويمكن الحكم قدر برضو ان هو يعني حجم شوية هجوم النادي الأهلي عن التهديف ووصلت كرة لأظهره كان ممكن يحط من التالة في التالة يا أمين لدليل ان الأهلي هو الأخطر الجانب الدفاعي للترجي كان سيء جدا شوف وقفتهم غلط من مصر من ماتش مصر الاربعة دوخات الضاء من ماتش مصر الملاحظات دي كانت موجودة في ماتش مصر قلناه هنا في الستوديو التحليل هنا وقفتهم غريبة جدا يعني أخذنا لك إنما الصيحة والالتزام والتركيز فمن هنا الاسلوب اختلف منفاجأة انت فاجئتهم حتى قال لك الزون أنا عملت الشوت الأول بضغط من الأمام بعد كده عملت الزون عشان أقدر أجريهم كتير وأقدر أخذ وتحاول من دفاع الهجوم من نص الملعب عشان أجريهم كتير حاجات كتيرة جدا دي تحسب له حساب من بدل تحسب له فانت برضو يوحسب النهاردة تقلق معلول معلول سجل هدف واخد بالك من ناحية الشمال وعمل كروز صراع من ناحية اللي مين لأجيه دي يحسب له خد كمان أجيه النهاردة التغيير ده تغيير عمل إضافة هجومية منتعشة منتعشة انت عارف اللي انت عايشة الهجومية اللي لا يجل غير حدية واخد بالك وأظهره ده كان فيه إجماع ان لما بتلاقي يلاقي مساحة بروح ويتوغل يا أميد واخد بالك أظهره كان بس شوت الفترة اللي عيبها الشوت التاني رائع ده لعيب احنا قلنا فيه إجماع من فترة كبيرة جدا ان من أحصل لعيبها لفرقة اللي جات في تاريخ النادي الأهلي دي حقيقة من ساعة من أول ما صعد ومدومة يعني مش موتش النهاردة ده لعيب جوكر ده لعيب خطبالك تيكتيك على أعلى مستوى بيلعب فقط المكان منتج بيصنع وبيسجل فدي كلها برضو عنده خود تاني ان النادي الأهلي دفاعيا كانوا قايف صحف عبداني وجماعية ان الخطورة كلها انت مستعجل ليه بقى انت مستعجل تعرف التحبيب بل ما تقول الجديد مش الجديد طبنا ناخد لسؤس محمد السيد أحد جماعينا ده لأهلي الكتير جدا جدا سؤس محمد أهلا بيك و ألف مبروك أهلا مهاريك منظم و ألف مبروك جماعير النادي الأهلي و جماعير يعني أنا النهاردة الانتصار اللي احنا شفناه ده كله في مشهد اللي هو الجماعير وهي راح تدعم النادي جوه الفيتش طبعا يعني اللقطة دي لما تسترجحها هتبقى هنا نقطة تستحول لأن الأهلي بما الحضر الأهلي مش في نفس للأسف شككت لأس ده كان جيل و هو جيل اللي كان بيعمل الكلام ده لا النهاردة الأهلي بيعيد و بيرد أن الأهلي بما الحضر الأهلي بيقدر يتواجد في أي وقت وبأي لعيبة وأي أن كان المستوى إيه لكن هي جمهير النادي الأهلي اللي مبدو بغارشي روح فرلة النادي الأهلي الناس كتير ما تعرفهاش غير مشجعين النادي الأهلي اللي بنتموله ويمكن هي دي اللي مميزة النادي الأهلي جدا عندك يعني بصراحة برضو يعني للأسف كان فيه برضو يعني كان فيه بعض الملابسات اللي كان قبله مطش الأولاني اللي الواحد ما عبش هتتترك ليها ما علش خلينا فرحتنا وخلينا فرحة جمهورنا طبعا طبعا ومش أتكلم بقى عن تحكيم الأفريقي ومش أتكلم عن عن كل حاجة من دي لك أن أنت الحمد لله رب هنا بيوفقك وبنصرك عشان أنت عندك نيات كويسة عندك مجلس ده الشغال بشكل رائع اه تحمل مسؤولية وسافره النهاردة وكانوا يعني ممكن ناس كتير تهرب من مشهد زي ده لكن واثنين نتيجة خصوصا نتيجة في الكرة اثنين اثنين مش واحد واحد كلي بقى لك ولا واحد زي أي نتيجة دي نتيجة دي كانت أول مرة طبعك بيها من معك نتيجة هنا اثنين وحط فيك جنين حتى لو بدي عادل فلا الحمد لله النهاردة بنشكر كل الناس اللي ساعدت في الفوز ده اللعيبة اللي كتوقفها رجالة في الملعب كابتن حسام البدري وكراتور ماتش فيه لعيبة النهاردة نسلت ديمسة عندك نشان محمد بمناسبة بانه ننسل كرة كتير بس تحس ان مشروع قد وسط حد دي قدر وقف على رجله فيه سوق توفيق لوليد أذارو الغريب انا مش عارف بصراحة السوق الحص اللي بيقابله ده يا ربنا معلش ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي أحسن نشان محمد يعني عايزين يسيب مساحات لكل الجماهير عشان يعني احنا فتحين التليفونات النهاردة عشان نشارك الجماهير فرحتها يعني ألف شكر لك ونورتنا وشرفتنا في قناة القناة الأهل اتفضل لك اتفضل يعني وبرضو فين طب ما ايما جتحس اللعيب النادي الهلي اتمرانوا على شي بينفزوه لعيب التراجي ما عندهمش حاجة ينفزوها النهاردة ما شفناش جوانب واقف 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 فدي جوانب فنية كلها بديدة عند الجلاز الفني واللعيبة تحسب لهم اكيد اكيد كابتن اوساما برضو نفس السؤال من المفاجآت اللي حضرت شفتها النهاردة في الماتش مكونتش مخدوقها كلها لأ ممكن كابتن اوساما برضو كابتن اوساما كابتن اوساما ما تخليوش بص بيأصر عليك على طول الوقت المفاجآة مش متوقع مفيش حاجة مش متوقع يعني لعيب لناصدي المفاجآة بالنسبال اقولتها مرة اثنين ثلاثة معلول معلول كان سبب رئيسي 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 في مكسب النادي النادي لأنه اكتر لعيب اكتر لعيب الشوت التاني عمل لك نقلة هجومية يعني فيه لعيبة كتير كانت تبتدت تهدف كمية الجاري تهدف في الحركة لكن معلول بالنسبالي يعني زي يكون واخد منشطات النهار بيجري الله اكبر اعايز يثبت لالناس ان انا تونس مش في تونس انا بتاع النادي الاهل الشوت التاني كمان تحديدا عمل كميات جاري حتى انا قلت انه مش هيقدر يكمل يعني انا قت الورقة لانه كتبها اديها كذا معلول عمل كرة عرضية اديها كذا معلول عمل كرس اديها كذا معلول تاب سبرينتات سبرينتات وكمان مسافات طويلة يعني بيعمل بالاربعون متر سبرينت من الخط الشمال والكرة الجون التاني هي دي المفاجأة بالنسبالي المستوى اللي هو غير رائع أو الزر رائع لمعلول بالانطلاقة دي وده حاجة تانية احنا اجاي احنا واسقين فيه قلناه لك كذا مرة وقبل كده انه حتى كان مفروض يبدأ من وجهة نظري لكن نادي الاهلي تسايد الشوت التاني وخاصة بعد نزول اجايه الترجي حاول على استحياء وزي ما كابتن ربيع قال انه انه يعني ما كانش فيه الخطورة الكبيرة في الشوت التاني ما قدمش المطلوب منه طيب ناخد عم حربي من يعني كبار مشاجعي نادي الاهلي عم حربي اهلا بيك عم حربي كابتن عم حميد الف مبروك الف مليون مبروك في جمهور النادي الاهلي وجمهورية قصر العربية الف مبروك كابتن ربيع عسين كابتن اسامة الله يخليه سهلا بيك عم حبيب الدنيا كلها سهلا بيك كابتن جميل كامونة بو كريم حبيبي حبيبي حارب الله ومبروك مبروك بعدد في جون مصر النادي الاهلي بيشبه في الكرة المصرية وبيلقل نقل عجب ده جدا بالكرة المصرية ان انت بتسود على تونس معنا تونس كرابي فالسامة ليه رضا من قناة الاهلي تسمعوا النبي يا كابتن عم حمير قول عم حارب انت دلوقتي الاهلي قرر البقاء في تونس تمام في جمايير هناك تمام الكابتن لأستاذ محمود طاير مشكورا لشفير مصر تونس دي متل تأشيرها للسباب اللي هناك عشان حرام ييجوا ويرجعوا حاضر عم حارب هنعرض وجهة نظرك دي حاضر ده مصرب جماييري يا رئيط للأستاذ محمود طاير وللشاة السفير التونسي اللي هو المصر التونس حاضر عم حارب وانبارك لكل نجوم النادي الاهلي كفير وصغير ماشا عم حارب ربنا يخليكو ألف مبروك عليكو على كل جمايير الاهلوية وان شاء الله ننقل وجهة نظرك دي طبعا للناس المسؤولة معانا الأستاذ سوفي عودة أهلا بيك سوفي ألف مليون مبروك للأهلي ألف مبروك عليكم والعيبة وجمهور محترم ضرب أروع الأمثلة النتيجة الغير إيجابية في الماقش الأولاني اثنين اثنين بسرعة جمهور الأهلي أدرك ان الفرقة في حاجة ليهم فكانوا فعلا على الموعد مليون مبروك للأهلي إدارة والعيبة وجمهور ولي أنا شخصية ألف مبروك عليك أنا بتفاعل معلاش كابتن نيدو أنا بتفاعل بتفرج في مكان معين في الساحل الشمالي والله العظيم تلاتة أنا هناك في الساحل الشمالي من يوم الزفت اللي فات اتفرجت على الماضي النتيجة الثين اثنين اعتبرت اننا بتفرج على صوت الأول والمكان ده وشه حلو على الأهلي دائما طب خدنا نتفرج معاك بقى يعني خدنا نتفرج معاك بس مؤدس محمود طاهر انه يعمل تكلفة جمهور اللي هناك مين هنيعمل تكلفت في الساحل الشمال الم máxim اليوم أبروك يا ميدو ويا ربي دي احكلتك دي لإنهاء espaço إن شاء الله إذن الله ألف مبروك عليك شكراً لبدح عن وكلمتك الجميلة دي يعني..فرحة..فرحة حلو الناس بتفرح وبص بقولك أنا بتفاثل وَانا قلت لك كتناس من العريش جاة تحتر التمرين ورجع في نفس اليوم وانه عرفت صورة ما يقصد وشخ persec بصراحة ربنا هيكرمكو ان شاءالله نادل اهلي دايمان ورجالتو دايما يفرحوك ودايما يبقوا عند حسن ظنوكو الكبير بهم. صدى لك ابن سامير. يعني احنا اتكللنا في كل حاجة. عايز بقى لا انا ممكن اسألك 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 كتير جدا. ميدو ممكن انتك تدخل بداية ابن سامير تنخيم لعيب الدرجات. كل واحد يقول له اقفز الدرجات. انا عندي بصراحة. انا قلت خلي الستوديو مش عايز بقى اعاده في لجمة اسألة. هو بيقول لي يا رميلو انت اسألنيش كتير. هل تقديمي يا سايبكو؟ لا لا يقول لي. هذه فكرة حلوة طبعا وفكرة اوروبية على فكرة. كل حدور لعيب وخضالك وكذلك. المجالات معروفة في الدوريات الموجودة في اوروبا. لا انت اقول لي اسألك انا سأل. اقول لي كنت متوقع من كابتن حسان بدري يشركو وما اشركوش. كنت متوقع كابتن بدري علب طريقة معينة وغيرها. كنت متوقع ايه. لا اذا انا اتكلمت معاك تغيير طريقة اللعب. احنا قلنا المطشوط اللي برا كابتن حسين البدري بيلعب بثلاث ديبندرات زي مطش بيت فست ومطش زناكو ومطش القطن الكاميروني وقدرها ببراعة الحقيقة وقدر ان هو يستحوز على نص الملعب ويشتغل كمان من النواحي الهجومية النهاردة انا كنت شايف ان هشان محمد طبعا هو مكسب كبير جدا لنادر الاهلي ومستقبل لنادر الاهلي هو وأحمد الشيخ وبقية للصفقات طبعا الموجودة انما انا قلت النهاردة ممكن الكابتن حسين يلعب بدل ما يلعب 4-2-3-1 يغير الطير يلعب بثلاث ديبندرات يلعب بثلاث ديبندرات يعني عايز اقولك هشام من اللعبة الممتازة وكان ليه دور ايجابي الشوف تاني ويضيع فرصة يمكن هو شطها بس ما كانش معدول لها وكان الجنب العرضة انما هشام عنده امكانيات لعب وسط ملعب ارتكاز مميز جدا زي عشور وزي السولية ومستقبل لنادر الاهلي كمان هو من الدبندرات اللعباء سهلس يعني سهل بيدافع وممكن يصنع لك هجمة عنده أسست كويس جدا زي صالح بومع كده بس على الدايرة في الارتكاز فان شاء الله الفترة اللي جاية انا شايف ان هشام محمد من اللعبة الممتازة ويفيد النادر الاهلي في الطريقة اللي كابتن حسام بيلعب بيها سواء اتنين او تلاتة في ملعبك او خارج ملعبك دي بس النقطة اللي انا كنت شايف ان كابتن حسام يقدر يبدأ بيها لكن هو فنش بيها فنش بيها سبع تامن دقايق مفيش حاجة وصل كتير غير بعض الفاولات الجانبية والاحتكاك اللي هو ما بين اللعبين والالعاب الهوائية اللي حسب منها فاولات الحكم الحكم اللي كان بيستنها اه اللي كان بيستنها والحمد لله ربنا كرمنا مفيش حاجة دخلت فيهم انما النهاردة لعبة من الاهلي كانت رجالة كابتن حسام ادار المباراة بطريقة محترمة جدا تركيزه وتحضيره للمباراة سهلت عليه الامور كويس اوي في تغييراته في طبعا الاستحواز لعبة النادي الاهلي خصوصا في نص الملعب كنا سهل جدا نهاردة ان احنا نكسب 2 و 3 و 4 خصوصا الشوت تاني هدفين لواليد ازارو وكرة الاجعيه طبعا كانت مبادرة هجومية من الكابتن حسام لعب الشوت تاني 4-4-2 قدر ان هو يختارك دفاع فرد الترجي اكتر من مرة كنا ممكن نكسب 3 و 4 لكن طبعا ما كانش في توفيق لواليد ازارو النهاردة نتمنى له توفيق الفترة اللي جاية النهاردة النادي الاهلي عمل كل حاجة عمل كل حاجة عمل استحواز استحواز عمل اهداف كابتن حسام طبعا حمس اللعيب قبل المباراة كانت لعيبة رجالة جدا ويدروا ان هما يكسبوا المباراة خارج ملعبهم ودي كانت ميزة في لعيبة النادي الاهلي النهاردة اللي هما متعودين عليها دي اللعيبة يا كابتن سمير بعد ما طلعوا من العشة بعد المباراة شفتها انتتكلمت كتير اهو مش مجديني فرصة حتى اسأل الكابتن ربيع ما الفرحة طبعا متخلى بعد اتكلم كتير كابتن ربيع ما خلاش حاجة لا خلى لا ده في حاجة انتكلم فنيات وفرحة واحتفالية وكل حاجة مفاجئات في حاجة ان نسيها كابتن ربيع قال لك كابتن أساما مش يلايها حاجة انتكلمت في كل حاجة في حاجة ان نسيتها مفاجئة كنت متوقع نهاردة عدم اشراك سلاح جمعة مش دي كانت مفاجئة مفاجئة طبعا شفت بقى واحد صف الجيم مشي زي ما مجارب عوش اه اه هي مش مفاجئة هي مفاجئة في ايه لو زي ما كابتن ربيع بيقول ان الجيم مشي زي ما كانت تسمعي في اتجاه ان الجون جي في الديئة 51 وجون جي في ديئة 62 فكان هيفكر في النواحة الدفاعية عشان كان نازل يا شاب محمد لكن لو ما كناش جبنا الجون ده بتاع التعادل بدري في ديئة 50 وبعديه ديئة 62 هدف الفوز كان صالح جمعة يبقى أول تغيير بعدها جاية كانت نسامه غير الطريقة عشان كده ما الحيش انه غير صار طب ناخد لأستاذ شريف أحد مشاجعين هدل أهلي أستاذ شريف أهلا بيك مبروك مبروك أكبر تدميدو مبروك لكل الألوان الله يبارك فيك الله يا كابت الميدو يعني احنا ما فيش حاجة بتفرح في مصر غير النادي الأهلي الحمد لله الحمد لله ربنا يدمى على نعمة الحمد لله الحمد لله وأنا يعني طبعا عايزين نقولي اني سير الرفوز دوا يرجع لجمهير النادي الأهلي الوعية اللي راحت ملعب الكتشو شجعت اللعيب أكيد أكيد وطبعا الحمد لله الحمد لله أنا مش قادرين نوصف لحضرك فرحتنا دي أكيد احنا حسين بيكو جدا لإننا احنا منكو احنا كمان كنا جمهير نهاردة وبنشجع وبنجري في الترقاط هنا في القناة ومش عايز أقولك كنا عمليه ازاي والسي الشريف النهاردة يعني حتى صد الواحد رايح والله يعني من المرش الحمد لله فرحة يعني بس احنا كان عندنا ثقة في لعبتنا الحمد لله دايما بنسك للبرقة بتاعتنا وروح الفنية الحمرة اللي هتفضل دايما وأبدا الحمد لله أمروك ليك وان شاء الله يعني دايما الأهلي كده مفرحكو ودايما مزيد من نتصاراته ان شاء الله تكلمنا يوم مناقض البطولة ان شاء الله وانبارك لك وتبارك لنا والسي الشريف شكرا جدا ليك النادي الأهلي يا كابتنا الحميد معليش بس بعيدنا فضلت فضلت النادي الأهلي يا كابتنا الحميد هو بيفرح مصر كلها برحش الألوية بس وانا نفسي بس نفسي وقت التلمة المهانس خالد عبد العزيز ان هو بس فعيده عن النادي الأهلي نفسي النادي الأهلي الجماعية العمومية هي تصدر فيه فهو النادي الأهلي ان شاء الله كبير هيفضل كبير والسي الشريف شكرا جدا على مداخلتك الجميلة تضلت كمان في حاجة حاوز على الانسجام والتفاهم اللي كان موجود بين أفراد اللعبة في شوط التعام لأن الانسجام كان رايح كله في الاتجاه اللي هو بيفكر فيه للأحسن والأفضل في أول خمس زي زمال وسامة سجل هدف التعادل بعد التغيير متعجيز سجل هدف الدنيا ماشي للأحسن ما كانش فيه سلبيات يا سامة الشوط التاني عشر آنذا فكر صالح له دور في وقت معين في شغل فني معين واخد بالك وبعدين كمان انت رتم وبراء عندك كان في صالح النادي الأهلي رتم وبراء كان في صالح النادي الأهلي فمن هنا لو الظروف كانت صعبت شوية صالح سيخلي بالك عنده ترجمة لحاجات كثيرة جدا في المالب عنده التمرير الحاسم الأمامي واخد بالك عنده صناعة الهداف عنده الأهداف نفسها بيساجي الهداف عنده بيجيد تصويب واخد بالك بيجيد حاجات كثيرة جدا فالجيم كان صالح طبعا قيمته كبيرة فكر فكر فمفاجأة تانية عشان عندي مفاجأة تانية بقى 2-0 خلي بالك أستاذ محمود العمري أهلا بيك أستاذ محمود أنا أتعلن ألف مبروك ألف مبروك ليك الله يبارك فيك ربنا خليك أبتم ميده ما مستعى الكابتن ربيع أو الكابتن هسان لا يبارك فيك أصف لنا بقى فرحتك وساعدتك بالمكسب والله النهاردة اللي عيب يا كابتن كان على هد المسؤولية والله عبطال وانبارك لمجلس الإدارة وجهد الفني كله بصراحة النهاردة كان على هد المسؤولية والجمائين الرحب كانوا بصراحة مشرفيننا النهاردة يعني طبعا دايما دايما لعكناد الأهلي بس نحمود دايما عند الوعد والله يا كابتن الأهلي هي فرحة مصر يا رب يفضل يفرحكم على طول وان شاء الله البارك لبعدك الناهي يا رب ان شاء الله ألف ألف شكر ليك وشكر عند خلقك جميع ها كابتن فتكرت حاجة ولا فكرك لا شفتها كابتن والسامة ها يمكن تنصب لا أصوأ أصوأ زي ما الكلمة في موضوع صالح هو مش مفاجأة هي لا مش مفاجأة طي لا مفاجأة إمتى مفاجأة لو لو النادي الأهلي فضل متعادل أو خسران وصالح منزلش تبقى مفاجأة لكن دياحة نصدي مفاجأة انت ما تشوفوهش من براه يعني ما هي المضح ما نوطة لو أنه صالح عسامة مهمة جدا كابتن ربيعني كابتن حسان حفظ على انسجامي أستخلي بالك ما عليش كابتن حسان حفظة هو إمتى يفكر المدرب في التغيير دي مهمة جدا إذا كنت أنا من أول الشوت التاني فارد اسلوبي وفرقة وقفة يعني لا حول لا ولا قوة وانت اللي رايح ما شاء الله يبقى أنا لأ أنا مكسرش التوفيق ثم الحالة اللي موجودة الجماعية والفردية ده مهمة جدا عند المدرب فالمور ماشا للأحسن 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 وروحنا والحمد لله وانت ركب الجيم من أوله وحتى بعد هدف التاني كان ممكن بأمر الله تعالى وصلت والخطورة كلها على الناد الأهل يا حسام عشوائية يعني لا يوجد خطورة إيه جوانب خططية في يمين من الشمار من العمر لا يوجد شوت لا يوجد تحرك فرقة تلعب على الوقت مخبالك يا حسام الحمد لله معنا بقى النقض الرياضي الجميل حبيبي يعني أستاذ المعاطي أزاكي أهلا وسهلا بيك أستاذ المعاطي أهلا بيك كابتن ميدو وكابتن ربيع وكابتن السامة وكابتن كامونة مبروك عليكم أستاذ المعاطي قل لنا كنت متوقع إيه لا أنا كنت مع محمد فاروق يوم الأربع وقلت أهل بإذن الله حيفرحنا زمارة فرحنا في أخيره 12 وقلت أن حسام البدري يبقى أكثر تركيزا في هذه المباراة من المباراة اللي كانت في ملعبنا وقلت أن الأهلي دائما بيبدأ تحت الغغط ومع السلوك اللي عملته جمهيري نادي الأهلي العظيم أستاذ التتش يوم الأربع بتحييتها لشريف إكرامي والشد من أزل وقلنا يتنادي على كابتن حسام البدري ده عهد جديد للنادي الأهلي أو لحسام البدري مع الجمهور فبالتالي نحن كنا متوقعين الإيجابي المهاردة كاتب على صفحات الميز من المهاردة الأهلي هيفرح جمهير الكرة المصرية الأهلي ده مصدر استعادة لمصر كلها وهو مصدر البطولات للمنتخب الوطني الأهلي لما كان فاي في المرحلة بتاعة منوالجوزي وثم حسام البدري بعدها خمنا بطولات أطرقية وكنا بالنفس عركات العالم لحد المحطة الأخيرة الأهلي هو فخر الكرة العربية مشكورة مطرية بس هو دلوقتي أربع فرق عربية هيبقوا في النهاية وفي قبل النهاية إن شاء الله هي دي البطولة العربية الحقيقية للأهلي استعدلها والبطولة الأفريقية للأهلي استعدلها وبإذن الله بإذن الأهلي هيكتب البطولة وهيلعب كاف العالم في الإمارات وهيؤدي أداء مشارك إن شاء الله تظل الإدارة العاقلة المتزنة أنا برحتي جدا لأن المهانس محمود طهر هو اللي رح رئيس بأسا لأنه مثل هذه المباريات بتحتاج إلى حد يمتاز بالحكمة والحنكة الشهدة جدا طبعا في المهانس ده أنا شايف بوست غريب جدا لوزير الشاب ورياضة بيهن الجال للناد الأهلي ولا يهن الإدارة مش عارف أنا هو ليه واخد عداء مع إدارة الماد الأهلي منذ الجمال العومية يسيد الجمال العومية طعمت على يوم على يومين مش ده الموضوع إن هو من النازل كانت حضرت مش زي بعض الجمعيات في الأنبياء الأخرى اللي تم تسويبها وتقفلها وتزويرها مش زي بعض اللوايا خلي أنت اعتمدتها وأنت عارف إنها مزورة وتقالك إن الجمال العومية لم تكتمل في نادي كبير وشهير ها وانت أصله خلص يا أحمد وأحمد خلص والناس هتقدم بلاك في الجزنية دي فأنا عاوز أقول إن لا لجنة أولمبية ولا وزارة ولا أي حد بيفرح جمهير الكرة في مصر اشتفى عمنا إلا نادي الأهل كل الأصليات بتقولي أن الأهل والأكثر شعبية والأكثر جمهيرية والأكثر استحوازا للبطولات والأكثر تحقيقا للأرقام القياسية فبالتالي الأهل هو مصدر للسعادة في مصر بإنجازاته وانتصاراته وبطولاته وبقى نتقولي بقى لجنة أولمبية ولا حطب ولا خشب ولا أي حد الناس دي مفترض النهاردة يتم التحقيق معاها من مستوى رئاس مش من مستوى رئاسة وزر لازم فيه لجنة النهاردة أو مستشارين برئيس الدمورية الرئيس عفتاح السيسي يحقق في الفساد اللي بتعيشه الرياضة المطرية النهاردة بلواقح غريبة جدا مقدة علي السرجان اللي يستبعد بثمان سنين بأثر راجعي حاجة غريبة جدا بلواقح أندية عاملها ملاكي فبالتالي سبنا من الجزئة دي لكن ناد الأهل بإذن الله نكمل بإذن الله هيتخطى وإذن الله هيوصل للنهائي لأنه عنده روح الفنين للحمراء الإصرار والعظيمة اللي هو بيمتاز فيهم في وقت الجد مهاردة كانت كل الناس ممكن تشعر أن الأهل هيرم الفوتة بين الشطين لكن المهاردة شغط عالمي أدى ناد الأهل بشكل تكتيكي على أعلى مستوى بشكل فني على أعلى مستوى بالتزام من كافة اللاعبين على أعلى مستوى بكورات مرتدة جميلة كان يمكن ناد الأهل نارضي يعمل تذكر كبير جدا رغم تعانية الحكم وإفراطه في الإنذارات ضد لعائب النادي الأهلي فبالتالي مبروك للنادي الأهلي ومبروك للجماهيره ومبروك لإقدارته اللي هي السخص وراء هذه الإجازات ونتمنى يا رب إن شاء الله بإذن الله نتخطى بإذن الله سواء النجم أو الأهل ترابلس وبإذن الله الأهل في كافة العالم دايما دايما مدخلاتك معايا أو حتى حديثك اللي هي بتبقى مواجهة معايا هنا في الستوديو دايما بنتكلم فنيات وتروح مديني أمبلة كده في النص أصلي مش معقول ومش منطقي إن وزير النهاردة ما يهنيش إبارة هو ليه كريحة هو ليه واخد منها موقف أنا مش أنا مش متخيل ده إنت أشتد هي مش دي الأمبلة بالنسبة لي اللي أنا شفتها قبل كده يعني الأمبلة دي فرقعت قبل كده مش دي الأمبلة اللي قلتها النهاردة ما لإيه الأمبلة اللي قلتها النهاردة انت قلت كلام خطير جدا ما هو الكلام ده لإنه ده حقيقة وأنا ما بعرفش صورة للصدق وإنت معاك ناس نجوم كبار عايشوا من ناس الأهل على مدار أجيال مدار أجيال حقاها وبطولات أسعاد الجمهية مسطلوا مصر على مستوى كافة عالم عندك اثنين من الكابات الكبار كابة الربيع وكابة أسامة فبالتالي وكابة كمونة راجل احترف بره وفي ألمانيا فالعاوز أقوله أن النادي الأهلي أكبر مليون مرة من لجنة أولوبية وأكبر مليون مرة من وزيه هو ده النادي اللي بيسعد المطريين انت خلينا نتكلم بأمانة في الحضرات تبق وفي تخضر كافة الحضر الشحاية كانت معظم العناصر الأساسية من النادي الأهلي كان النادي الأهلي في كمة أداؤه الأفريقي والمحلي لما ترمومتل النادي الأهلي بيجي لمسألة إحلال متجديد الكرة في مصر بتقع الكرة النهاردة عالية بعناصر النادي الأهلي اللي موجودة في البدناء المتميين أنا عايزة حييك عايزة حييك أوزاب معاطي على شجاعتك في الكلام بصراحة يعني طول عمري يعني بسمع منك كلام يعني كلام حد جدا كلام في محله كلام يعني ما قلوش الرجل شجاع عايزة حييك وعايز يعني قافل مكالمة يعني على كده بصراحة بحييك جدا جدا على كلامك اتفاضل مش بيبقى غير الكلمة وانت جنبك الكبير رضي ياسين الشيخ رضي ياسين وليخش الذين لو طرقوا من خلقهم ذرياتا تعافل قافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا وليقولوا ما قالش وليعمالوا وليصالوا وليذكر قالك وليقولوا قولا سلام شايف حق بما يرضي الله بما يرضي الله لازم نقول فالوزير افتد الابراث انا بحييك على كلامك زر معاطي ودايما انت بتقول كلام وبتبقى مسؤول عنه يعني بمية في المية بحييك عايز ورح الحاجة قلت الكلام بأي الوزير في التليفون معاه من الأربعين انا عارف كل الشكر لك زر معاطي وربنا يكرمك لكابتن ميدو زي صحتك الف مبروك الف مبروك للينا كلنا لمصر طبعا وتحياتي لكابتن الكبير واحد رموز النادي الأهلي كابتن ربيع سين سيد الحمد زي حضرتك والكابتن قسام عرابي احد انهم الفضلين بالنسبالي اهلا سلام بك سيد الحمد الله يخليه لنفسي كابتن سيميل كمون اهلا بيك يا سيد الحمد سلام الله يخليه قلنا بقى شعورك كاهلاوي قبل الشعور كناقض رياضي يعني الحقيقة انا كان عندي ثقة كبيرة جدا في تخطي الاهلي للمباراة هذه الثقة الحقيقة كانت مبنية على الأداء اللي قدموا النادي الأهلي في مباراة برج العرب واللي رغم ان اتعادوا لتنين اتنين لكن احداث المباراة لما بترجع عليها وبصوف المباراة أنا معاك احداث المباراة لما بترجع معايا انا معاك انا سامعك انا سامعك كويس جدا معلش انا قلتك اهلاوي لان انا عملا استقبل مشجعين فهو طلعت مني كده يعني اقول لي شعورك كصاح الشعيب انه هي مليش حدي في الدنيا ما عندوش انتماء او انه بيحب فريق يعني لكن هي فكرة احنا كمجتمع صحفيين بيبقى حذرين شوية ان نقول اننا بنشكع الاهلي او الزمالك في مبارات المنتخب مشجعين درجة ثالثة ومع الاهلي لو بيلعب في افريقيا درجة ربعة وعشرة يعني لكن هي الفكرة عشان احنا عندنا ربينا على تعصب الى حد ما بنحاول ان هو ينتهي بنحاول نخوص عليه بنحاول نهدي يعني لكن عوضة المباراة انا كنت شايف المباراة الاهلي على قد المباراة اللي انا شفتها في برج العرب قدم جيم مهم جدا الحقيقة كان يعني قريب قوي من النفوز عناصره مكتملة وبالتالي كان عندي ثقة كبيرة انه يعني من الممكن ان هو يصعد لكن يصعد ازاي بقى فكرة النفوز واحد صف او اتين واحد او بتاع دي اللي كانت عاملاني مشكلة كبيرة جدا لانه يعني انت بتلاعب فريق كبير وعلى ارضه جمهيره وعنده نفس الطموحات وعنده نفس الامال زي النادي الاهلي بالزبط لكن حقيقة كابتو الخسام قدرها بشكل مهم جدا وغايد جدا لكن انا بعتقد انه يعني حتم المباراة كابتن ميدو كان عليها عامل مهم جدا في يعني زيادة الحماسة لدى لعبي النادي الاهلي لانه يبقى فيه كارات عكسية من الحكم اصدوية سكرة ايه الحكم من الممكن تحزيم المباراة يعني تحزيم المباراة ممكن ان كابتن ربيع يعرف حكادي وكابتن عرابي وكابتن سبيل كابونة انه ممكن الاهلي معاك كورة ولسه هيبني اكمة انه هو مقرد انه هو ينقل كورة للاعب من الممكن بعد كده ينقلها على السندوق تبقى خطيرة جدا هي فكرة التحزيمة دي حقيقة كانت في صالح النادي الاهلي في حالة استنفار واستفزاز لدى لعبي النادي كانوا تزيم بشكل جيد جدا فيه اخطاء وفيه فرص ضعت ليهم في مباراة الزهاب في برج العرب هي كل لعب حاول انه هو يعود هذه السلبيات التي حدثت اتوقف عند مشهد مهم جدا وهو بكاء كابتن اكرام انا بعتقد انه هذا البكاء هو نوع من رد الجميل للنادي الاهلي لانه هي فكرة ايه يا كابتن ميدو متعة الكورة انه يخطأ ما هو انت عندك مهاجم ممكن تجيله خمس فرص ما يجيبش لفرصة واحدة طب لو ما جابش الاربع فرص البقيلة كابتن ميدو بنقول عليه عدم التوفيق مش كده ولا ايه لكن ما بنورش انه اخطأ وبالتالي حارس المرمى نفس الحكاية فانا الحقيقة كنت متعاطف اوي مع اكرامي لانه انا اعلم قيمت حبه للنادي الاهلي وابيه وعايز يديه فانا بقى شوف هذا البكاء هو نوع من رد الجميل لادارة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ولعبي النادي الاهلي الحقيقة اللي هم كانوا داعمين ليه جدا وده وده هي فكرة الاهلي فكرة الفريق فكرة الروح انه كابتن ربيع سين مهاردة بيقدم عرض كويس اوي وجامبه على اليمين او كابتن قسامة مش في الفورمة قديه كابتن ربيع بعد المباراة يقول له طب انت هتبقى افضل المباراة جاية انت هتبقى احسن المباراة جاية دي الروح العامة للفريق الاهلي وقتنا وجماهير كتير جدا نفسها تدخل دايما بتنورنا وبتشرفنا حتى هنا كمان في لقاءاتك المباشرة معنا ان شاء الله يعني تيجو قريب ونتكلم في كل تفاصيل مباراة سيد محمد ابن الخير ناكد الرياضي شكرا جدا لحد كنا بنقول يا كابتن ربيع سيد محمد ابن الخير بصراحة المداخلات تقول له محضر لك مفاجأة تانية انا سايبه او انا سايبه انا قلت لك الاولينية مش مفاجأة صالح امش مفاجأة مش يعني مفاجأة لا مظروف مرأة مفاجأة تبقى مفاجأة امتى لو المازك حقول لك بس مور راه هقول لك بس ايتم اميدو تبقى مفاجأة امتى لو الشوت الثاني الاهلي يفضل مغلوب 1 صفر او يفضل بتعادل صواها 1 ونزل الناس غير صالح دي تبقى مفاجأة لكن المازكي ماشي ازاي مش ان بعد التخل حسنا محتاجي شام محمد الديئة 80 على أساس أنه بيقف دفاعي أكتر ومعتمد على أن أجاييه وأظهروا ينطلقوا في الجزء الأمامي على السرعات لكن لو المباراة ما كانتش مشيت بالسيناريو ده كان أول تغيير هيحصل بعد أجاييه كان صالح جمعة لو فدل ماتش واحد صفر للتراجي وبرضو في حاجة اسمها رتم مباراة وصرعة لعب كل ده كان موجود يعني أنت اللعب ما شاء الله كان كله ماشي والمكسب جه يعني لو مكسب ما جاش كان صالح هينزم انت لو ما كانش فيه مكسب بالأداء ده كنت هتأخر برضو صالح لأن انت كده كده ماشي كويس يا عسامي ماشي كويس الأفضل إنما الدنيا مش وقف وعندك وعندك سيطرة وعندك أحسن فالأصده يعني احنا وشرحناه إن ان حسام يعني انت غادر دائما هو عايز ربنا سبحانه وتعالى عامل التوفيق وفي نفس الوقت اللعبة فائقة وفي حالة كويسة جدا والحمد لله إن اللي قدامك كل الشغل الهجومي يعني مفوش خطورة ووصل وضايق كان فيه ضربات حرة لكن الخطورة كلها كتفجاري عند النادي الأهلي اللي خلص بيه على فريق الترجل تونس تمام طيب نروح نشوف أميري شام من تونس ونرجع لحضراتك على تونس بجدد التحية بيك يا كابتن ميدو بديوفك كابتن قصام عرابي كابتن سامير كامونة كابتن ربيع عسين وكل مشاهدي قناة الأهلي فرحة كبيرة جدا 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 هنا في تونس وفي مقر إقامة النادي الأهلي أكيد فوز كبير جدا كلنا كنا مستنيينه كلنا كنا عندنا تفاقل كبير جدا خلينا قلناك إن كان فيه تفاقل كبير جدا ووضح هنا كل أفراد المتواجدين في البعثة طبعا خصوصا إن فريق النادي الأهلي في المباراة الأولى أدى بشكل جيد وكان وضح إن هو أفضل من فريق الترجل مباراة العودة أثبتت الكلام ده النادي الأهلي قدر إن هو يفوز على فريق الترجل فوز يمكن معتاد بالنسبة لنا إن إحنا نفوز في ملعب رادس وده يمكن شيء مهم جدا عشان نواصل في البطولة دي لكن خليني سريعا هنقل لك الأجواء هنا فرحة كبيرة جدا من بعد جماهير النادي الأهلي المتواجدة في فندق الإقامة هبتدي طبعا بدكتور عبد الحميد مبروك فوز كبير وإنت كنت متفاقل قبل الماتش والله أنا قلت لك أمير قبل الماتش إن إحنا نفوز إن شاء الله وكان المعسكر يعني يبشر بالخير وبصراحة إحنا فرحانين فرحة كبيرة أول تكمل فرحتنا إن شاء الله يوم السبت الجاي لما نقابل اللي هيفوز من النجم وأهل ترابلس وناخد البطولة إن شاء الله عشت سيناريو ماتش إزاي كنا متأخرين شوط الأول واحد سفر ندرنا إن إحنا في بداية شوطي تاني نجيب هدفين احكيلي كده عشت مبارزة والله أنا يعني بصراحة كنت موجود مع مجموعة كلها في المكان واحد وكنا يعني كلنا مضغوطين ومتعرضين لضغط عصبي وفظيع جدا جدا بس كنا متفاقلين ولحد آخر لحظة كلنا كنا مجمعين إن إحنا إن شاء الله هنفوز بالماتش إن شاء الله شكرا عايز أخد رأيك في الماتش النهاردة وسيناريو المباراة وشوفت المباراة النهاردة صديقي العزيز الأول اسمحني طبعا إن أنا أرحب بقناة النادي الأهلي هنا في تونس أنا أحمد سامير رئيس الجالية المصرية ورئيس جماعية الصداقة المصرية التونسية طبعا أنا سعيد النهاردة بهذه الفرحة الكبيرة العارمة التي عمت كل أرجاء الأوتيل هنا سواء مشجعين أو مصريين موكيمين في تونس أو البعثة كاملة فرحة كبيرة جدا دايما النادي الأهلي بيعودنا دايما على الفرحة وبيجينا هنا تونس فبيملأ الفرحة بالنسبة لوجودنا كلنا هنا كانت مباراة قوية جدا أداءا ولعبا ورجولا من كل اللاعبين والإطار الفني وكذلك مجلس إقدارة وكذلك الجمهور القادم من نصر النادي الأهلي استطاع في الشروط الثاني أنه يسترجع روح 2012 استطاع النادي الأهلي أن يعد المباراة لأنه هذا فعلا بجد الأداء الحقيقي للنادي الأهلي أن يفوز النادي الأهلي قادر على أن يفوز ملعب رادز دايما عودنا على أن ملعب بتاعنا ده خلي بيلي ده ملعب بتاعنا شو ملعب رادز؟ لو نتذكر طبعا مباراة 2012 مباراة العظيمة جدا بجد فالنهاردة دايما بنقدر نقول أن النادي الأهلي قادر أن يصل إلى المباراة النهائية قادر أن يحقق البطولة المفضلة لديه الحمد لله تابعا ربنا وفعنا ووفق لعبتنا النهاردة وفرحنا إن شاء الله ننتظر إن شاء الله يوم السبت القادم في مباراة ربع النهائي مع الفائز سواء من النجم الرياضي السحلي تونسي أو أهل ترابلس أهل تحياتي لكم ومرضو مكرر ترحب بكم هنا في تونس دايما قناة النادي الأهلي وجمهوره الحبيب وفرحتونا وانتظرين دايما الكأس الغالية الكأس المفضلة لنادي الأهلي بصدر شكرا لكم شكرا لكم أنا دايما مع الأهلي بمتفاعل الأول بس بشكرك على المجهود الجامد ده قناة الأهلي مغطية تغضية جميلة جدا واخدى كواليس كلها واخدى صبك واخدى مجهود جامد عاملينه إن شاء الله دايكون يعني تقفاء لحسن إن انتم موجودين معانا وانفوز بمباراة زي دي تعتبر يعني أنا أنا بمثلها بمثابة بطولة لأن الملعب زي ما أنت شايفه كان مقفول وبيشجعه تسعين دقيقة لكن إحنا كان يعني سبحان الله كان جوانا يقين مع الأهلي بتبقى دايما عندك إحساس جواك إن انت هتكسب هتكسب المكسب جاي بلا شك يعني ومع الحداشر راجل اللي كانوا موجودين النهاردة مع طبعا الوحش الأفريقية الزغير كابتن شريف النهاردة عمل مباراة هيلة جدا 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 وشال كوزة جون وربنا يا رب يكملها على خير ونفوز هنا بردك أنا دايما باتفاعل بتونس والله في الماتشاط كلنا بصراحة كلنا باتفاعل أنا الحمد لله بنسبة 99% ما باجي تونس الحمد لله بنرجع فيزين وإن شاء الله نرجع بعد أسبوع وبردك نرجع فيزين بإذن الله أنا صمم أعرف من كل واحد الأجواء بالنسبة له خلال مباراكة عاملة زي فقدت الأمل بعد ما يجي في نام جون الأول؟ خالص خالص أنا عاوز أقولك أنا ممكن أروح البيت وبخسره وبعندي يوكيني إن الأهل هيكسب سبحانه أنا بقولك والله فعلا يعني أنا دايما بقاعد الأهل معودني على كده الأهل معودني طول عمري إن أنا عندي ثقة لغاية آخر ثانية التاريخ بيقول كده لو رجعنا بالتاريخ لورا هتبص تلاقي إن الأهل دايما مشرف هو البسمة للشعب المصري في الناحية الرياضية بسمة صاحب السعادة زي ما بنقول هو النادي الأهلي وبقول لكل المشككين وللأسف الناس النجوم اللي تلوا شككوا في النادي الأهلي وكانوا فرحانين وبقولوا الأهلي مش هيفوز أنا طبعا مش عاوز أسمي ممكن هم عارفين أسماءهم بقول لهم يا ريت مش عاوز أقول كلمة عيب يعني خلينا نفرح النهار ده إحنا الحمد لله مبسوطين إن إحنا فرح إحنا كمصريين يعني أنا ما زمالك بيجي يلعب بتمنى إن زمالك يكسب لكن ما ينفعش مهم إحنا الحمد لله كسبنا وأكيد إحترامنا لكل الأندية لكن الأهم من النادي الأهلي فاز معنا الله بقول لهم افرحوا معنا هذه صنع البسمة للشعب المصري أجاب لكم فوز كبير جدا من فوز غالي شكرا حج أحمد لسا مستمرين معاكم طبعا مشاهدي متابعي قناة الأهلي في كل مكان معايا في هذه اللحظات أستاذ خليفة يمكن هو أحد الأشخاص اللي بينظموا الإقامة بنسبة لنادي الأهلي لما بيوصل لتونس برحب نظمت الأهلي في المغرب وفي تونس ودي ما فالي فالحلو على الأهلي والله يلا واتفايلت بالنتيجة أثنين واحد أبل المطش الساعة واحدة وقالف مبروك لنادي الأهلي وجمهيره وإن شاء الله في السابق أهلاوي انتهى أهلاوي معروف شفت المباراة نهاردة إزاي عشت الأجواء المباراة زيون ما بتفرش على الأهلي في المطش يعني رؤيتك المباراة رؤيت المباراة للأهلي كان يربح أكتر من اثنين لو جورة الجهاز الفني طلع بدل ما يدخل دفاع كان زاد ومهاجم يربح لأهلي ثلاثة أربعة أخم شكرا شكرا لسا مكملين معايا في هذه اللحظات أستاذ محمد حميد مدير التنفيذي للشركة الرائعة اللي ملابس نادي الأهلي ببرك لك طبعا فوز كبير لنا النهاردة وإن شاء الله النادي الأهلي كامل مشهور في البطولة بسم الله الرحمن الرحيم مبروك كابتن أمير مبروك لفريق عملك النهاردة كابتن داكروري كابتن أحمد يحيا مبروك لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان اللي كانوا معنا النهاردة في تونس واللي موجودين في مصر في كل نحاء العالم ماشاء الله يعني الحمد لله الفرق عملت مباراة كويسة جدا كان فيه فكرة عالية من الكابتن حسان البدري اللعيبة كان عندها ثقة زي ما تكلمنا معاكو قبل المباراة لعبة نادي الأهلي واسكا في نفسها تقلق كبير من لعبة نادي الأهلي النهاردة الجمهور الأهلي اللي كان موجود في ملعب رادس اللي من أول لحظة في المباراة حتى آخر لحظة بيسانه الفريق مبروك لمجلس دارة النادي الأهلي عايزين نكمل المباراة اللي جاءة طبعا خلاص زي ما قال الكابتن حسان البدري كنا وقفين معا دلوقتي الكابتن سيد عبدالحفيز واللعيبة كلها أفنا صفحة التراجي نبدأ نفكر في المباراة القادمة وخلاص خلاص فيه قرار ان الفرقة مكملة في تونس وعدين للمباراة القادمة ويبدأ يحضروا للمطش الجاي الحمد لله وعايزين نفكر بقى بإذن الله المرحلة القادمة ناخدها خطوة خطوة نعدي المباراة اللي جاية نبدأ نفكر في اللي بعد كده إن شاء الله شكرا كابتن أمير شكرا كابتن أمير لسا مكملين وفي بعد طبعا الجماهير النادي الأهلي اللي بتيجي لقطيل عشان تفرح مع العاب النادي الأهلي طبعا مبروك فرحة كبيرة النهاردة لا طبعا طبعا يعني نعمل بناش من مباراة بس الحمد لله كل ده جيب أحسن نتيجة وكل ده بالنسبة لنا ولا حاجة كل ده ولا حاجة يعني فرحة النهاردة كبيرة جدا ربنا اللي أعلم بيها ونعد كمان أسبوع عشان خطير حمد كمانت فغير أصلا من مصر مخصوص؟ اه طبعا مصر مخصوص عشان مباراة منتظر تكاد يعني الحمد لله وسعينا كتير حوالما جبنا الفيزا وجرينا بسرعة عشان نلحق نجيب الفيزا لأن كان الوقت ده عشان تقول لي اللعب تنادي الأهلي بعد مفرحوك النهاردة أعلهم يعني أنا بشكرهم جدا وبصراحة عملوا مجهود رائع والدنيا كانت جميلة جدا ما شاء الله يعني في الشرط التاني في الزات المطش كان تحت إيديهم والحمد لله يعني ربنا تم على خير يعني والحمد فتحي فتحي يعني ايدها 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 والله ايدها يعني ايدها ايدها راجل أوي أوي السلام لألف مبرو لسه مستمرين معي أيضا أستاذ محمد رمضان المدير التنفيذي لشركة طبعا راعي ملابس النادي الأهلي كابتر رمضان قبل المبارات كلمنا مع بعض وقلت لي النادي الأهلي لازم فيه أسلوب معين يلعب ويلعب بيه ووضح أنه تنفذ النهاردة طبعا من رؤية كابتر عسان بدري وندرب قدير طبعا وقدر أنه يكون النادي الأهلي الفوز هو مبروك طبعا الحمد لله دي النادي الأهلي كالمعتاد يعني الحمد لله أنه هو دايما في المواقف الصعبة تلاقي لأيت النادي الأهلي وروح الفانيلا موجودة وروح الفانيلا ده مش مجرد كلام لا ده النهاردة الترجم أنا شايف أنه جمهور النهاردة اللي كان موجود في ملعب أستاذ رادس كان جمهور كبير جدا ده كان عمل ضغط على فرقة الترجي أكتر من لأيت النادي الأهلي بدليل لما كنا قبل لما نروح لأستاذ أميرة أقول لك لو الأهل دايق خطوطه هيتعب الفرقة وده اللي حصل عندما دايقت خطوطك ما تتنومش أريحية في اللاب البنالت اللي هي ده أنا شايف أنه كان حافظ أكتر للأهل عنه عن الترجي والحمد لله طبعا بإذن الله والتوفيق إن شاء الله يكون مع الأهل لحد نهيت البطولة ونرجع مرة تانية ليبان بإذن الله بإذن الله شكرا شكرا طبعا دي كانت أجواء الفرحة زي ما انتم شفتوا أكيد أجواء كبيرة جدا وفرحة كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي وكل المتواجدين هنا في مقر إقامة النادي الأهلي لكن الأهم إن إحنا فوزنا بمباراة لكن ما فوزناش ببطولة هو ده الأهم واللي مركز عليه طبعا الجهاز الفني واللعابين وده كلامهم مع بعض وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يقدر يواصل مشواره في البطولة إن شاء الله بكرة هيكون في أجازة بعض اللاعبين الله هم شاركوا في المباراة بشكل أساسي في المقابل هايكون فيه تدريبات لليعبين وليس تشاركوش في المباراة النادي الأهلي هينتظر بكرة نتيجة مباراة النجم السحلي وأيضا أهلي ترابلس اللي بتقام حين في طونس وب 용ناسبة طبعا على حسب النتيجة دي النادي الأهلي هيحدد مقر إقامته هل هينقل في مكان تاني ولا لا لان لو النجم السحلي هو اللي كسب النادي الأهلي هيروح سوسا هي المكان اللي هيتلاقي في هذه المباراة لو أهل ترابلو صوى اللي كسب المباراة هتبقى هنا في العاصمة تونس بشكل عام أياً كامل اللي هيكسب النادي الأهل مركز في البطولة إن شاء الله ويقدر إن شاء الله من خلال البطولة دي أنه يحقق السلسية ونتأهل إن شاء الله لكأس العالم للأنداء بالمناسبة إحنا هنبدأ المتواصلين وقاعدين مع النادي الأهل طبعاً قناة النادي الأهل وفريق عمل قناة النادي الأهل حيكون متواجد هنا مع الفريق لحد المبرارة المجبلة إن شاء الله اللي حتكون يوم السبت القادم ولحد ما يرجع إن شاء الله الأوتوبيس أو يرجع طبعا الفريق للقاهرة إن شاء الله طبعا النهاردة حيكون متواجدين معكم دايما في التدريبات وأكيد شيء مهم جدا من قناة النادي الأهلي ده الطبيعي بتاعنا أن احنا منتابع دايما كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لكمهور النادي الأهلي لكن أيضا طبعا فرحة لسه متواصل معك لسه متواصل معي كابتن أنيس الشعلالي أكابتن ميدو وطبعا عمل مجهود كبير جدا هم مع الفريق كابتن أنيس براحة بك أهلا بك أهلا بكل أهلا بكل الأهلوية وكل الناس مبروك لنا ومبروك للناس اللي النهاردة كانت معانا بقلبها وكانت موجودة في الملعب الحمد لله انتصار مهم انتصار العزيمة والروح والحمد لله شوفت المباراة النهاردة ازاي شوفت المباراة العصابة كانت الحمد لله كان هناك روح كان هناك تركيز والمكسب أهم والأداة كان هناك قتال في عزيمة في إسراء الحمد لله سميهم باس يحيا ما نحوالك قلوا لباس أهلوي يحيا حمزة شكرا صوت فرحان هل تحب الأهلي ولبس تجارة الأهلي أهلي شكرا شكرا الحمد لله والسلام لكل الناس في استوديو وكل الأحباء وكل الناس اللي بتشجع بروحة وربنا يكون في عنا ونفرح كل الناس يا رب العالمي تدريبات استشوائية بكرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا زي طبعا ما شفتها كابتن ميدو دي الأجواء زي ما قلتلك طبعا في اجتماع دلوقتي النادي الأهلي بيحط البرنامج الخاص أو الجازة فاني بيحط البرنامج الخاص بي على مدار الأسبوع بشكل كامل خصوصا سيبقى فيه تدريبات أكيد للعب النادي الأهلي هنا في تونس وده كان قرار أعتقد يمكن قرار مميز جدا النادي الأهلي يواصل تدريباته هنا في تونس بدل مشقة الصفر أكيد العودة للقاهرة ثم العودة مرة أخرى لتونس لكن بشكل عام هدفنا هو هدف واحد بالنسبة للعب النادي الأهلي هو الفوز بطول الدوري أبطال الأفريقيا النادي الأهلي خلاص حيتوي بعد النهاردة صفحة الفوز على فريق الترجع التونسي إن شاء الله يتم التركيز من بكرة في المباراة المجبلة حسن ما نشوف النتيجة هتبقى كاما ومن ثم إن شاء الله النادي الأهلي واصل المشروع الأفريقي ولعودة الكاس العام الأمدالي شكرا أميري يشام يعني تغطية ميازة جدا 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 جاب كل اللي في فندق بصراحة يعني أحلم في الحوارات المشجع الأهلي اللي بيتكلم تحسن هو قلبه اللي بيتكلم مش لسانه أحمد فتحي والبقور فرحانين حاجة فعلا يعني جميلة جدا كابتن أنيش علي ربنا خليك ولادك وتشوفهم أهلوية كبار كده إن شاء الله برضو يعني لعبه في نادي الأهلي معنا الأستاذ المميز الناقد الرياضي الكبير أستاذ خالد العاشر أهلا بيك يا أستاذ خالد أهلا بيك يا كابتن ميدو وأهلا بضيوفك القرامة كابتن ربيع كابتن سانير كامون ته صهران لغاة دلوقتي ليه؟ ازاك كابتن تقول لي يا ميدو؟ صهران لغاة دلوقتي ليه؟ شوية هيصال الفجرة يا دي ليه لحد ينم فيها يا ميدو ليه لأسعب؟ أقسم بالله العظيم أنا حاس أنه الأهلي زي نكون خاد البطولة مجرد مرش في كرة القدم وقصة بالنسبالي كانت سياج آخر مفروض على النادي الأهلي بعيد جدا عن المباراة وعن نادي ناس كتير كانوا واخديننا في أجواء صعبة جدا كانوا محسننا لنحن داخلين حرب الكصة كانت بالنسبة لنا كلنا بالنسبة اللي بيحبوا الأهلي كلهم كانت كده واسخنة على فكرة قبل السفر أنا كتبت على وطس قبل كابتن حسام أقول كابتن حسام توكل على الله أنت مش راح في معركة زي ما الناس بيصروا لك أنت راح في مرش كورة ألعب كورة اختار الأفضل والأنسب أنت الأقرب والأكثر معرفة بلا عدتك مشغلش بالك بحاجة خالص كل الفرق بتكسب وتكسر الآلي هو الآلي وانت مش محل تقييم للناس كلمتين دول لأنها كنت أحسن في حاملة غريبة جدا وحال التربص أغرب بالنادي الآلي إنما شوف الإعجاز اللي بيتواصل كلمت بيتواصل عشان الناس بعرفة أن الأهلي لسه زي ما هو لسه محافظ على قوته وعلى روحه وعلى شخصيته وعلى كيانه وعلى تاريخه وعلى مبادئه وعلى قيمه بيعمل حاجة ضمن مسلسر الإعجاز اللي بيعمله الأهلي رايح أعتبر خسران تعادل على ملعبك وسط جمهورك يعني خسران عند الزروف صعبة جدا وفيه لعيبة عارفة إنها تحت ضغط غير عادي وإنت عارف إنك إنت فيه ناس يعني عاملة في قوت عليك بشكل غير طبيعي وتبدأ المبرأة وتهتزش باكك بهدف ومن ضربة جزاء وكنا في الشروط الأول يعني كنا بنحاول نلعب كلها هادية فما كنتش حاس بالروح بتاع النادي الآلي لكن الجون جاه وده غلطة الترجل إنه هو جاب جون يعني لأنه هو صح الأسد اللي هو النادي الآلي عشان كده الماتش في الشروط الثاني تحول تحول غريب جدا عشان البادري استخدم قمة الزكاء وكانتكتك عالي جدا تغيراته داخل الملعب أو تغيراته في اللعيبة نزول أجريه في هذا التوقيت أجريه يا جماعة ورقة يعني رائعة جدا ربما نزوله في التوقيت ده أفاد النادي الآلي أكتر مما كان يبدأ بتبقى حزبة عند المدربه ده أنا دايما متبخين عليه وطبعا انت قدامك ثلاث مدربين مش عايزة خدف التفاصيل الفنية قوي لأن ده شغلهم هم عارفينه وعارفين ان ممكن يبقى عندك ورقة رفحة كل الناس نستنيها انت ما تلعافش بيها تقلب الموازين وتعمل حاجة عكس المتوقع والورقة اللي الناس بتكلم عليها تنزلها في توقيت معين بشكل معين بشكل مغير بشكل مخالف لكل الحسابات عشان كده الفرحة كانت عالية قوي وتاني قدام فريق جاهز وفريق قوي مرجم مكتمل يا كابتن نيدو فرقة الترجي وقف على رجليها ومعها كل فرص الفوز فرقة يعني تعتبر كذبات وفرقة ليها تاريخ مش فرقة جاية بالصرف أكيد أكيد يعني ليها تاريخ ولها إرادة وعندها طموح وعندها مدير فني عالي قوي كابتن فوزي البنزرتي ولعبة مميزة وده ثالث هدف في الفترة الأخيرة بيسجله الخميسي في الناد الألة وفي منتخب مصر ففي ظروف كتير بس أسمح لي الحطة اللي كنت عايز أركز عليها وكانت مزعلاني الفترة اللي فاتت اللي كان بيتكتب كتير قوي على المهندس محمود طاهر إن هو مش رايح مع البعثة بعد ما كان رايح ولما قالت عادل ناس كتير كتبت على فيسبوك وعلى بعض المواقع الأخرى إنه خلاص محمود طاهر هرب بدأت تقولك ويا ما كنا بيحصل مش عارف إيه والناس تسافر والراجل ما كانش في حساباته خلاص إنه يسافر وسافر ووقف مع الفرقة وغامر وفي مغامرة يعني كانت أبعد ما يكون عن حساباتنا كتير حتى وإحنا متفائلين وعندنا إحساس إن إحنا هنكسب وعندنا إحساس إنه نروح النادي الآلي هترجع وعندنا إحساس إنه دي ثقافة النادي الآلي في المرشات الصعبة لكن برضو كان خيطين وكان ممكن أن معندس محمود طاهر يعتذر لكن شجاعة فرسان النادي الآلي وذي ما تعودنا من اللي قبله واللي قبله واللي قبله وكلهم جيل بيتواصل مع بعضه الراجل سافر وتحمل المسئولية وكانت المكافأة إن ربنا صحنا تعالى يكرمنا بالفوز ده ويعدينا محطة مهمة جداً في اتجاه كاس أفريقيا بإذن الله أستاذ خالد أنا بشكرك جداً عبدالخلتك الجميلة وكلامك اللي دايماً مميز بصراحة يعني نورتنا وشرفتنا أستاذ خالد وألف شكر ليك وكانت فرحة جميلة للكل يعني طيب معنا الأستاذ مصطفى أستاذ مصطفى أهلاً بيك يا بتمييدو حبيبي ألف مبروك يعني ألف مبروك ليك أنت وكل الجماهير وأنا عارف طبعاً كل العريش مفسوطة وفرحانة سلامي ليك ولكل الكباتل اللي عندك إيه دايماً إيه رجالة دي إيه اللي حصل ده يعني يعني أنا مش عارف أقولك إيه يعني رجالة بجد يعني فوق 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 الوصف وفوق المتوقع وفوق الحلاوة وموتوا نفسهم في الملعب على كل كورة وعلى كل أجمع وشريف اكرامي رجع البطل بتاعنا بتاع زمان يعني غلطة وعدت وكلنا كلنا عارفين إن ده هو بطل ونجب والغلطة دي كانت غصباً عنه ورغم ربيعة ومحمد نجيب عايزة أقولك إحنا إيه كمية الفرحة اللي إحنا فيها في عزة في البلد كلها عندها ظروف غصباً عنها والدنيا مش ماشية معها كويس والأحداث اللي في العريش انت عارفها كويس بتحصل إيه بس مش عايزة أقولك الناس طلعت إزاي وفرحانة إزاي حاجة حاجة يعني فوق 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 الوصف الحمد لله يعني يوم 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 هايل هايل بصراحة يعني أكيد يعني هو الأهل دايما عند حسن ظن جماهيره مصطفى وإن شاء الله كده دايما يفرح جماهيره طول ما فيه جماهير يعني وفية يعني زيكم كده إن شاء الله الأهل دايما يفضل وقف عرجيه دايما يفضل كبير ودايما ياخد كل البطولات اللي تسعد جماهيره أستاذ مصطفى شكرا جدا على مدخلتك الجميلة يعني الوداد كسب كسب سان داونز بدربات الترجيح يعني نصف النهائي كله العربي الوداد والنادي الأهلي والنجم السحلي وأهلي ترابلس ولسه والتحد العاصمة لسه راياني ان شاء الله كله عربي أكيد الوداد مع الاتحاد العاصمة إن شاء الله لسه الموعد برضو هيتحدد بكرا إن شاء الله مباراة النجم السحلي وأهلي ترابلس مبارا مهمة جدا عشان يشوف الفائز فيها ويقابل ناد الأهلي أحد أيام 29 و 30 أو يوم 1 أكتوبر إن شاء الله يعني ده يعني كان آخر كلامنا معاكم النهاردة كان يوم مميز جدا 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 بشكر كل الناس اللي عملت معنا مدخلات بشكر ضيوفي الكرام الكبات الكبار نجوم مصر ونجوم ناد الأهلي اللي دايما مميزين في تحليلاتهم ودايما بتوقعوا المباراة والسينيرات قبل حدوثها ودي حاجة مميزة جدا دائما بين فعل ناد الأهلي أو استودي ناد الأهلي بيها بشكرك جدا كابتن ربيع عسيل نجوم مصر شكرا لك و نفس الكلام مبروك للجهاز الفني للعيبة للجماهير مبروك لكل الناس و الحمد لله يعني من انتصار لانتصار و إن شاء الله نوصل للنهائي يا رب كتن سامير كمونة نجمى مصر من الاهلي شكرا جدا ليه انا اخليك هميد وموفق دايما ومبروك الاهلوية كلها اتجيب لك دي فعيد ملادي ولمشاهد طيب 23 اتجيب لك دي ام عاجة الف الف مبروك جميعنا دي الاهلي فرحوا اوكن انتوا فرحوا مكسب رائع لعيبة رجالة كلنا فرحنا مبروك الجميع من الاهلي اللاعبين جهاز فني مجلس دارة فان شاء الله الفترة اللي جاية من نجاح للنجاح ان شاء الله ربنا خليك كابتن سامير دايما منورنا ومشرفنا في الستوديو الاهلي كل جميع الاهلوية الف الف مبروك لكو وده يبقى احلى عيد ملادي ليا بصراحة كنت حمل هم يعني العيد ملادي ده بس الحمد لله احلى عيد ملادي ليا وانا فرحان معاكو في قناة ملادي لأهلي كل التحية والتقدير لكل الشهرين في قناة ملادي لنهاردة كنا نوقفين كلنا على قدم وصاق من اجل اخراج احلى صورة ديكو الحمد لله ربنا كلل تعب الجميع كلل تعب نادي لأهلي لعبته جهازه جمهوره دارته كل حاجة ان شاء الله الحمد لله رب الحمد لله رب الحمد لله رب تاني انها كللت على خير دايما دايما النصر والفوز من نصيب نادي لأهلي والجماهيره زي ما بقولك على طول المقولة الشهيرة بينما انت تلعب وداله هناك فريق يصنع المعجزات انه النادي الاهلي ويبقى الاهلي دائما فوق الجميع نورتوني مشرفتوني تصبحوا دايما على التخير